نشرح اليوم سيكون عن Alpine.js وهو فريمورك خاص بجابا سكريبت يساعدنا على جعل الصفحة صفحة الويب الخاصة بنا فيها تفاعلية أكبر طبعا جابا سكريبت بالأساس هي تضيف تفاعلية للصفحة Alpine.js تعطينا إدارة لحالات العناصر الموجودة بالصفحة بشكل أفضل ستتعلمون أكثر حول ذلك عند التطبيق فكيف يمكن التطبيق بكل بساطة هناك رابط لهذه المكتبة رابط cdn يمكن أن تأخذوه وتضعوه في صفحة الويب الخاصة بكم. فمبدئيا نحن يمكن أن ننشئ مثلا صفحة ويب مثلا نذهب أي صفحة ويب وبينشاء أي ملف html يعني وبداخل هذا الملف html سعليكم أن تضعوا بداخل الهد تاج هذا السكريبت. فإذا من أين جلبت هذا السكريبت جلبته من هنا من صفحة الدليل الشامل Alpine.js بموقعنا أو يمكنكم جلب أحدث رابط يكون بموقع Alpine.js عندما تقوم بget started هنا. فهنا سيعطيكم هذا الرابط ها هو. يمكن أيضا أن يتم نسخه بهذه الطريقة. فذا ممتاز. ويجب طبعا كأي ملف html طبعا أنا كتبت هذه الأشياء في بداية سأحذفها. فكأي ملف html يكون فيه صحيح. وبداخل ممكن أن تكتب مثلا مثلا هو اسم الملف الذي أعمل عليه. إذا ذهبت الملف قمت بالتحديث سيظهر لي الشيء الذي كتبته. ولاحظوا أنا قمت بوضع Alpine ها هي موجودة هنا. آآ طيب الآن إذا أردت أن أتأكد أن Alpine تعمل هنا. فالشيء الذي يمكن أن أقوم به. أكتب هنا. أقوم بإنشاء dev. وبداخل ال dev. أكتب اكس داش data. وهنا أكتب آآ الشيء الذي أريد أن أدخله. فمثلا إذا أردت أن آآ أقوم هنا بعرض مثلا آآ آآ مسيج معينة مثل الشيء الذي كتبه هنا. لاحظوا كتب هنا مسيج معينة. فآآ أكتبها بهذا الشكل. فأكتب اكس ديتا. أقوم بفتح كوتيشن هكذا. وأكتب مثلا المسيج نقطتين وهنا أكتب المسيج. مثلا المسيج هاي فروم آآ آآ الباين دوت جي. هذا لن يجعل المسيج تظهر حتى أجعلها تظهر. فمربما أقوم بوضع اتش تو هنا. وبداخل ال اتش تو هنا. فالآن يفترض سيتهر لي هاي فروم الباين. إذا نجحت هذه العملية هذا يعني أن الموضوع آآ يعمل. وبالتالي هنا تعلمنا شيء معين شيء اسمه اكس ديتا وشيء اسمه اكس تكست. آآ بخصوص موضوع آآ آآ بخصوص موضوع اكس ديتا. فهنا آآ يتم من خلالها التمرير حالات معينة أو ربما تفكر بها كمتغيرات معينة. مثلا اسم الشخص. مثلا يوزرنيم. آآ يمكن ان تمرر ايميل مثلا. يمكن ان تمرر حالة هل تريد ان تعرضها ام لا تريد ان تعرضها. به هنا بداخل هذا. جيد. فبالتالي هذا كأنها هي عبارة عن ماذا؟ اوبجيكت. جابا اسكريبت اوبجيكت. هذا الكي وهذا هو الفاليو. ومثلا لو ارد مثلا تمرير شيء اخر مثلا هنا يمكن انا اكتب مثلا نمبر ويريد ان يكون خمسة. كيف اعرض هذا النمبر? نفس الطريقة هنا اكتب اكس تكست لكن هنا اكتب نمبر الاسم. فهل سيظهر النمبر? نعم ظهر وهو رقم. آآ وهو خمسة. هذا شيء آآ فعليا جيد. هناك طريقة اخرى لادارة هذه الامور غير فقط ان اكتب اكس ديتا وثم اقوم بالعرض بهذا الشكل. يمكن ان اقوم بي. وهي الطريقة التي ستستخدمها انت فعليا. اضيف هنا. وبالداخل يمكن اضيف المثلا جابا اسكريبت. مثلا اكتب اسمه او اي شيء. وهذا هو الفنكشن. هذا الفنكشن يجب ان يعيد هذه الوبجيكت. يعني هذه الوبجيكت نفسها هي اوبجيكت. يمكن ان اعيدها من هذا الفنكشن بهذا الشكل. وفقط. انتهينا. يفترض ان ننتهي من هنا. ما شيء الذي سنقوم به بالاعلى بدلا ان نضيف ال اكس ديتا هنا. نضيف اسم الفنكشن الذي هو ونكتب ان اكس ديتا انت ديتا. وطبعا بهذا الفنكشن. يفترض ان لا يتغير شيء. لاحظوا لم يتغير شيء. كل شيء نفسه. لم يتغير. اه ففعليا ما هو الشيء الذي حدث هنا? بكل بساطة انا ب اكس ديتا اعطي اوبجيكت من الاشياء بكيوة بالاشياء التي اريد تمريرها. فانا من خلال فنكشن انت ديتا لم افعل اي شيء. انا فقط قم بانشاء فنكشن واعدت من هذا الفنكشن هذه ال اوبجيكت. فبتالي في الحالتين انا تعاملت مع اوبجيكت. لكن ما هي فكرة ان يكون مثلا ان يكون هنا لدينا مثلا فنكشن معين بدلا ان نكتبها بالطريقة الاولى. اه الفكرة ان يمكن هنا ان تقوم بمعالجات اكثر اه عليها. زيت. يتم معالجات اكثر على البيانات. هنا يمكن ان اقوم باتصال بالسيربر جرب بيانات وثم معالجتها وثم اه عرضها. هذا هو الموضوع. طبعا هذا الشيء متقدم لكن هذه هي مجرد فكرة لهذا الشيء. الان سنستمر. لاحظوا انا اتبع هذا الدليل انا كتبته اليوم. اه فقار حسب الدليل فنحن شرحنا عن اكس ديتا. وهناك مثال اكس ديتا في الموقع. الان انا ساقوم بشرح هذا المثال. فاذا بكل بساطة بالموقع قام بتمرير الاسم العمر والراتب مثلا. وهنا تم وضعه باكس. باكس تكست. سهل جدا. لا يوجد اسهل من هذا. فنتدرب اكتر على هذا الموضوع. فربما انا مثلا اقوم باضافة بدلا هذه المسيج. اكتب مثلا يوزر نيم علي. وهنا مثلا الفاسورد مثلا اكتبها واحد اثنان ثلاثة. وهنا في الاعلى اكيد انا. الان مسيج والنبر غير معرفة. غير معرفة لنرى ما هو الخطأ الذي سيظهر. طبعا لم يظهر خطأ هنا. لكن هل ظهر خطأ هنا? نعم. فعندما لا تعرف شيء او اه تطلب شيء وهو غير معرفة. سيعطيك خطأ هنا. هكذا. لاحظوا الخطأ. بدلا الخطأ. ايضا المسيج والنبر ايضا هي غير. لاحظوا. فهنا لنما يظهر هذا الخطأ جيد جدا ان يظهر حتى تعرفوا. عندما يظهر هذا الخطأ ماذا يعني ان فلان غير ويأتي الخطأ من الفكرة. الفكرة بكل بساطة انك قمت بكل شيء هنا. لكن الديتا لا تقوم بتمريره. فانا لا امرر الان لا مسيج او اه او نمبر. فانا فقط اريد تعديل ذلك. فاذا هنا سيكون وسيكون سيستمر الخطأ. لا يستمر. لم يستمر او توقف او لا يوجد خطأ وهذا شيء جيد. وهنا علي وواحد اثنان ثلاثة. فاذا ممتاز. اه فهذا الشيء تعلمنا الان. اه طبعا يمكن نحن ان نقوم مثلا بشيء اسمه اكس داش اه شو. فما هو اكس داش شو? اكس داش شو يقوم بعرض عنصر او اخفاؤه. يعني مثلا انا لو ارد مثلا اخفاء الباسورد هنا. فهنا لك اكثر من طريقة بجابا سكريبت واكثر من طريقة ايضا ب اه سي اس اس. فممكن انا اكتب هنا امرر style صحيح. اكتب display-none. وبالتالي هنا الشيء الذي سيحدث انا لا نظهر الباسورد ولا سيظهر فقط علي. واذا نظرت انا لالالة directement هنا او الشجرة النوز هنا لاحظوا الباسورد موجودة فعليا بالدوم لكن هي display-none. ها هي. يعني مجرد ان اقوم بمسح هنا ستظهر. طيب. هذا الشيء نفسه يمكن ان اتحكم به بطريقة افضل من هذا باستخدام شيء اسمه اكس داش شو. هذا تقوم بعرض العنصر او اخفاءه من خلال متغير معين من خلال حالة معينة. فهذه الحالة ايضا يجب ان امررها. فهنا يمكن ان اكتب مثلا شو باسورد. واكتب مثلا بترو. وبالتالي هنا لاحظوا ساكتب هنا شو باسورد. يعني بناء على حالة شو باسورد اعرض لي الباسورد او لا. فاذا كانت شو باسورد ترو سيعرض الباسورد. كانت بوست لن يعرضها. هنا هي اي ترو. والتالي سيتم عرض الباسورد. لا مشكلة بدالك. فلان تحديث. لاحظوا ها هي. ها هي موجودة ولا يجد فيها اي مشكلة. لكن اذا اردت ان اخفيها فبكل بساطة ساكتب انا فالس بهذا الشكل. الان اصبحت شو باسورد فالس اكس شو لن تظهرها. لاحظوا ان الشيء الذي حدث نفس الشيء الذي كتبته انا قبل قليل. ما الشيء الذي كتبته كتب ايضا اظهرت نفس الفكرة. لكن ما الغاية لماذا استخدمها ولا استخدم حتى اتحكم اكثر بالامور. يعني مثلا يمكن ان انشأ زر هنا. ان انشأ زر هكذا زر. واسميه شو باسورد. وهذا الزر موجود على فكرة بالنماذج. دائما هناك زر اسمه اظهر كلمة المرور. اه وهنا اه انا عند النقر على هذا الزر. اريد اظهار كلمة المرور او اخفائهم. يمكن ان اسميه هكذا. شو هاي باسورد. كيف يمكنني ان اقوم بذلك? يمكن ان اقوم باخذ حالة او التقاط او حادثة الكليك على الزر من خلال شيء اسمه اكس اكس داش اون نقطتين كليك. جيد. يمكن ان استخدم هذا. اقتصار على لهذا الموضوع هو ات كليك يساوي. نفس نفس الشيء الذي كتبته قبل قليل لكن الاقتصار ات كليك. فهنا عند الكليك ما الشيء الذي اريد ان اقوم به. اريد ان اغير من شو حالة شو باسورد ان تكون مثلا دعونا نقول اترو. مبدأ ايا. اريد ان ان تكون اترو. فلاحظوا يمكن ان اغير بحالتها هنا بداخل الاتشلم نفسه. فهذا هي حالتها فوس. فيفترض الان ساحدث. يفترض الان هي حالتها فوس. لن تظهر. يفترض ان ما انقر على هذا الزر ستظهر. صحيح? وها هي ضارة. طبعا اذا نقرت مرة اخرى لن يظهر اي شيء لن يحدث اي شيء لان هذا الزر يقول ان عند النقر اجعل شو باسورد تساوي اترو. فبالتالي اذا ارد ان اقوم بمثلا نوع من التوقل يعني مثلا اذا كانت فوس تصبح اذا كانت فوس يمكن ان اكتب بهذا الشكل شو باسورد تكون عكس الحالة السابقة. واذا مرة اخرى تحذير. اذا شو باسورد ستظهر. لاحظوا? كلما انقر. يعني هذا السلوك فعلا مستخدم. يمكن ان استخدمه بشو وهي باسورد نفسها او باي شيء اخر. مستخدم ان اظهر عنصر او اخفي. فدن الشيء الذي تعلمناه الان هو كيفية استخدام اه الات كليك هنا. جيد. يمكن ان انشئ مثلا زر اخر. وهذا الزر لا اريد ان اسميه شو باسورد. اريد ان اسميه مثلا لوق شيء معين. لوق فونكشن. يعني فونكشن مثلا هاندل مثلا كليك هكذا. طالب هنا في الادنى في اوبجكت الديتا يجب ان اعيد هذا الفونكشن. اذا هادا فونكشن. هادا فونكشن. فانا عند الكليك انا اريد ان اقول كليكت فقط. هل هذا الذي كتبته صحيح? لنظر. اذا لا يوجد اي مشكلة الان. ساقوم بفتح الكونسل بهذا الشكل. الان ساقوم بنقر على هذا الزر. لاحظوا كليكت. قام بكتابة كليكت هنا. هايا. ست مرات نقرت عليها. طيب. ما الغرض من هذا الموضوع? الغرض من هذا الموضوع اني اه اقوم بتمرير فونكشن معين. ليس شيء واحد اريد ان اقوم به هو تغيير مثلا حالة شو باسورد. اريد تمرير فونكشن اقوم به. اه من خلال هذا الفونكشن اضيف عدة تعليمات. يمكن مثلا ان اغير عندما يتم الكليك. كيف ذلك? يعني لدي الان يوزر نيم ها هو. اريد تغييره. لا اريد ان يكون عالي. فكيف ذلك? فيمكن ان احصل على هذا الوزر نيم من خلال كلمة كلمة يعني هذا العنصر. هذا العنصر او هذه منها اريد ان احصل على هذا الوزر نيم. يعني يمكن ان اغير الوزر نيم واكتب مثلا. فالان يقوم بالتحديد. لاحظوا اه قام باضافة هنا وغير الاسم في الاعلى. وهذه هي جمالية الباين. اه الشيء الذي انا قم بتغييره هنا فعلا تغيره في كل الموقع. يعني في اي مكان انا وضعت اليوزر نيم سيتغير فعليا بناء على هذه النقرة. كأنها ادارة حالة. اذا كنت تعرف برياكتس والفريمورك المتقدمة مثل اه وغيرها. نفس القصة. نفس الموضوع. لكن الفرق هنا اه بالباين اه ان هي بكل بساطة تضيف الرابط بشكل بسيط هنا. وتضيف التوجيهات التي تريد بداخل اج تيميل. اقصد بالتوجيهات. يعني مثلا تضيف مثلا هنا بداخل اج تيميل. تضيف الاكس داشو بداخل اج تيميل. انا الباين جدا خفيف. ومفيد بهذه الطريقة. فنستمر. طبعا اريد ان اوضح ان مرة اخرى ان اد كليك هي نفسها اكس داش اون كليك نفسها. نفسها. لكن الاختصار اد كليك. وبالتالي هنا مرة اخرى التحديث لو قم في شو هايد فاسورد. نفس الفنكشناليتي. لا مشكلة. نفس الوظيفة. اه لكن الاختصار يعني يأتي معك وقت تحب الاختصار فتكتب اد كليك هكذا. وجيد ان تعرف الاثنتين وتستخدم المختصرة لاختصار الوقت. اه اسمه اكس داش ساكتب شيء جديد هنا. اه فبداية اريد ان اقول لكم ان هذه الدب محاطة او لديها اه وصول اكس داش ديتا الموجودة هنا. فبالتالي لو كتبت هنا دب انا اخرى مثلا هنا وكتبت فيها مثلا اه ايضا وساسميها واتتب هنا فاصل هكذا. هذه الدب الموجودة هنا هي ليس لها علاقة بالديتا الموجودة بهذه الدب. جيد لانها ليست جزء منها. يعني هذه الدب هي اخرى لهذه الدب صحيح. ولكن ليسهم ابناء. يعني هذه الدب ليست بداخل هذا. وبالتالي الديتا هذا او الديتا الموجودة هنا هي فقط تطبق على الابناء. لا تطبق على مثلا الاخوات الموجودة الدب هنا. دعونا نقوم باخذ هذه اليوزرنيم وضعه هنا. هل سيتم عرض اليوزرنيم هنا? هذا مرة اخرى. تم عرضه في الادنى في هذه الدب لكن لم يتم عرضه في هذه الدب. لماذا? لأن بكل بساطة الديتا هنا محاطة بهذه العناصر وبالتالي تأخذ الديتا منها. هذه العناصر تأخذ الديتا من الذي هو هو موجود هنا. لكن هذا اليوزرنيم هنا هو محاط بهذه التي ليس فيها اي ديتا. لكن لو انا مررت لها ديتا اخرى. مثلا هنا مررت لها ديتا اخرى. اه كانت ايضا يوزرنيم وهنا اسم سامي مثلا. فيفترض الآن يضعر لي سامي. راحظه ظهر لي سامي في الاعلى وعلي في الادنى. لماذا? هذا معرضة للديتا او تتبع الديتا الموجودة بانت ديتا التي فيها اليوزرنيم يساوي علي. وهذا تتبع الاكس ديتا الموجودة هنا التي فيها اليوزرنيم يساوي سامي. وبالتالي الديتا التي انا ساعرضها في التطبيق تعتمد على على هل 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 لها حقية للدخول لديتا معينة? اذا كان نعم بس نحصل عليها. غير ذلك لا. لن نحصل عليها. فهذا فقط. الان الشيء الذي اردت ان اقوله. مثلا انا يمكن ان اعتبر اليوزرنيم هنا قيمته لا شيء هنا. لكن انا اريد ان اضيف له حتى تروا لن يظهر الان سامي. سامي هنا قبل الخط لن يظهر. فاذا اردت ان اضيف قيمة ابتدائية اذا لم يتم تحديدها. فيمكن هنا اكتب اكس انات. اه وبداخل اكس انات اكتب مثلا يوزرنيم عولة مثلا. بهذا الشكل. لم تظهر عولة هنا ثواني. طبعا هنا يجب يساوي. انا كتبتها كوبجيك. هنا يساوي. هذا مرة اخرى. فاذا نلاحظه ظهرت عولة. ففكرة اكس انات هنا ما هي فكرتها? ان اذا كان هذا العنصر الموجود هنا مثلا اه حالته مثلا اه ليس له حالة مبدئيا او امتي سترينج فسيأخذ القيمة الابتدائية الموجودة ب اكس داش انات. فاذا يعطي قيمة ابتدائية اه للامور او رقم ابتدائي اه الامور من خلال اكس داش انات. فاذا لن تحتاجها تقريبا لانك اذا استخدمت مثلا الانت دايتا بطريقة الفانشن. فانت ستقوم باضافة قيم افتراضية من هنا. بكل سهولة ستضيفها من هنا. فانت لست بحاجة لاستخدام اكس داش انات اه بهذا الشكل. الا في حالات معينة ربما تحتاج ذلك. فانت تقرر حسب الاستخدام يعني. اه الان سنتحدث عن النماذج او الفورمز. فساقوم بمسح كل شيء اه هنا. وساترك الانت دايتا في هذا الشكل. اه لكن انا فعليا ساقوم بكتابة اشياء اخرى اه هنا. اه فاذا من الاشياء التي ساكتبها ساكتب فورم بهذا الشكل. وبداخل هذا الفورم. فورم ربما تعتبروه فورم تسجيل الدخول. ساضيف الانبوت الذي هو تيكس. والساضيف مثلا له placeholder. provide your name. او username. والانبوت الثاني سيكون هو عبارة عن password. والpassword انا فعليا لن اقوم باضافة يعني placeholder فقط. طيب. فاذا الان اذا قم بالتحديد فلاحظوا هنا ال name. provide your name وهنا. او ربما نضيف لها placeholder حتى تبدو يعني. افضل فاذا هنا. الان اه يمكن ان نضيف مثلا هنا اه هكذا فاصل. وفي الاعلى هنا نضيف مثلا اتش وان بهذا الشكل. ويكون فيه ال username. والبرغراف تاج يكون فيه ال password. طيب. مرة اخرى. لاحظوا ال username password. فايش انا ساكتبه هنا يفترض ان يظهر لي هنا. طيب كيف يتم معالجة ذلك في الباين. اه بكل بساطة يوجد لدينا شيء اسمه اكس داش مودل. وهي تقوم باخذ المثل عندما اقوم انا باضافة هنا name مثلا username. وثم باخذ هذه ال username يمكن ان احصل على التي تم ادخالها بهذا الانبوت. بنفس الطريقة هذا. لكن لدينا هنا ال اكس مودل التي تقوم بنفس الموضوع تأخذ الديتا عندما يتم ادخالها مباشرة. فذا اكس مودل يمكن ان اسميها هنا username. وهذا ساسميها اكس مودل اه password. هكذا انا اريد ان افتميه. يمكن ان تسميها اي شيء. الشرط هنا في الديتا ان تكون موجودة. سامسح هذا. هكذا صحيح. طبعا حدث يانا بالاديتر يقوم بتعويض اشياء انا لم اكتبها. على اية حال. فاذا هنا اه لدينا بالانبوت مكتوب ال username ومكتوب ال password. هذا مهم جدا. لكن كبداية انا لن ادخل ال username ولا ادخل ال password. فستكون username فارغة وال password فارغة. طيب. طالما اصبح لدي حالة اسمها username password يمكن في الاعلى ان اكتبها. فبدلا بدلا من هكذا انا اكتب اكس تكست. اكس داش تكست. username وهنا اكس داش تكست. فلنرى هل هذا يعمل? هل هناك خطأ? لا يوجد خطأ. ممتاز. لاحظوا لا يوجد شيء في الاعلى لاني لم اكتب شيء. لكن مجرد ان اكتب ال name مثلا كتبت نورة سيظهر. لاحظوا. مجرد ان اكتب password ستظهر بهذا الشكل. وهذا الشيء جيد فعليا. اذا هذه هي طريقة التعامل مع هذه النماذج. كيفية اخذ المعلومات من النموذج بهذه الطريقة. فيمكن ايضا ان اقوم بمثلا باضافة زر هنا. هاكذا. اضيف زر. وهذا هذا الزر اكتب ان اتايب له submit. واكتب send data او submit data. وهذا الفورم اريد عندما تحدث حادثة تقديم هذا النموذج بنقر على زر submit. اريد تطبيق فنشن معين. فيمكن انا استخدم add submit. نفس فكرة add click. اتكارون add click. نفسها لكن هذه الحادثة اسمها submit. ومن هنا ساقوم بادخال اسم function submit فورم. هذا يجب بالتأكيد ان اقوم بتعريفه هنا. وهو عبارة عن function. يمكن ان اكتب return اه منه او اعفهم منه اكتب هنا مثلا submitted. انا هذا الفورم تم كل ما يتم النقر على زر اه البطن هنا يفترض ان ينبض هذا الفنشن. فاذا لنا. اذا الان ظهر هذا الشيء. ظهر الزر. وساقوم بفتح الكونسر بهذا الشكل. ساكتب اسمي. فاذا ها هو. وكلمة المرور. وصب مت ديتا. فاذا شما الشيء الذي حصل? لاحظوا. لاحظوا. اه يعني ركزوا. هذا التنوع من اه من تحديد للصفحة. يعني الصفحة تحدثت. لماذا? لان هناك زر افتراض. هناك سلوك افتراضي. سلوك افتراضي للبطن عندما يتم سمت السلوك الافتراضي ان يتم تحديد الصفحة. على اساس ماذا? على اساس سيتم تحويل لصفحة اخرى. اه لحل مشكلة هذا السلوك هو ان نقوم بالشكل التالي هو ان نكتب. لاحظوا بالوضع الطبيعي. لحل هذا السلوك ماذا نكتب? نكتب اه عندما تأتينا هنا اليفنت نقول اه نكتب هنا اي بريفنت ديفولت. هكذا نكتب طبيعي. بالبان يمكن ان نكتب هذا بشكل سريع جدا. ان نكتب سبمت دوت بريفنت حتى نقوم بمنع السلوك هذا الذي يقوم بتحديد الصفحة. تحديد انا مجددا. لاحظوا الان. لاحظوا. انظروا هنا. عدد مرات نقلي على سبمت. لم تحدث الصفحة. وهذا شيء جيد. فبلا لم تحدث هذه الصفحة. فالان اذا انا مثلا اذا قمت اه هنا بمثلا اريد ان اعرف مثلا ما هي القيام التي تم فعليا تطبيقها. اذا امسح كلمة باسورد من هنا. جيد. اذا اردت معرفة القيام التي تم تطبيقها هنا. فيمكن ان اكتب مثلا. اكتب هنا. وهنا اقول اريد دخول لهذا اليوزرنين. كيف ذلك? استخدم كلمة this keyword. وهنا اكتب username. هذا يمكن ان اكررها للباسورد. واكتب هنا this password. طيب. الان يفترض ان عندما اقوم بسبمت يقول لي هذا. لكن هو empty string. لا مشكلة. اذا كتبت نورس مثلا. مرة اخرى هنا كتبت ال password هكذا. صمت. لاحظوا. ظهرت لي ال data. اخذها كلها. طيب. انا اريد فعليا ان عندما يعني عندما يكون هذا فارغ. لا اريد ان يكون بسبمت. اريد ان يظهر له رسالة معينة ان هناك اه خطأ. كيف ذلك? اه بداية دعونا نكتب رسالة الخطأ. فيمكن انا مثلا بداخل الفورم هنا. دعوني اقوم بنقل هذا ادنى الفورم بهذا الشكل. وقبل الفورم هنا يمكن ان اكتب ان اقوم بانشاء اه اسميها message. وبداخل هذه المسج اريد ان اقوم باضافة هنا اه error error message. يمكن هنا ان اكتب error error. وهنا ان اكتب نجاح بهذا الشكل. فانا كتبت هذا الموضوع. الان ال error اريد ان اتحكم به بx دا الشو. لانني لا اريد ان يظهر error دائما. صحيح. لا يوجد error الان. لاحظوا يظهر كل الرسائل. انا اريد ان اتحكم بهذا. فيمكن ان استخدم ايضا حالة جديدة هنا. اكتب اه 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 ارور. وببدائيا اكتب والس. وشو اه حالة النجاح. ومبدائيا تكون false. اه وهنا بالا هنا اكتب 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 داش شو. واكتب شو ايرور. فاذا كانت اه لن تظهر واذا كانت اذا كانت true ستظهر. هذه تعلمناها نحن. فاذا اكتب اه هكذا. مبدائيا لن تظهر هذه الرسائل الان. فاذا اللي نرى. لن تظهر اي رسالة. لان لم يكن صمت هنا ولن يظهر اي شي. لم لم يتم اي شي. فالحالة هي false وتتبقى false حتى نقوم بتغييرها. طيب. بالنسبة للا اريدها ان تكون هكذا ايرور. اريد ان ايضا ان اتحكم بها من حالة موجودة هنا لدي. فبالتالي يمكن ان اتكب ايرور ميسج. ومبدائيا اجعل ايرور ميسج اه فارغة. ونفس الشيء بالنجاح اقوم باضافة اه ميسج. ومبدائيا تكون فارغة. وبالتالي هنا في الاعلى. يمكن ان اكتب ان امسح ايرور. وهنا اكتب اكس تيكس ايرور ميسج. وهنا امسح هذا. وهنا اكس تيكس. نفس نفس الموضوع. ممتاز. جميل جدا. طبعا الان نتأكد اذا كان يوجد خطأ ام لا. لا يوجد خطأ. اذا كان خطأ سيظهر ليه هنا. لهذا اللحظة كل شيء تمام. الان. عندما يقوم الشخص بالسبمت لهذا الفورم. انا اريد ان ارى اليوزر نيم. اذا كان فارغ. كيف اعرف اسأل بF statement. انا اكتب الان جاباسكريبت. فاذا اذا كانت والبين هي جاباسكريبت. لكن انا اقصد جاباسكريبت عادية يعني ليس سنتكس خاص بالبين. وهنا ساكتب اذا كان عكس اليوزر نيم. عكس اليوزر نيم. اذا كانت امتي سترينج يعني false. عكسها يعني true. فسيتم تطبيق هذا الشرق. كأنني اقول اذا كان هذا اليوزر نيم امتي فعليا. فانا اريد ان تقوم بعرض رسالة الخطأ. فبالتالي show error اريدها ان تكون true. وهذا كلام خاطئ. لانا show error يجب ان ادخل اليها بthis. ونفس القصة بالنسبة لل error message. هنا error message ساجعلها ماذا ساجعلها? سأقول user name is required. ومبدئيا سأقوم به هكذا. انا لا اسمح بالاستمرار بهذا الفنكشن بهذا الشكل. لا اسمح الاستمرار بالsubmit. واقوم بال return phone. الان اه اذا انا قمت بsubmit راحضه. طيب لو كتبت انا شيء مثلا هكذا. اي شيء يعني. لا سيستمر بالعمل. الان بالنسبة الباسورد نفس القصة. سأقوم بنفس السؤال. والتالي هنا بهذا الشكل. ساكتب this not this password. وهنا ساكتب ان الباسورد show error true. نفسها show error true. لكن هنا ساكتب password is required. نفس القصة. فاذا الان لو كنت انا بالتحديث لاحظوا. اذا لم ادخل سيقول لي user name required. اذا ادخلت ال user name سيقول لي password is required. اذا ادخلت الباسورد لاحظوا. سيظهر لي الموضوع هكذا. ولكن بقي لي الخطأ. بقي الخطأ. كيف اقوم بحل هذه المشكلة? يوجد شيء اسمه reset. يعني عندما تقوم انت ب يعني هذه الحالات يعني كلما تقوم انت او الزائر يعني او او الشخص المستخدم للموقع. كلما يقوم بمثلا submit كذا. فيجب ان يكون هناك reset للحالة والتأكد مرة اخرى من الامور. حتى لا تضر له نفس الحالة. ان كانت قطأ او كانت اه نجاح. فكيف هذا ال reset? بكل بساطة ال reset ان تقوم هنا بجعل كل شيء تعيده للحالة الصفرية او الحالة الابتدائية. يعني مثلا show error. اول عندما يقوم بsegment اول شيء تقوم بيجعل show error false. وايضا هذا false. وايضا يفترض المسيجات كلها تعيدها ل false. ايضا هذا يفترض this. وهذا يفترض this. وهذا يفترض this. وهذا يفترض يساوي. وهذا يفترض يساوي. وهذه سمي كولون. وهذه سمي كولون. فهذا اسمه reset. يمكن ان نكتب تعليق هنا. ان reset. وهنا مثلا pick username. او validate. الكلمة الصحية هي validate username. وهنا validate password. اذا مرة اخرى نعيد التجريب مرة اخرى. فاذا الان لو كتبت انا كذا سيقول لي. طيب لو كتبت انا. سيقول لي password. اذا كتبت لاحظوا اختفى الخط. لكن يفترض لي الان ان بعد ان يكون كل شيء تمام ان يظهر لي رسالة النجاح. صحيح? فبالتالي هنا يفترض ان اكتب show message يساوي true. وهنا ايضا ساقوم باضافة رسالة النجاح التي هي ستكون ماذا? اه. يعني رسالة نجاح. اي رسالة نجاح. اذا مرة اخرى نجرب. فاذا تحديث. ما شاء الذي حصل. اوكي. فاذا الان ساكتب اي شيء. لاحظوا هناك خطأ. ما هو الخطأ? الخطأ يقول ان show is not defined. اه ما هو الشو. نعم. عفوا انا اسفوا. هذا ليس الشو. هذا يفترض this. وتحديث. مرة اخرى. اه. لماذا لم تظهر رسالة النجاح? اذا نتحقق منها مجددا. اه. طبعا. this show. اه. هكذا. عفوا. خطأ اخر. فاذا مرة اخرى. اذا تحديث تحديث. فاذا ظهرت رسالة النجاح. فاذا ممتاز. ممتاز. فاذا استطعنا الان ان نقوم بادارة هذا النموذج. والتحقق بالجهة من الوجود هذه العناصر. طبعا يمكن ليس فقط ان تتحقق انه يمكن ان تحقق من طول العنصر او عدد محارفه او عدد محارف الباسورد مثلا تكون اكثر من ثمانية. يمكن ان تجرب كل هذه الامور بهذه البساطة. فقط بهذه البساطة. وبعد الانتهاء من هذا يمكن ان نكتب هكذا. ان نحن سنرسل الديتا للسيرفر. طبعا نحن لن نرسلها الان ليس لدينا السيرفر. لكن اه الان يمكن بعد ان اخذ الديتا من جاواسكريبت ان ارسلها للسيرفر. الان اه اريد ان اخبركم شيء اخر. ففي الاعلى هنا بالهيد تاج. اريد ان اضيف style. style tag. ومثلا اريد انضافة class red. وفي اللي class red ساقطي background red. والcolor white. يمكن ان اضيف لها بعضنا البادنج. وبعض من ال border radius. اربعة بيكسل. واريد اكرار هذا نفسه. لكن ساسميه green. وهنا ستكون background green والباقي نفسه. طيب. فالان لاحظوا لدينا message هنا. هذه الميسج انا اريد اضافة لها اه plus معين. red وgreen. يعني اريد اضافة لها class. red اذا كان ال error موجود. وgreen اذا كانت النجاح موجود. فكيف ذلك? كيف يمكن ان اقوم بذلك? فبداية انا احتاج ان اضيف class لها. فضلا هذا ال class الموجود هنا اسمه class او هذا ال class هو attribute. ومسج قيمته. ولكن هي كلها static. يعني هذا ليست variable موجود مثلا لدي في الادنى هنا اسمه message. لا هذا هذه message. كلمة message. وهذا class اسمه class message. فاذا ارد ان احول هذا ال class او اجعل هذا ال class dynamic ياخذ قيم فعليا state معينة. فينكر ان استخدم شيء اسمه binding. ونفس فكرة الباقي كيف انكتب مثلا اكس داش اون اه مثلا. نفس الباقي يوجد لدينا شيء اسمه اكس ونقطتين رأسيتين ثم اسم الاتريبيوت الذي اريد ان اريد منه ان يأخذ القيام بشكل ديناميكي. هذا الشيء هو class. فلا مشكلة ان يكون لدينا class static الان يأخذ المسج كما هي. ولدينا ايضا class dynamic. يقوم باخذ بداخل القيام. فعلا ليست مجرد قيم static. الان سنرى. فيمكن انا مثلا ان اكتب بهذا الشكل. ان اضيف مثلا هنا اه object بهذا الشكل. اكتب اريد تطبيق class red اذا كان show error true. بهذا الشكل. لاحظوا? انا اعرف يربع ما يكون هذا معقد. لكن سيضح. يعني مع التدريب سيكون اوضح. فإذا الان لاحظوا. لاحظوا مش شيء الذي حصل. تطبق class red. لكن مجرد ان اكتب كل شيء لاحظوا لن يتطبق class red. انا اريد الان ان class green يتطبق عند النجاح. فبالتالي هنا الشيء الذي انا ساكتبه. ساكتب هكذا فاصلة. ساكتب green. طبق green. في حالة كان show is true. هذا مرة اخرى. ساكتب. لاحظوا طبق green. لكن مرة اخرى اذا لم اكتب شيء سيظهر آآ آآ red. كأن هذا الشيء هو عبارة عن ماذا? كأنه هو عبارة عن آآ كأنه عبارة عن انا اضيفها بشكل ديناميكي. فهذه تجعل من تجعل من الشيء الذي انا يعني استخدمه هنا يأخذ قيم ديناميكية. ماذا يعني قيم ديناميكية? يعني شو error يمكن ان تكون true يمكن ان تكون false. جيد. هي ليست كلمة شو error. شو هنا ليست هي كلمة بحد ذاتي. هي هي متغيض. هي حالة. ويختلف تختلف هذه الحالة حسب مسار التطبيق. ربما تكون true ربما تكون false. اذا اردت ان اأخذ هنا بالاتريبيوتز بالاتش تيميل قيم ديناميكية فانا استخدم البايند. طبعا لها اختصار ايضا. الاختصار هو ايضا ما هو فقط تكتب هكذا نقطتين رأسيتين وكذا. اه وهنا دعونا نضيف مارجن بوتن اثنان بيكسل وهنا ايضا بالرد كذلك. وايضا اريد اه تقليل البادن لانه يعني كبير جدا. والتالي مرة اخرى نرى. فاذا بالرور لاحظوا ها هو. هو ممتاز. جميل جدا. ها هذه الصورة. طيب. الان اذا ارد مثلا اعرض الصورة هنا للدعي فربما يمكن ان اقوم بكتابة هنا اه امج واضع السورس الخاص بها هنا. يعني هذا هو السورس. اخد اخذ هذا السورس من هنا. واقوم بلسقه هنا. بهذا الشكل. واكتب مثلا امج. دعوني اعطيها مثلا. حتى مئة. وهايت مئة. فاذا الان مرة اخرى. فاذا لنرى. فاذا هذه الصورة. راحظوا هاي الصورة. فهذه طريقة لاضافة الصورة باشتعمال. شيء بسيط جدا. اه عادي جدا. لكن ماذا لو انا مثلا هذه الصورة مثلا نفسها. هذا الرابط انا قمت الاحتفاظ به بحالة هنا لدي. ربما اجلب الصورة من من السيرفر. فيمكن ان اكتب امج يوريل لهذا الشكل. واضيف هذا الامج يوريل. طبعا هذه نقطتين لان هذه اوبجيكت. فكيف يمكن ان اقوم بوضع هذه الصورة هنا. كيف يمكن ان اخذ اليوريل من امج يوريل. فبكل بساطة السورس اجعل له اجعله الديناميكي. اجعله الديناميكي. اجعله الديناميكي. واخذ منه الامج يوريل. لان هذه الامج يوريل موجودة هنا. هذا اللي نرى. لاحظوا ظهرت الصورة ايضا. اه والشيء الثاني الذي يمكن ان اقوم به باختصار هنا. انا اكتب الام بهذا الشكل. بدون اكس داش باين اكتب مباشر. بهذا الشكل ستظهر ايضا الصورة. ففكرة هذا ان اذا اردت ان اضيف مثلا اه اج تيميل اتريبيوت يمكن ان يكون عادي. رقق شيء عادي. يعني مثلا هنا النص البديل هو اج تيميل عادي. ها هو. لكن اذا اردت مثلا من هذا ان يكون ديناميكي بكل بساطة علي اما اضيف له هذا وبالتالي هنا سيأخذ مثلا هكذا وبالتالي هنا سأكتب مثلا هنا اكتب ان هذا هو النص البديل. فاذا الان لاحظوا ما الشيء الذي يحصل. سيظهر له النص البديل الذي انا ادخلته بشكل ديناميكي. ها هو واضح? هذا هو. هذه هذه القيمة وطب جاءت من اين? جاءت من الباين. اه يمكن ان اكتبها بشكل عادي او ممكن ان اجعلها ديناميكية باضافة او هذه النقطتين وثم اسم الاتريبيوت لجعلها تأخذ قيم اه معينة. من ال ديتا الخاصة بالباين التي يعيدها الباين. انا الان ساقوم بمسح الاشياء التي كتبتها. ونبدأ شيء اخر اه جديد بالهنا. وربما امسح كل هذا. طيب. الان انا مسحت كل شيء تقريبا كتبته. وساكتب شيء جديد. هذا الشيء الجديد هنا ساقوم باضافة حالة جديدة اسمها ايتمز. وهذه الايتمز هي عبارة عن اري من مثلا اه من اوبجيكت. كيف يعني اري من اوبجيكت? يعني هكذا. ففيها الاي دي مثلا واحد. سيكون فيها اه منتجات. مثلا سأكتب برودكت وان. وسيكون فيها البرايس مثلا خمسين. بهذا الشكل. واضح. وانا ساقوم بتكرار هذا اكثر من مرة. اه مثلا هذا ستكون نكررها مثلا خمس مرات. وهنا سنقوم بالتغيير. اذا هذا اثنين وهذا اثنين. هنا يكون سعر هذا المنتج مثلا ستين. اه وهنا سبعين. هنا المنتج الثالث. وهنا اربعة. وهنا اربعة. وثمانية مثلا. هذا ساجعل البرايس لها زيرو. زيرو. والآي دي لهذا ستة. والستة هنا. خمسة خمسة. فاذا فقط مجرد عادية جدا. هذه الايتمز اه فيها فيها اي دي فيها تايتل وفيها برايس. اه فانا فعليا اريد عرض هذه الايتمز. اريد عرضها بالاتج تامل. كيف يمكن انا عرضها. فبداية لنبه. فيونجر انا اكتب مثلا هكذا. واكتب وهي عبارة عن قائمة. فسأضيف يو ال. وانا فعليا بكل الاي او الايتم يعني. سأضيف اسبان. وهذا الاسبان فيها البروداكت تايتل. وهنا البرايس ثم يو اس دي بالدولار يعني. الان هذا يفترض لكل منتج ان يكون له ال اي صحيح? طيب. فانا اريد ان اقوم بالدوران حول هذه الايتمز واحدة والاخرى. لان هذه عبارة عن. فكيف ذلك يمكن بالبين ان اقوم بذلك. فيمكن ان او يتم ذلك من خلال انتاج او كتابة اه وسم جديد او تاكس جديد اسمه بهذا الشكل. قبل العنصر الذي اريد تكراره وبعده طبعا اغلقه. يجب الاغلاق. فتح التاك والاغلاق. بداخل هذا يمكن ان اكتب شيء. اسمه كأنها ويساوي وهنا سنستخدم ايتم اين ايتمز. اه ما هذه الايتمز? هي نفسها الاسم هذا. بضعا ايتمز. فكل ايتم بهذه الايتمز نحن نريد ان نقوم بالدوران حولها. فا ايضا نحتاج ان نضيف كي لهذا العنصر. فالكي سيكون هو الايتم. لاحظوا كل ايتم من هذا هي الاوبجيك. هي واحدة من هذه الاوبجيك. فكل واحدة منها لها اي دي. وبالتالي يمكن ان ادخل لهذا الاي دي من خلال الايتم دوت ايتم. الان بالنسبة لهذه الاسمان. اذا ارد ان اعرض الايتم تايتل. فبتالي يمكن ان نستخدم اكس داش تكس. صحيح? واكتب ايتم. والايتم لها تايتل. فيمكن ان اكتب دوت تايتل. وهذا نفس القصة باكس داش تايتل. والايتم لها فيمكن ان اكتب هكذا. فلنرى النتيجة طبعا نحفهم. ما هو هناك خطأ. هذا ليس لها دعا. هكذا جيد. فاذا هذي الاي. هذا اغلاقة جيد. فاذا الان اذا قمت انا بالتحديث نرى. فاذا نلاحظوا هناك خطأ. هذا الخطأ يقول ان اه لا يمكن الدخول. فما الشيء الذي حصل فعليا. الشيء الذي حصل فعليا هو انني اقوم باضافة كي لكل عنصر مميز. هذا الكي هو ايتم دوت اي دي. لكن الشيء الذي انا قمت به عن طريق الخطأ انتجت اه ايتم با اي دي واحد. وايضا في الادنى كان هناك ايتم بنفس الاي دي. وهذه كانت المشكلة. يعني نقوم بنسخ ولسخ. فيجب الاي دي ان يكون مميز. فالان اذا قمت بالتحديث لاحظوا سيختفي الخطأ. والان مرة اخرى ظهرت لنا هذه الايتم. فاذا اه كذا. وبرودكت تو كذا. والى اخره. فتم فعليا عرض الايتم التي هي من اه بداخل طبعا ربما تتساءل تقول طيب ما الفائدة ان اقوم بعرضها كلوب في هذا الشكل. الفائدة هي لن تأتيك الان. عندما تقوم بالربط مع السيرفر وتجلب العناصر من السيرفر فهنا يمكن ان تقوم بداخل هنا فانكشن مثلا تجلب الديتا من السيرفر. مثلا تقوم بمعين تجلب الديتا. هذه الديتا تكون هنا وانت تريد ان تعرض الديتا هنا. كيف ستقوم بذلك. فيمكن ان تستخدم الفور اه لهذا الشكل. احيانا تريد ان تعرض الايتم بشرط معين. يعني انت لا تريد مثلا ان تعرض الايتم كلها جيد. تريد فقط مثلا ان تعرض التي سعرها فوق الخمسين مثلا. ما هي الاسعار التي لدينا? فوق السبعين مثلا. فقط تريد العرض الايتم التي سعرها اكبر او يساوي سبعين. فهنا يمكن ايضا ان تقوم بفتح هكذا. واكيد تغلقه. تتأكد من اغلاقه في هذا الشكل. لاحظوا فقد لدينا هنا. للفور ولدينا الان هنا جديد. هذا بداخله يمكن ان اكتب اكس داش اف حتى اكتب الشرط. واكتب الشرط هو التالي هو ان اريد ان يكون اكبر او يساوي سبعين. فاذا كان اكبر او يساوي سبعين? يتم العرض. غير ذلك لا. فظلنا نرى النتيجة. فظلنا لاحظوا فقط تم عرض لي الذي اكبر سبعين والثمانين. طبعا يمكن ان اكتب مثلا اكبر من زيرو. حتى لا يتم عرض لي العناصر الزيرو. فاذا قمت بذلك لاحظوا مرة اخرى لن يتم عرض لي العناصر التي هي اه زيرو او التي هي مجانية مثلا. سعرها زيرو. هكذا الشيء الذي اقصده. ففعليا هذه هي الاساسيات الخاصة بالباين وكيف تستخدمها. هذه الاساسيات فعليا. لن يعني على الاغلب ستستخدم هذه الاشياء. لن تحتاج اكثر منها الا بعد مدة من الاستخدام ربما تحتاج اشياء اخرى. فاذا الان نحن سنتعلم المزيد من التعليمات المتقدمة بالباين ومن هذه التعليمات هي الاكس داش اتش تامل. فاذا لنتعلمها اه معا. فبداية هذا هو الاتش تامل مجددا. هذا الاسكريبت الالباين. وهنا بالبادي تاج يمكن ان اكتب انا اه الشيء الذي اريد. بداية انا ساقوم بانت لالباين. باضافة هنا اكس دا وسا اضيف هنا فنكشن. ساسميه اه في قبل نهاية البادي تاج يمكن ان اقوم بفتح اه سكريبت. وبداخل السكريبت ساقوم اقوم بداخله. ساقوم بانشاء فنكشن. هذا الفنكشن سيكون اسمه اه وهذا الفنكشن يجب ان يعيد اوبجيبت معينة اه من الديتا. فانا ساعيد التايتل مثلا. وساكتب بالتايتل اه فوس تايتل. وايضا ساعيد شيء اسمه كونتنت. بالكونتنت هنا طبعا يمكن ان اكتب اه يعني يمكن ان اكتب هنا بوست كونتنت عادي بهذا الشكل. طبعا هذا الشيء نحن تعلمناه كيف يمكن ان نضيب هذه اه على الواجهة بالبادي تاج بكل بساطة نكتب اتش وان بهذا الشكل. وهنا نكتب اكس تكست وهنا نكتب تايتل. بالنسبة بالنسبة للبارغراف او بالنسبة للبوست كونتنت. يمكن هنا ان نكتب كونتنت. اه لماذا كونتنت? لماذا تايتل? لانه كذا افضل. اه لان هنا اسمه تايتل وهنا اسمه كونتنت وهذه كلها محافظة بالانت ديتا وهي لها دخول او لها صراحية دخول على الديتا المعادة من هذا الفنكشن التي هي تايتل و كونتنت. فالتالي يمكن ان نكتب. فالتالي هنا اذا قم بالتحديث هكذا لاحظوا سيظهر للبوست تايتل وبوست كونتنت. سهل جدا. صحيح? سهل. ماذا لو ارأت مثلا او فعليا عندما اقوم انا بعرض المعلومات فانا اجلبها من السيربر. فالتالي عادة من السيربر يكون هو عبارة عن بمعنى انا يمكن ان يكون فيه هكذا. بداخله يكون مثلا فيه جيد. يكون بداخله مثلا اه مثلا اه دعونا نكتب this is important مثلا. نضع strong tag ونغلقه. طبعا هذه اتش تيميل. اه this is important مثلا. وهنا نكتب مثلا ايضا بداخل البرغراف tag this is not important. ونضع هادو من small tag. ونكتب هنا is not اه او not important. فانا فقط كتبت اتش تيميل والان اذا قمت وتحدثت هنا. لاحظوا ظهر ليه الاتش تيميل كما هو. طيب كيف يمكن ان اعرض هذا الاتش تيميل اه كبرغراف tag ك strong اه small. فبالتالي يجب ان اقوم باستخدام هنا بدلا من اكس داش تكست استخدم اه اكس داش اه اه اتش تيميل. وبالتالي هنا لاحظوا سيكتب this is important and this is not important. لاحظوا ظهرت بخط اصغر لانه small. اه بتاقي small. فاه. لاحظوا بالآم. هذه هي لاحظوا. هذا هو الاتش تيميل الخاص بها. فهو وضع الاتش تيميل هنا. لكن وضعها بداخل كأنه وضع برغراف tag وبداخله برغراف tag. ما الشيء الذي حدث هنا فعليا آآ بداخل الاتش تيميل يوجد برغراف. وانا كتبت هنا برغراف. لحل هذه المشكلة يمكن انا اكتب يعني بدلا من برغراف وحاول هذه آآ ديف. وبالتالي بداخل الديف سيضع هذه المعلومات. فاذا مرة اخرى. اذا لاحظوا الآن اصبح آآ لدينا هنا ديف وبداخل الديف يوجد برغراف tag آآ strong ويوجد smooth. آآ جيد جدا. يجب علينا الحرص عندما نقوم بتقديم آآ باستخدام اكس داش اتش تيميل لانها تقوم بتنفيذ الاتش تيميل كما هو بالمتصفح. فاذا كان بهذا الاتش تيميل شيء ضار فقد يؤثر على الموقع ككل. قد يؤثر على الموقع ككل والتالي علينا الحرص عند استخدام آآ اكس داش اتش تيميل. يفضل ان لا يتم استخدامها اصلا. يعني لا داعي لها الا في هذه مثل هذه الحالة. وانا يفترض ان اكون آآ يعني بوقت سابق قم بتنظيف هذا وما ساعد منه اي شيء طال. وثم اقوم بعرضه على الشاشة. الان سنقوم بآآ بشيء جديد آخر. آآ مثال آخر. بهذا المثال ساقوم بانشاء زر هكذا. بهذا الزر هنا ساقوم بتسميته شو وهاي. وهنا ساضيف اه ات كلك ايفنت. وبات كلك ايفنت فعليا او كلك ايفنت ساقوم هنا باضافة شيء اخر غير التايتل والكونتن سأسميه شو ديف. وسأجعلها فولس مبدائيا. آآ وفقط طبعا يمكن الكونتنت الذي كتبته قبل قليل ان ابقى نفسه. وهنا ساكتب مرة اخرى شو ديف. ساجعلها اه فولس. طيب. هنا سأقوم بإضافة وفيها الذي تم إضافته بالكونتنط نفس المثال السابق لكن أضفت هنا هنا بالآتكليك المشأة الذي سنفعله سنقوم بعكس الحالة يعني إذا كان إذا تم النقر سنظهر إذا لم يتم العكس سنظهرها يعني إظهار إخفاء في بذلك سنجعلها تساوي عكس القيمة السابق وهنا بالإكس بالدب سنضيف لها التي تأخذ قيمة هذا الشيء تعاملنا معه بوقت سابق فإذا لنرى لا يوجد أخطاء جيد جدا الآن إذا قمت بالشو لاحظه ستظهر قمت بها يمكن أن أضيف نوع من طبعا هدف هذا هو هو أن يعطي نوع من يعني نوع من الحركة يعني لهذا لهذه الدب فيمكن أن نضيف ذلك بهذه الطريقة نضيفها للدب هذا فنكتب هنا إكس و لنرى إذا كان هذا الشيء سيكون واضح لاحظوا هناك نوع من لترانزيشن لاحظوا يعني الإنتقاد يعني بين هذه الحالة هناك نوع من تجعل العنصر يظهر لا أعرف يمكنكم ملاحظة ذلك طبعا يمكن أن أضيف أنا مثلا أضيف مثلا لهذه يمكن أن أضيف توقيت معين أو مدة معينة مثلا المدة تكون مثلا تعاونا نقول عشرة ألاف أو يعني عشرة ألاف ملي سكند يعني عشرة ثواني فإذا لنرى كيف يبدو ذلك طبعا ملي سكند هنا فنعد فلاحظوا طبعا لاحظوا أخذت وقت طويل تريد أن تأخذ عشرة ثواني لأنه نقلل الخمسة ثواني فمرة أخرى لاحظوا الآن لاحظوا ستأخذ وقت بالظهور وبالهايد ستأخذ وقت بالاختفاق يعني خمسة ثواني أنا كتبتها بهذا الشكل حتى تستطيعون أن تروا الانيميشن يعني فيمكن أن تجعلونها أنتم ليست خمسة ثواني مثلا لا نصف ثانية فالعن نصف ثانية سيكون هذا التغيير لاحظوا سريع نوعا ما نصف ثانية يمكن أيضا أن تقوموا بالتغيير هذا هذا الترانزيشن مثلا تقوموا نضافة ترانزيشن سكيل سكيل مثلا عشرين مثلا بهذا الشكل فما الشيء الذي سيحدث هنا. لاحظوا. او مثلا يمكن ان تقومون بكأنها حدث نوع من التصغير اثناء هذا الترانزيشن. ربما غير واضح كثير بالنسبة لكم. لكن مثلا لو وضعت مثلا هنا اعتقد القيمة من زيرو لمائة. غير متأكدة. لاحظوا. اه فايضا يمكن هناك اخر خاص بالشفافية. اه الاوباسيتي. فاذا كتبت هنا اوباسيتي. واضفت مثلا اه فقط اوباسيتي هكذا. فنلاحظوا. تغيرة لترانزيشن. لكن هذه فكرة بشكل عام فكرة لترانزيشن. اذا هبنا الى سنجد ان لترانزيشن فيه الكثير من الاشياء التي يمكن ان تجربوها. الاساس هو التوقيت. ونوع هذه الترانزيشن التي يمكن ان تكون مثلا. ويمكن ايضا ان تكون خاصة بالاوباسيتي ايضا. فنلنرى هنا لدينا وهنا الاباسيتي بهذا الشكل التي تعطي احساس بالفيد كما يقولون هنا. فهذه الاشياء التي يمكن. ويمكن ايضا ان تستخدموا الديلي. ان تحدث ان يحدث الترانزيشن بعد فترة معينة. فهنا لدي قيارات مختلفة. حسب الحاجة يمكن ان تعودوا لتستخدمونه. يوجد شيء اخر. سنتعلمه الان. وهذا الشيء اه سنقوم بالديتا هنا التي نعيدها. سنعيد اه كاونت الذي يكون زيرو. وهنا سنمسح هذا. وساقوم بانشاء زر. وبالزر ايضا ساكتب اه شوهايد. انا اسميته اه لا. ليس شوهايد. سنقول اه كاونت بلس مثلا. او او اد كاونت. وهنا سنكتب اد كليك. عند 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 الكليك. نريد الكاونت ان يزيد. هنا يمكن ان نضيف تكست الذي فيه قيمة الكاونت الفعلية. فالشيء الذي سيحدث هنا لاحظه كاونت سيزيد في هذا الشكل. طبعا يمكن انا مثلا ان اقوم بشيء معين بجانب هذا التغيير. يعني الان انا مثلا اقوم بمثلا بالكاونت. سيرو واحد اثنان ثلاثة اربعة. طبعا انا هذا مثال بسيط جدا. انا اقوم بالعادل. لكن اذا وضعنا ذلك بالواقع. مثلا انا اقوم مثلا دعونا نقول اه انا اقوم مثلا افترضوا هذه قيمة الضريبة. انا اقوم بزيادة الضريبة هنا. كل مرة اقوم بكل ما انقر او اقوم بشيء ما تزيد الضريبة. فبالتالي عندما تزيد الضريبة مثلا اريد ايضا ان ازيد الشيء الاخر. الذي هو مثلا اضيفها على السعر النهائي. فاي مكان من هذا التطبيق يوجد فيه السعر. يجب ايضا ان يتغير لان الضريبة زادت من هنا. فهذا الفكرة فكرة ان انا زدت الضريبة لكن هناك تأثير على زيادة الضريبة اخر. انها ستؤثر على على الاسعار النهائية الاخرى. فهذا اسمه تأثير. هذا تأثير. هذا التأثير يكون شيء جانبي. يعني الاساس بعملي الان هو انني ازيد الضريبة. لاحظوا انا ازيد الضريبة. هذا هو الاساس بعملي الان. التأثير الجانبي انه سيؤثر على الاسعاد. فهذا التأثير الجانبي انا اريد ان اطبقه عند تغيير الضريبة. فكيف يمكن انا اخذ هذا? فهنا يمكن ان اصل على ان كلما تتغير الضريبة يحدث تأثير معين. هذا التأثير ربما اريد ان مثلا بشكل مبسط ان اقوم باطباعته على الشاشة. فاكتب هنا او اطبعه بالكونسل يعني وهنا اكتب وهنا اكتب وهنا اكتب هذا الكون. فلاحظوا الان هنا بالتحديد. فاذا لاحظوا بداية اول شيء هو زيرو الان. لكن كلما اغيره فالشيء الذي يحدث يحدث تأثير هنا. هذا التأثير حاليا هو عبارة عن لكن لاحقا بتطبيق واقعي يمكن ان يكون شيء اخر. يعني يمكن ان يكون يعني سجل. يمكن. او يمكن ان يكون ارسال هذا التأثير لمكان اخر. او رفع هذا التأثير لقاعدة البيانات. او رفعه للسيرفر. فاذا هذه هي فكرة فعليا. اه هذه فكرة اكس اه او افكت. او افكت. يعني 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 اعطيها الصراحية ان تدفل للديتا هذا التي اعادها انات. فكأنني انا اقول ان هذه كلها معرضة لالباين او الباين له حقية ان يديرها. سواء انني اضفت هنا اكس تكست مثلا او لم اضيفها اه سواء اضفتها او لم اضفها فعليا اه الباين هو يتحكم بهذه بهذا البرقراف. حق? ماذا يعني ذلك? يعني مثل انا هنا كتبت اكس تكست يساوي count. طيب لو انا كتبت هنا مثلا خارج اللواحيزوا خارج هذه اللو كتبت مثلا اكس تكست مثلا هنا يساوي اه يساوي ايضا count وكتبت هنا count مثلا не hair Lala جيد. طيب وايضا هنا في الاعلى في داخل البرقراف ساتوب count here Lala. هكذا. طيب ما الش اه sensitivity سيحدث. فاذا مرة اخرى تحديد. تحديد. لاحظوا الاول البراغراف الاول اظهر لي زيرو. لان يتحكم به. لماذا يتحكم به? لانه محاط بديتا الفاين. ها هي. والثاني ما الشيء الذي حدث? اظهر لي كاونت هير لالا. ولم يظهر لي ال اكس كاونت. هذي لم يظهرها. يظهرها بالدوم. يعني يظهرها هنا. هنا تظهر. لكن على الشاشة فقط يظهر لي كاونت هير لالا. في الاعلى انا كتبت كاونت هير لالا. لكن لم يقم اين هي? ها هي. انا كتبت كاونت هير لالا هنا. لكن قام الباين باعاد الكتابة عليها ووضع زيرو. لانه فعليا انا كتبت هنا اكس داش تيكس. فهو قام بتغيير هذا من اه كاونت هير للكاونت. الذي هو زيرو. فالفكرة التي اردت ان اقولها ان اي شيء خارج هذه الديتا هو ليس معارض لالباين وبالتالي اه يعني يتم عرضه كاجتامل عادي. ممتاز. طيب ماذا لو انا مثلا هذه هنا وضعتها جيد. وهنا ووضعتها ضمن الديف اخرى. ولاحظوا هذه الديف بداخل ديف ان الديتا وبالتالي هي ايضا معارضة لالباين. لكن انا هنا لا اريد ان يتم عرض الكاونت بل اريد ان يتم كاونت هير لا. ان يتم عرض كاونت هير لا. ما الشيء الذي يحدث? سيحدث. لاحظوا سيتم عرض زيرو زيرو. طيب ما القصة? كيف انا لا اريد هذه الديف ان يعني تكون تحت آآ رحمة الباين. فما الشيء الذي يجب ان اقوم به يوجد بالموضوع اسمها اكس اغنور. داش اغنور. اغنور يعني التجاهل. يعني انا اقول لآآ الباين اغنور هذا. رجاء لا تنظري اليها ولا تطبقي عليها. فسيتم تجاهلها. هذا مفيدة احيانا عندما يكون هناك قسم لاحظوا تجاهلتها ولم تدخلي لم تعرض لي. آآ هذا مفيد جدا عندما نريد مثلا نحن نعمل على قسم لا نريد الباين ان يقوم بالتأثير على هذا القسم. نريد هذا القسم ان يكون خاص بنا ربما نريد ان نطبق شيء اخر عليه فيمكن ان نستخدم اغنور فالباين يعرف هذه هذه هي ليست لعمله يتركها يتجاهلها ولا نطبق لها اي شيء حتى لو فيها البي. آآ الشيء الاخر الذي اريده ان اقوله. آآ لاحظوا انه اقوم بالتحديد هكذا بداية يظهر 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 يعني عند التحميل عند تحميل هذا العنصر جيد هو يأخذ القيمة يعني الرندر العادي ثم يأخذ الرندر من الباين. هذا من الاساسيات. الاساسيات انها بداية يتم قراءة اله تامل وثم يتم اه مثلا اذا كان هناك جابا سكريبت يتم عدها. الباين هي جابا سكريبت. وبالتالي بداية اله تامل هي الاساس. تظهر اله تامل. اي تغيير على اله تامل من جابا سكريبت يكون بعد ذلك. وبالتالي لاحظوا هناك نوع من يعني حتى نفذت جابا سكريبت تم وضع زيرو بدلا من كاونت هير لالا. طيب اذا اردت انا ان اخفي هذا الشيء يعني انا لا اريد ان اعرض كاونت هير لالا لا اريد ان اعرض اي شيء حتى تأتيني الحالة من الباين او من جابا سكريبت فكيف يمكن ذلك فهنا القصة. وسنكتب مثال على ذلك. طبعا الامس لان احاول ان تكون نفسها الموجودة في الموقع يعني تستفيدون منها. وهذا الشرح يكون لشرح الموقع. هنا ساكتب نيم وان عالي مثلا. ونيم تو نورس. والشو نيم مبدئيا بالاعلى ساقوم بمسح كل شيء موجود. واكتب اتش وان. الذي سيكون فيه اكس نيم اه اكس تكس هاتون. التي هي نيم وان. بداية انا لا اريد ان اعرضه. ساكتب اه اكس شو نيم. وفقط هكذا. هنا ساكتب اكس تكس تو. وهنا شو نيم. نفسها. ساغيرها لترو. نقطع ايام حتى دروها. اذا هيا علي ونورس. طيب. الان اريد ان اضيف كلاس معين. كلاس معين بستايل حتى يكون شرحي اوضح. اه بالهد تاج ساضيف استايل. وهنا ساكتب كلاس اسمه غرين. وايضا كلاس اسمه ريد. ساعطيه الخصائص التالية. الكلر ستكون وايت. بعضنا البادنج. والفون سايز يكون 18 بيكسل. اه بالنسبة لجرين لوحدة انا اريد ان يكون الباكي جراوند جرين. وبالنسبة للريد نفس القصة الريد. الان في الادنى هنا. بالاتش ون الاولى ساعطيها كلاس غرين. والثانية او كلاس ريد. والثانية نعطيها كلاس غرين. لا يهم يعني. لا يهم اي واحدة غرين او لكن هي الفكرة فقط. فاذا لاحظوا ها هو. نيم علي نيم. ممتاز. جميل جدا. طيب. الان شو نيم ساجعلها فوس مجددا. وبالتالي نعرض. لاحظوا. بداية لا يوجد ديتا لدي. يعني بداية قبل تحميل قبل تحميل الالباين. اه لا يوجد لدي نيم نورس. او علي ونورس. والشو نيم هذا غير واضحة. بالنسبة لي كبداية. كبداية. انا اقول ببداية الحالات. لكن الشيء الواضح هو السي اس اس. الذي يقول ريد وغرين. والاتش تامل. اكيد. هناك اتش تامل لدينا. الذي هو اتش وان واتش وان. ولدينا ايضا اه اه اي سي اس اس غرين ورد. هذا للمتصفح تظهر اول شيء. اه بالنسبة لنورس عالي وشوفوس هذه الاشياء بعد قليل. لماذا? لانها جاءت من الباين. جاءت من جاباسكريب. بالتالي انا لو حددت هكذا كبداية لاحظوا. لاحظتم. هناك تظهر كبداية. طيب انا لا اريد ان تظهر كبداية. يمكن ان اضيف شيء هنا بآآ الباين اسمه اكس بهذا الشكل. اه اكس هكذا. جيد. طيب. هذا كيف يعمل بداية ما هي طريقته? ان تقوم بكتابة هكذا بي سي اس اس. يجب ان تكتب هكذا. اني هذا ليس مني. هذه من طريقة كتابة الموضوع. ان تضيف اكس. وتكتب بهذا الشكل. يعني مبدئيا انت هذه الحيلة يعني هي حيلة آآ يعني ليست مختصرة على الباين. هذه الحيلة يمكن ان تستخدمها انت بوضع الطبيعي. آآ بداية ان تخفي العنصر نهائي. ثم تخفيه او طارده بجاباسكريبت. حتى تتخلص من هذا الموضوع. بالباين يقولون اضيفوا هذا الشيء آآ الموجود هنا. طبعا ما الشيء الذي انا كتبته. اعتقد آآ مسحته بهذا الشكل. فدعوني اكرر مرة اخرى. آآ آآ اتأكد كل شيء. تمام. نعم لدينا هنا. اضفته هنا انتهينا واضفت ديسبلينا. فدعا تحديث. راحضوا ظهر فقط لجرين. فقط لجرين. من هو لجرين? لجرين هو الادنى. الذي لم اضف له اكس كلوك. الذي اضفت له اكس كلوك لم يظهر نهائي. لماذا? لانا بكل بساطة انا اه منعت ظهوره بسي اس اس. بداية. باستخدام ديسبلينا. آآ الآن لو اضفت للجرين هذا اكس كلوك هكذا. وقمت بتحديث. لاحظوا لاني يظهر اي شيء فعليا. آآ حتى انا اظهره. حتى انا اظهره فعليا. بآآ بشو نيم. طبعا يمكن هذا ان يحدث شو نيم ترو. آآ بزر معين او شيء معين. لكن فكرة هذا هذا التمرين هو فقط فكرته ان اهمية هذا او الموجه بالباين. واعتقد فكرتها اصبحت واضحة. اذا نستمر مع آآ شيء الاخر. شيء الاخر هو اسمه وعلى الشيء يعني انتقال. او يقوم بنقل عنصر آآ معين لمكان معين. كيف ذلك? بداية طبعا من المثال الذي طرحته في الموقع نفسه. آآ ليس بموقعنا هنا. هنا بهذا المثال آآ يوجد معين ساقوم بنسخه. وامسح الموجود هنا. واضيف هذا ما هو. هو نافذة منبثقة. آآ فهذه نافذة منبثقة لها نوعا ما سوداء. لون الخط ابيض. هناك نوع منها مش داخل عشرين بيكسل. الخاص بها سيكون ومنتصف الصفحة. يعني ندخل وسيكون هناك على الحواف عشرة آآ بيكسل. آآ حواف يعني. هذا هو فقط. اما بالنسبة للاشياء التي سنكتبها الآن. فآآ بكل بساطة انا سامسح لسكريبت هذا لان احتاجه. وبدلا آآ بدلا من اكس ديتا سنكتب هنا آآ آآ سنقوم باضافة الابجيت بدلا من عادي جدا. يمكن استخدام اي طريقة منها. بدلا ساكتب اوبن فوس. هنا ساضيف الزر. وبهذا الزر سأسميه مثلا اوبن او كلوز. هكذا. وهنا سنضيف وكالعادة سنقوم بتغيير حالته عكس الحالة السابقة. هذا هي الطريقة يعني. طيب. الآن انا اريد فعليا ان اقوم باضافة المودل بهذا الشكل. آآ وساقوم مثلا باضافة حتى تظهر. ساكتب هنا اكس شو اوبن. وفقط. ويمكن انا اكتب فيها. مثلا هنا اكتب واضيف ايضا زر اخر. يمكن انا اقوم باخد هذا الزر نفسه. هكذا. اضيفه. وهنا اكتب فقط. وان كليك ستكون هالشي الذي كتبته اقوم بانشاء زر. وهنا اقوم بانشاء مودل بهذا الشكل يظهر هنا. طيب الان لو قمت انا بالتحديث. لاحظوا. يظهر. ويمكن بهذا الشكل. طيب انا اريد ان يظهر بكلاس مودل. فبتالي هنا ساضيف كلاس مودل. او نافذة منبثقة يعني. آآ فاذا الان لاحظوا ظهر. ظهر مباشرة لانه يمكن ان اقفيه النفسة التي استخدمناها. لكن على اتحال. لاحظوا هذا هو اوبن اذا قمت في هكذا. هذا كيفية انشاء نافذة منبثقة سهل جدا. طيب. الفكرة الان. ان مثلا انا مثلا هذا الشيء. اه لا اريد مثلا اه على اساس انني اكتب مشروع كبير. اكتب الكثير من الاكوات. فلست بالضرورة. ليس هناك ضرورة ان اكتب مثلا هذا. هذا الشيء. ليس هناك ضرورة ان اكتبه دائما بداخل الدفل التي اريد او اكتبه بمكان معين. لا ليس هناك داعي. يمكن ان اكتبه في اي مكان من السكريبت. اقوم باحاطته. بتمبلت. بهذا الشكل. وهذا التمبلت. ماذا اكتب به? اكتب بهذه الشكل. انا اريد ان يتم نقل هذا العنصر او عرضه مثلا للبدي تاك. بهذا الشكل. فمرة اخرى تحديد. يفترض لن يحدث التغيير يعني على الشيء. هو نفس السابق. لكن الفكرة من هذا الموضوع هو ان اه ان اقوم انا بكتابة كود معين مثلا مثل النوافذ المنبثقة. اه مثل هذه الامور. ان اكتبها في مكان معين مثلا وانقلها للمكان التي اريد. يمكن هنا ليس فقط ان اضيف مثلا بادي تاك. او بداخل البادي تاك. يمكن ان اضيف هنا مثلا بداخل التارجت. مثلا. وهنا اقوم بانشاء بادي تارجت. بهذا الشكل. هنا فعلا سيتم نقلها للتارجت. لاحظوا. ها هي بداخل التارجت. طبعا انا بداية انا لم اكتبها بداخل التارجت. كتبتها هنا في مكان معين من الموقع. اه من الكود. لكن انا نقلتها للتارجت. الان تظهر بالتارجت. ونفس الفنكشناليتي. لا تختلف. هذا هذا يمكن ان تستخدموها كاغراض. اه كاغراض تنظيمية. تنظمون الكود اه الخاص بكم. مثلا تضعون تكتبون كود في مكان معين وتنقلونه المكان الذي الذي تريدون لاحقا. انا سنتعلم شيء جديد اسمه الخصائص السحرية. اه وهذه الخصائص السحرية اه تساعدنا بانتشاء بعض الامور. بداية انا سأضيف ستايل هنا. اه لكلاس التكست. وسنضيف هنا باكي جراوند. التي هي ستكون اه سوداء مع اه ترانس اه اه سبعة من عشرة. وهنا سنضيف الكلار وايت. فقط لا غير. بالادنى هنا اه انا اريدها فارغة. لا اريد نضيف شيء. واسا امسح هذا. طيب. الان ساضيف بيرغراف هنا. ساعطيه كلاس تكس الذي انشأته قبل قليل. وساستخدم هنا لاحظوا. هنا ساكتب بداخل بيرغراف change me. وهنا ساستخدم event جديدة. نحن تعلمنا click. تعلمنا submit. هناك شيء اسمه ماوس انتر. ماوس انتر يعني عندما مثلا لدينا هنا عنصر تدخل الفقرة هكذا لهنا. هذي اسمه ماوس انتر. ماوس انتر عندما تغادر. اذا حادثة ماوس انتر تدخل العنصر. ماوس انتر يعني ماوس انتر تدخل. ماوس انتر تخرج. اه فعند الماوس انتر يمكن انا اكتب مثلا console.log1. نجرب هذا. اذا تحديد. لاحظوا واحد. لاحظوا هنا فهرة واحد. دعونا نجرب مثلا بهذا الشكل. ونكتب ماوس وهنا اتنين. اذا ماوس انتر هكذا. ماوس ليب. لاحظوا اتنين. ماوس انتر واحد. ماوس ليب اتنين. ممتاز. فاذا هل فهمنا فكرة ماوس انتر? ماوس ليب. طبعا هذا العنصر الذي لدينا هذا. هذا العنصر الذي يطبق عليه ماوس انتر ماوس banquet هذا اسمه او عنصر صحيح. هذا العنصر نفسه يمكن ان ادخل الي من هذا العنصر نفسه من خلال شيء اسمه . ويعني هذا العنصر نفسه. ادخل اليه بهذه الطريقة. بيمكن ان اغير هذا. هو قال لي change me. فدعونا نغيره. يمكن ان اكتب هنا تكست كونتنت. تكست كونتنت. وهي بجابا سكريبت. هنا لك تكست كونتنت. هنا لك فيمكن انا اجعلها فقدت تساوي وادخل هنا. غيرت عند الماوس انت. بدلا لاحظوا. جيد. لكن انا عند ماوس leave اريد ايضا ان اغيره. وانا يمكن انا اكتب element content text. واكتب هنا changing view مثلا. او نعيدها كما هي change. اه نعيدها كما هي change me. فمرة اخرى تحذير. فاذا عند الدخول you are change. عند الخروج you are change. عفون لم تتغير على ما يبدو. change me اه هالكتب قطع. ماوس leave content text. تكست كونتنت. لاحظوا. تكست كونتنت. فاذا الان change me you are change change. تلاحظوا. جميل صحيح. الان للموضوع الاخير. وهنا ساقوم بادخال data هنا لدي. ساسميها state. او state. ساجعلها false. اه ساضيب هنا button هنا زر. وساكتب في change the text. ويمكن ان اضيف هنا paragraph هكذا. وسا اضع بداخل الparagraph هنا. سا اضع مثلا reference text. فاذا الان اصبح لدي reference text. من البطن انا اريد تغيير text لل paragraph. فبالتالي هنا ساكتب add click عند click. فيمكن الان انا اقول عندما يتم النقط انا اريد تغيير هذا text. فبالتالي ساصل لهذا text من خلال اه شيء اسمه وهو reference. يعني بالاسم الجمع. لان الان انا وضعت هذا reference text. فالان الوصول من هنا. dot text. الذي هو هذا. وارد تغيير هذه الالمنت اريد تغيير text content. اريد ان اجعلها change. فاتمنى هذا صحيح لنرى. فاذا هذا all text. الان تغيرت لاحظوا في change. طيب. الان يمكن مثلا ان اقوم بشيء اخر. ان عند ال click. اريد تغيير الحالة للحالة السابقة. فبالتالي اطلب state. تساوي. عكس الحالة السابقة. واقوم باضافة semicolon. وثم اريد ان اعرف اذا كانت ال state هي true. فانا اريد ان يتم التغيير التكست بهذا. اه بهذا الشكل. اه لكن اذا كانت false. فاذا هذا. اذا كانت true. سيتم التغيير بهذا الشكل. اذا كانت false. فانا فعليا. ساجعل هذه الرفرنس. dot text. dot text content. تساوي القيمة والتي هي old text. فاذا الان تمنى لا يوجد خطأ. خطأ. اذا change text لاحظوا عندما انقر مرة ثانية. الشيء الذي سيحدث سيتغير من القديم للجديد ومن الجديد للقديم. مرة اخرى ساوضح لكم الشيء الذي كتبته. ال click هنا يمكن ان اضيف function. اضيف function واقوم بالتعامل معه. او يمكن ان اضيف تعليم واحدة. مثلا ان اغير حالة مرة واحدة. اه. او يمكن ان اقوم باكثر من عملية معا. اذا اردت ان اقوم باكثر من عملية معا. يمكن ان استخدم ان افصلها بالسيمي كولون. بالفاصلة المنقوطة. فانا هنا غيرت الحالة الحالة التي اه عكس الحالة السابقة. وثم طبقت تعليم اخرى. هذه التعليم الاخرى قلت فيها الشيء التالي. قلت اذا كانت هذه ال state true is true. هذا اذا كانت true فطبق هذا الموضوع. هذا الموضوع اجعل قم بالدخول الى كل كل المراجع. وتحديدا المرجع الذي اسمه تكست. الذي انا علمته هنا تكست. وقم بالدخول لخاصية تكست فيه وغيرها لتشينج. على ذلك يعني اذا لم تكن true فقم بالتغيير نفس الموضوع للالتكست. يعني اعقم باعادته للالتكست. وهذا الشيء الذي حصل هنا. هل هذا واضح? اه هل يوجد سؤال حول هذا الموضوع? ممتاز. اه فاذا اه انتهيت فعليا من الشرح هذا الموضوع. فالخطوة قادمة بموضوع الباين هي ربما مشروع مصغط. الان سنقوم بمشاريع عملية على الباين دوت جي اس. اه والمشروع الاول سيكون اسمه كاريكتر كاونت. قبل ان نبدأ بالمشروع. كل الكود سيكون في هذه الصفحة في الجيت هوب ستستطيعون الوصول آآ الكود. زاد انني اذكركم بالدليل الشامل بالموقع. اذا ذهبتم لموقعي وصفحة دليل الشامل اطفاين دوت جي اس. يمكنكم آآ التعلم الاساسيات والاكواد التي كثبناها بوقت سابق آآ هنا. يمكنكم تعلم من هنا. وايضا يمكنكم تحميل آآ هذا الدليل كبدي اف عندما تنقرون على ساقوم بتحميل الدليل كملف الكتروني وسيكون هذا هو يمكنكم التعلم بشكل طيب. بداية في آآ مكان عملك ملفاتك مكان عمل ملفاتك. قم بانشاء مثلا ملف اسمه او مجلد او فولدر اسمه الباين دوت جي اس او اي اسم. ليس بالضرورة ان يكون له اسم. اي اسم تريد. اذهب لهذا المجلد الذي تعمل عليه. هنا ساقوم انا بانشاء مجلد اسمه بروجيكت. آآ بداخل بروجيكت سا اذهب الى بروجيكت. لاحظوا هو فارغ. ساقوم بانشاء مجلد للبروجيكت الاول. الذي اسمه كاريكتر كاونت. فانا ساسمي البروجيكت بهذا الشكل. ساسمي واحد داش على اساس ان هذا المشروع الاول الذي ستقوم به. والذي اسمه كاريكتر كاونت. اذا ذحب الى المشروع هذا الاول. فهنا ساقوم بانشاء آآ ملف اسمه. ولاحظوا ها هو. مرة اخرى. ايضا ساقوم بانشاء مجلد. آآ هذا المجلد اسمه وبداخله ساقوم بانشاء مجلد اسمه نفس القصة سانشاء ملف اسمه آآ 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 ساقوم بانشاء مجلد يعني اسمه جاوس. آآ جي اس يعني جاوس كريب. بداخل الاسد ساقوم بانشاء مجلد. آآ بداخل الاسد هنا لك الساس ساقوم بانشاء بداخل السياس اس ملف اسمه style dot css. وبداخل جاوس كريب ملف جاوس كريب ساقوم بانشاء ملف اسمه script dot jays. فاذن الان لو قمت انا بعرض بالملفات ستظهر بهذا الشكل. فاذن الاسيتس. css style dot css. وجاء و جاءس سكريب دوت جاءس بداخلها. وملف الاندكس. فاذا هذا هو لهذا المشروع. وايضا لكل مشروع. يعني كل مشروع في هذه السلسلة. او في هذا الفيديو سيكون نفس نفس النصف. يعني الشكل. ممتاز. الان لدينا هذه الملفات. ساقوم بفتح ملف وبداخله ساقوم بفتح لان انا اتعامل مع وهنا قم بفتاح طبعا هكذا. اه ملف اتش تامل عالي. بالتايتل هنا ساكتب ان هذا هو تايتل اسم التروجيكت كاريكتر كاونت. اقوم بلينك للملف الذي اسمه و ايضا ساضيف خاصة لتدعم ريسبونس. يكون هذي صفحة فسنكتب name viewport. وبالcontent لهذا ستكون with device with هكذا. و initial سنكتب initial scale سيكون هو واحد لهذا الشكل. طبعا هنا with مرة اخرى device with و initial scale صحيح. ايضا اريد ان اقوم باللينك لالبين مكتبة البين. فسنكتب script. هنا سنكتب different. وسنكتب source اه هنا. هذا هو source لهذا السكريبت. اذا هنا في ال body tag. اه فقط ساكتب اه اه اتش وان اي from the new project. وتأكد ساقوم بفتح هذه الصفحة بداخل اه اه متصف. فاذا لاحظوا اه تم الكتابة بشكل جيد. فاذا اه 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 from project. طبعا انا كتبت هنا project. اه باضافة مثل css بسيط او structure html مع css بسيط لهذا. فبداية انا ساقوم بانشاء dev اسم بclass container. وهنا ساقوم بانشاء بداخلها inner container. وهنا سيكون لدينا اه اه بclass heading. وسنكتب character count بهذا الشكل. ومبدعيا فقط هذا الشيء اللي اريد انجازه. فاذا لنرى النتيجة. فاذا هذا هو character count. اه بملف ال style هنا. ملف ال style انه هو. سنقوم باضافة بعض ال styleات. طبعا انا لدي هنا ملف style انا قمت كتابته مسبقا. فيمكن ان اقوم بالنسخ لصف. واخبركم عن اه معناه. حتى يكون البث سريع او الفيديو هذا السريع. فهنا هذا هو الذي كتبته. فسأخبركم عنه قليلا. فبداية ال style انا قمت ب اه css resetting اسمه اعادة وضع css حتى نمح css الذي يضيفه المتصفح ونضيب css الخاص بنا. اه فالشيء الذي كتبته هنا ان اقوم بجعل الهوامش الخارجية زيرو. العوامش الداخلية زيرو. اه قم باضافة font size. اه و اه line height للخاط هنا اه اه ارتفاع السطر يعني سيكون واحد ونصف من الفونت size. يعني الفونت size one rim فهذا سيكون مثلا واحد ونصف rim. ال rim الواحد بالشكل الطبيعي هو ستة عشر بيكسل. اه وهذا ضرورية ايضا ال border box. حتى يحسب البادنج مع حجم اه مع عرض الى 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 الكونتينر او الحاوية وهنا جعلت ال body كله له background باللون معين تقريبا نوع رمادي. وهنا بالكونتينر خاص بنا سعلته اه background white. هنا لك اه border radius. قم بتحديد ال width الخاص به. واضفت حامش اه خارجي. فهذا هذا فقط تقريبا. فهذا نرى فضلا نلاحظه سيظهر بهذا الشكل. الهدف من هذا المشروع هو ان انا بكل بساطة نريد ان نقوم باضافة هنا text area. وكل ما يكتب الشخص ان يقوم بعد العد الكاريكتر وعد عد المحارف وعد ايضا الكلمات. فكيف ذلك? فبكل بساطة هنا بالكونتينر الكبير هذا او الرئيسي. ساكتب اكس ديتا. انا لدي الباين ويمكن انا استخدم اكس ديتا. وساقوم بانشاء فنكشن اسمه انت الباين. طبعا. هذا الفنكشن اه اين سيتم كولنج له? طبعا. او اين سيتم كتابته عبوا. اين سيتم كتابته بداخل السكريبت هنا. فبداخل السكريبت هنا ساقوم ب اه اه ربط السكريبت الذي كتبته قبل قليل. الموجود باسس جي اس سكريبت دوت جائز. هنا بداخله هذا ساقوم بانشاء هنا فنكشن اسمه انت الباين. وساعيد اشياء ديتا منه. فاذا هنا سنكتب فنكشن انت الباين او الباين انت. ما الشيء الذي اسميته انا سيت انا. اسميته انت الباين صحيح. وهنا ساقوم بريتيرن ديتا اه منه. ممكن ان اعيد مبدئيا. عفوا مبدئيا. وهذا فقط. فاذا اذا عدت الان للانديكس الذي لدي هنا. فبكل بساطة اريد اضافة كما اخبرتكم. فلنقم باضافة ايضا هنا ساكتب ايضا. اه ساعطيها ايضا. هذا انا قمت له بالشيط الذي نسقتها ولصقتها. طبعا ربما تقول من اين احصل على الان بعد قريب سالفع هذا الكود لجيتها. فسترونه وسا اريكم كيف يمكنكم الحصول على كل الكود. اه ممتاز. طبعا الان انا ساقوم اريد باخذ التكست الموجود هنا. فكيف احصل علي? ساحصل علي من اكس داش مودل. تعلمنا هذا بوقت سابق. وسنسمي تكست الذي هو نفسه الذي كذبته هنا. منتاز. طيب. اه هذا فقط. ايضا اريد ان اضيف هنا الزر. هذا الزر يكون هو عبارة عن زر اللي حتى اقوم بتقديم البيانات التي لدي. ساعطي هذا الزر الذي قمت ايضا بالسايلينج له بالستيلشيط. وهنا ساكتب اتكليك سبمت تكست وهنا ساكتب اه سبمت. فاذا هنا بالسكريبت الذي لدي ساقوم باضافة سبمت تكست هنا. وعند السبمت انا اريد ان احصل على هذا التكست من خلال دوت تكست. حتى احصل على القيمة هذا. وانا للتو ربطت هذه القيمة من خلال الاكس مودل. فذلنا للنتيجة فاذا تحديد. اه بداية نبقى مع اذا كان هناك خطأ بهذا الشكل. هل يوجد خطأ? طبعا اذا كان هناك خطأ سيظهر هنا. اه لا يوجد خطأ. هذا الشيء جيد. فاذا الان مهما كتبت هنا تلاحظوا انا اكتب انا اكتب كذا كذا. صبمت يفترض ان تظهر النتيجة هنا. ها هي. طبعا مرة اخرى مثلا اذا قمت صبمت يفترض ان يظهر ايضا هنا. طيب. الشيء الذي انا احاول ان اقوم به هو التالي. اه هو انني اريد ان اقوم بعد عناصر هذا التكست. يعني ماذا يعني عد عناصر? يعني عد محارف هذا الناص الذي يدخله الشخص عند الاضخاء. يعني الشخص يكتب انا اريد ان يظهر له هنا اه في الادنى عفوا. شخص يكتب هنا في الادنى اريد ان اقول له انت ادخلت اه كذا كذا اه حرف وكذا وكذا كلمة. فكيف يمكن ان اقوم بذلك? فلاحظ. ادنى التكست هنا ادنى التكست اريا. ساقوم باضافة اه اه باريغراف بكلاس اسمه هلبر تكست. وانا مرة اخرى كل الكلاسز هنا يوجد لديها خواعد بالستايل دوت سي اس اس. كلها. مثلا اه الهلبر تكست هنا لاحظوا هذا هو لونه. ممتاز. فاذا الان بالهلبر تكست هنا ساقوم بكتابة هذا الشكل. سأكتب هنا. اه هنا ساضيفه. اه مثلا هكذا. هذا يجب ان اقوم بحفظه بمتغيء بحالة صحيح. وضعها بالسبان. فيمكن ان نسمي هذا كاريكتر كاونت. هذا لم انشئها بعض. يجب ان انشئها الان. وايضا يمكن انا اكتب له وورد كاونت. ايضا ساقوم بحساب الورد كاونت. او التالي هنا ساقول له وورد كاونت. طيب. مدى ساقوم انا بهذه العملية? عندما يتم الادخال. يتم الادخال يعني على اين يتم الادخال? على تكست اريا. فالتالي هنا يوجد افنت يمكن ان احسابها. التي هي انبوت. او يمكن اراقبها. فعند الانبوت كل ما يكتب انا اريد ان اقوم بتنفيذ فنكشن اسمه كاونت. فالان لنقعد للسكريبت ونطبق. فالان علينا ان ننشئ هذا الفنشن. وعلينا ان ننشئ ايضا الكاريكتر كاونت والورد كاونت. فاذا ذهبنا الى السكريبت دوت جي اس هنا. فبالنسبة الورد كاونت. مبدئيا يمكن ان اقول هي زيرو. لان بداية هو يعني لم يدخل شيء. اه بالنسبة الكاريكتر كاونت يعني عدد المحالة. فارضا مبدئيا هو زيرو. صحيح? صحيح ام خطأ? فالان اكتب هنا مثلا تعليق سبمت فونكشن. وهنا كاونت فونكشن مثلا. وهنا اكتب فونكشن اكتب كاونت. وهنا سيتم العد عند الادخال. فساكتب ان عند الادخال هنا الشيء الذي اريد انا اقوم به اريد عد الكاريكتر كاونت. فالان this كاريكتر كاونت لان انا عرفته هنا هذا. this كاريكتر كاونت ستكون تساوي ماذا? صحيح ستكون تساوي عدد محارف التكست هذا. لان كلما يدخل سيتم اه تحديد هذا التكست. وبالتالي انا ينكر انا اكتب this كاريكتر كاونت تساوي this text اه دوت لان. فقط. صحيح? اذا لنرى اذا كان هناك خطأ. اذا تحديد. لا يوجد خطأ. اه ولاحظوا يقول you have inter كاريكتر كاونت زيرو وزيرو. لكن الان عندما اكتب لاحظوا يزيد عدد الكاريكتر. يزيد. لاحظوا هذا. هكذا اوضح النسبة لكم. يزيد العدد هنا. اه بالنسبة للورد كاونت ايضا بنفس هنا. يمكن انا اقوم انا باآ عدد. لكن فيها بعض ما الصعوبة قليلا كيفية القيام بدالك. بداية نحن هذا التكست سنقوم بترمي له. الترمي له ماذا يعني اللي ترمي? اللي ترمي يعني انك انت بداية هذا التكست اذا ادخلت فراغ هذا لن يتم عدده. وادخلت بعد هذا فراغ يعني حذف الفراغ في بداية وفي النهاية. هذا يعني ترامب. ترامب بداية ونهاية. فأنا بداية سأقوم بترامب للتكس حتى لا أقوم بعد الفراغات. الشيء الثاني سأقوم به ماذا؟ بتحويل هذا الرأي. كيف يتم تحويل الرأي بجابا سكريبت؟ كيف ذلك؟ من خلال فنكشن سبليت. فعلى أساس ماذا أنا سأقوم بسبليت؟ على أساس الذي هو التالي. فإذا الآن سأدخل هذا بهذا الشكل. أكتبه مثل ما أنا أكتب. وأنا سأقوم بعد الكلمات بهذا الشكل. طبعا الكلمات التي لا تحتوي على أو الكلمات الفراغ لا يعتبر كلمة. طب بعد أن قمت بسبليت. الآن أصبحت لدي الرأي. فأنا أريد الفلتر هذه الرأي. جيد. وفقط أأخذ الكلمات التي عدد حروفها أكبر من زيو. جيد مرة أخرى أنا لا أأخذ الفراغ. وحتى أقوم بالحساب بالنهاية كم تبقى لدي؟ كم عدد عناصر هذه الرأي؟ سأقول .لين. التالي لنرى. تحديث مجددا حتى أرى إذا كان هناك خطأ لا يوجد خطأ. يمكن أن أكتب مثلا لنرى كم كلمة أربع كلمات. فعلا هي أربع كلمات. صحيح؟ طب لو أدخلت فراغات لن يتم عدها. إذا الفراغات هنا لن يتم عدها ككلمة. طيب إذا أدخلت أنا فراغ هكذا لن يتم عدها ككلمة. إذا أدخلت فراغ في النهاية لن يتم عدها ككلمة. إذا أضافت هنا مثلا جيد خمس كلمة. فإذا ممتاز. طبعا مرة أخرى أريد أن أوضح هذا الموضوع هنا هذا الشيء الذي كتبته أنا ما هو. فإذا بالنسبة لهذا أنا قلت لكم إحدى في البداية والنهاية الفراغات في البداية والنهاية. بالنسبة لسبلت هكذا هذا يعني أن أنا فعليا سأقوم بفصل عناصر هذا الشيء حسب الفراغ. يعني بالعادة نحن نقول هكذا. إذا كان لدينا مثلا سترينج مثلا هكذا. أورانس مثلا. هذا سترينج. آآ ريد. بلو. أريد أن أخذ هذه العناصر كأري. ماذا أقول؟ أقول سترينج دوت سبلت. وأكتب أن أنا أريد سبلت بالفاصلة. فاصلة فراغ. وبالتالي سيأخذ الأورانس هو عنصر. الريد هو عنصر البلو هو عنصر. آآ وهذا ستصبح عبارة عن الريد. بسبلت. فأنا كتبت بهذه الطريقة. أنا قلت أن نقوم بالفصل أو أخذ العناصر التي بينها فراغ أو أكثر. فراغ أو أكثر. فبالتالي هنا مثلا هاي وهاو بينها فراغ واحد. وبالتالي أخذ هذه عنصر وهذه عنصر. هذه بينها مثلا نقول هكذا فراغات هكذا. أخذ هذه عنصر وهذا عنصر لأن هذا هو عبارة عن فراغ أو أكثر. ففصل بين هذا العنصر وهذا العنصر بإذا كان بينهما فراغ أو أكثر. لاحظوا لا يتم عدل الفراغ. آآ هذا شيء جيد. ليس سيء يعني ما كتبناه. لكن فعليا أنا أريد أن أقوم بشيء آخر. أضيب بعض المعلومات يعني آآ أو بعض الصعوبة قليلا. هو أن مثلا عندما يقوم بـ إذا قام بإرسال أكثر من خمسين كلمة أو خمسين محرب على سبيل المثال. أنا أريد أن نظهر له رسالة خطأ هنا. أنت أرسلت. لا يمكن أن تتجاوز هذا العدد من آآ المحارك. فكيف ذلك؟ فسنذهب مرة أخرى إلى آآ وفي الأعلى هنا آآ قبل التكست سنقوم بإنشاء هكذا. وهنا سنقوم بآآ إضافة هذا الخاص بالأرور. فسأكتب اكس تكست وأيضا أريد عرضه عندما يكون لدينا وهذا نفس القصة لكن بالنسبة النجاح وهنا آآ النجاح. طبعا هذا يجب أن أنشئه آآ بالسكريبت الخاص به. فبالتالي هنا في الأعلى سأكتب في الافتراضي آآ فولز. وهنا أيضا بالافتراضي فولز. والآن سنقوم بآآ آآ رسالة الخطأ أو رسالة الخطأ ورسالة النجاح اللي بالافتراضي ستكون وهنا أيضا بالافتراضي تكون طيب ما الشيء الذي نريد أن نقوم به هنا؟ كل بساطة الحسابات هذا ستكون عند التقديم هنا بداخل هذا. فالآن سأقول التالي سأقول إذا كان التكست أو ليس التكست الكاريكتر كاونت لأن لدينا الآن الكاريكتر كاونت الكبر من خمسين فأنا أريد أن تظهر error وأريد ال error message تكون كالتالي أن الكاريكتر كاونت عدد المحارب تجاوز خمسين كاريكتر. وأريد أن يتم طبعا return هذا الفنكشن ولا يستمر. هناك خطأ. عادة ذلك else أو حتى بدون ال else على فكرة. يعني ممكن أن تكتب هكذا. أريد عرض رسالة النجاح true وعرض عرض رسالة النجاح وكتابة رسالة النجاح التي هي أن the text has been. يعني رسالة نجاح. أي رسالة نجاح. بهذا الشكل. إذا لنرى النتيجة. دعيت أن نتأكد هلو نعلك خطأ. لا يوجد خطأ. الآن يمكن أن أكتب hi how are you جيد. الآن صحيح. صحيح الذي كتبته. الآن سيظهر لي رسالة النجاح. طيب الآن لو كررت هذا أكثر من خمسين مرة. هكذا. أكثر من خمسين لاحظوا. تجاوز الخمسين الآن. ما شيء الذي سيحدث لاحظوا. لكن أظهر النتيجتين. لكن بالأعلى كتبه أن هذا آآ هذا يعني عدد محارف تجاوز خمسين. طيب ماذا؟ هوا ظهر فعليا. لكن لم يتم تطبيقه. آآ فكيف نقوم بحل هذه المشكلة؟ دائما تعودوا هذا الموضوع أنه عند الصبمات كل مرة يتم فيها الصبمات قموا برسات لكل شيء. كل مرة ينقر على زر الصبمات أعيدوا كل شيء للحالة الأساسية وثم قموا بالمعالجة. فبالتالي هنا يمكن أن أكتب الشيء التالي أني أريد أن أعيد هذا. لاحظوا هذا نفسه. أريد أن أعيده للحالة الابتدائية التي هي show error false ولا يوجد message. وهذا لا يوجد error message يعني وهذا نفس القسم. false وهكذا. فإذا الآن مرة أخرى لو قمت أنا بالتحديد لاحظوا مثلا كتبت شيء جيد سيقول لي نجاح. آآ إذا أعدت هذا وكتبت شيء سيء أو يعني تجاوز الخمسين كاريكتر لاحظوا أعرض لي الخطأ. فإذا ممتاز الآن يعمل. آآ لكن أريد أن أقوم بتلوين هذا النص بناء على الخطأ والنجاح. لكن قبل ذلك أريد أن أقوم بترتيب شيء. هنا سأقوم بإنشاء function اسمه reset data. وسأكتب هنا reset data. وأضع فيه هذه الأشياء. يعني بدلا مثلا بعد قليل أنا أكتب مثلا البرنامج الخاص به ظهر لي أمور أخرى يجب أن أقوم لها يجب أن أقوم آآ يجب أن أقوم بإعادة ضبطها. فماذا أفعل كلما أقوم بذلك أقوم بإعادة الكتابة لا أضعها بفنكشن واحد وهنا يمكن أن أقوم بكولنج لهذا الفنكشن. أي يتم كولنج له من أي مكان من البرنامج أو أي آآ أي حالة يجب أن تستخدم بكلمة تسبقها كلمة this حتى يعرف أننا نتعامل مع آآ آآ هذا الريسيت. جيد. إذا لم أكتب this سيقول لي خطأ أن هذا الفنكشن غير معرف. فإذا مرة أخرى لو قمت أنا دعوني أنسى هذا. لو قمت أنا بالتحديد وكتبته كل شيء تمام. وإذا مرة أخرى كتبت شيء صحيح كل شيء تمام. بقي أن ألون هذا حسب الخطأ والنجاح. بكل بساطة بداخل الإندكس هنا وبداخل المسج سأكتب class لاحظوا سبقتها بنقطتين رأسيتين. هذا يعني أنني سأجعلها ديناميكية وليس موضوع static. وهنا سأكتب يساوي وأفتح إشارتي اقتباس والآن سأطبق class error إذا كان show error true. وسأطبق class النجاح إذا كان النجاح موجود. طبعا لclass هذا error وكذا موجود أيضا بالstyle. ها هو. يعني بstyle.css أنا وضعت هذا موجود به. جيد. فإذا الآن لو قمت أنا بالتحديث مجددا قمت بالتقديم لاحظوا. ربما إذا كان مثلا زيرو أقول له أدخل شيء. هذا هنا ضيفة يعني هنا مثلا نقول مرة أخرى. هذا هنا نكررها. إذا كان count يساوي zero. please provide some text. فإذا الآن لو أنا قمت بتحديث هكذا. لاحظوا كتب لي هكذا. كتبت الآن نجاح كل شيء تمام. فهذا هو المشروع. أتمنى أن تستفيدوا. الآن سأقوم برفعه على GitHub. وثم ننتقل للمشروع الذي بعده. فإذا الآن مشروع موجود على GitHub. ها هو يمكنكم النظر بالcode الخاص فيه. وخصوصا يمكنكم آآ نسخ ولصق من CSS لمشروعكم. لأنه لم نكتبه في هذا الدرس. فل هو موجود. فإذا يمكنكم النسخ واللصق. فإذا ها هو. آآ كل المشروع موجود هنا. بعد قليل سنبدأ بالمشروع رقم اثنين. المشروع الثاني هو مشروع مجر إلكتروني مصغر. فسأقوم بالظهر للمشاريع مجددا. ويمكن أن أقوم بنسخ المشروع السابق نفسه الذي قمت به. وأقوم بلصق آآ بالمشروع الثاني. الذي سيكون هو عبارة عن اسمه آآ أو بمعنى آآ المصغر. جيد. فهذا هو طبعا أنا نسخة الملفات وهذه هي الملفات آآ موجودة. آآ الصور. فإذا ها هي الصور اللي نرى. إذن إيميجز. فإذن هذه الصور. هذه الصور أنا قمت بآآ يعني قمت بتنزيلها من وقت سابق. أنت مرة أخرى ستجد الصور بالجيت هاب يمكنك تنزيلها من هناك. والعمل عليها. الآن لو قمنا بآآ مرة أخرى أريكم الملفات. فإذن الملفات بكل البساطة لهذا المشروع هي css style.css javascript script.js الصور. وملف الاندكس. نفس السيستم. فأو نفس الهيكلية يعني. فإذن الآن سنقوم بالذهاب لملف الاندكس.تعمل. ها هو. وبداخله نفس الأشياء. لكن فقط سأغير آآ عنوان هذا المشروع. الذي سيكون هو آآ اسمه مايني ستور. وهنا بالهيدنج. سأكتب ايضا اسمه المصرر. آآ ساحذف هذه الأشياء التي كتبتها هنا. هكذا. جيد. ممتاز. آآ مبدئيا سأعلق هذا السكريبت. مبدئيا. والآن دعونا نفتحه بالمتصفح هنا. فإذن لدينا المايني ستور ها هو. وسنقوم بفتح ملف الاندكس الذي هو آآ مايني ستور. آآ ايضا آآ أريد نسخ الستايلات الخاصة بهذا الستور. بملف style.css. يعني نسخ ولسق. وأنت ايضا تقوم بنسخ ولسق. فالتالي اذا ذهبنا لملف style.css. الخاص بهذا المتجر سأقوم بحذف هذا ولسق ال الستايلات الجديدة. فقط. ممتاز. هذا المتجر آآ فيه منتجات. هذه المنتجات يفترض بالوضع الطبيعي. ان يتم جلبها من قاعدة البيانات. لكن نحن هذا فقط درس الباين وليس درس قاعدة بيانات. آآ وبالتالي انا ساقوم باضافتها بشكل مباشر. آآ لكن كما قلت الاصل هو نجلبها من قاعدة البيانات ونجلبها من الباك اند او من من لغة السيرفر او من تقنية السيرفر التي نعملها. نعمل عليها. فهنا بالنسبة لهذا السكريبت سأذهب لالباين هكذا هنا. وسأقوم بحضف طبعا كل شيء كتبته. آآ لان انا مرة اخرى انا نسخت من المشروع السابق. فالآن يجب ان احضف الاشياء التي كتبتها ونبدأ شيء جديد. اذن بداية هنا ساقوم بادخال البروداكت لست. البروداكت هي عبارة عن. ستكون اري. آآ من الابجيكت. فهنا سنكتب آآ افنط تواني. كل شيء تمام. هل الصوت واضح? هل الصوت آآ واضح? الصورة واضحة. طيب نكمل. فاذا هنا الاي دي واحد بتايتل. مثلا هذا عبارة عن قبعة. آآ بالنسبة لصورة هذا سيكون هو عبارة من سنجلب صورة او القبعة. وسندخل ايضا الذي سيكون خمسة. وهنا سنكرر هذا مرة اخرى. الاي دي الثاني. وسيكون عبارة هكذا. وطبعا انا فقط اقوم باتخال هذه القائمة من المنتجات. سعر مثلا عشرة. واكررها مرة ثانية. فاذا اكتبها الان. وثم آآ ترونها امامكم مكتوبة جاهزة. فاذا ثواني. طبعا سأضيف اسعار لهذا مثلا هذا خمسة وخمسين مثلا ساعة. هذا اتنين مثلا آآ هذا مثلا خمسة وعشرين. جيد. فاذا الان انا قم باضافة هذه المنتجات. آآ اريد ان اظهر هذه المنتجات لدي في الواجهة الامامية. فالشيء الذي احتاجه فعليا هو ان اقوم باضافة آآ قائمة المنتجات بعد الهيدنج هنا. فاذا بعد الهيدنج انا سا اضيف اضافة آآ list او يعني UL او قائمة من المنتجات. فهذه القائمة من المنتجات سيكون فيها كل منتج آآ هنا مثلا سا اضيف له class product. فمرة اخرى لا اريد ان اكرر بنفسي كل class موجود آآ له قواعد بالcss حتى يظهر بشكل معين. طيب آآ بالنسبة لكل منتج هنا فأنا فعليا اريد ان يظهر هنا له صورة هذا المنتج بهذا الشكل. الصورة اريد آآ ان يكون آآ مئة وخمسين. وكذلك الهيد. وسأضيف لها نص بديل آآ ثمنيل مثلا. وبالنسبة ايضا سأضيف هنا product details. يكون فيها اسم المنتج. ويكون فيها ايضا كذا هنا سيكون اسم المنتج. وايضا يكون هنا سعر المنتج. ممتاز. وفي النهاية جيد. اريد ان يظهر هنا زر. هذا الزر اسمه مبدئيا اضافة للسلم. هذا فقط. اذا قمت انا بعرض هذا الشيء الذي كتبته طبعا هو لاحظوا ثمنيل واتو كارت. لا يوجد شيء هنا. فعليا. لماذا? لان يجب الان ان اقوم بوصل هذه المنتجات مع الفين برودكت. كيف ذلك? كيف ذلك? كيف ذلك? البرودكت هي اري وبالتالي انا احتاج لي. وبالتالي هنا ساكتب تامبلت. قبل الشيء الذي اريد تكراره الذي هو الالاي. وبعد الالاي. اقوم باكتابة هنا تامبلت. اغلق التامبلت. اه قبل اه باداخل التامبلت اين هو? ها هو. ساكتب اكس فور. والاكس فور هو فعليا للدوران حول المنتجات. وبالتالي هنا سيكون product and product. وساضيف ايضا كي كل اه كل تكرار يجب ان يكون له كي مميز. كما اتفقنا بوقت سابق. بدلا product dot id. لانا كل منتج له id مميز. وبالتالي هنا سيدور حول المنتجات بالنسبة للسورس. يمكن ان يأخذ ماذا? الثامنيل. ما هي الثامنيل? هي هذا. موجودة بالمنتج. فيمكن ان يأخذها. وبالتالي ساجعل باضافة نقطتين هكذا. وساقوم بكتابة هنا product dot thumbnail. بالنسبة للسعر هنا او لاسم المنتج عفوا ليس السعر. اه ساوضيف اكس داش تكست وهو سيأخذ product dot title. لماذا dot title? لان المنتج له title هنا. ايضا له price. وبالتالي يمكن ان اخذ ايضا ال price بالاسبان الاخرى هنا. فاكتب اكس داش تكست product dot price. لنرى كيف يظهر ذلك. عفوا. كيف يظهر ذلك? لا يظهر. هناك خطأ. فاذا نرى ما هو الخطأ. فاذا الخطأ نفس القصة السابقة. خطأ هذا ولد معنا في وقت سابق على فكرة. اه عندما لنرى. ال id انا دائما اقول لكم يجب ان يكون مميز. ثلاثة اربعة خمسة. لاحظوا. ايدي مكرر. يظهر هذا الخطأ. هذا يجب ستة. فاذا مرة اخرى. دعوني احدث. فلاحظوا ظهر. لاحظوا هذا هو. هذا هو الخاص بنا. لاحظوا مبسط جدا. اه الشيء الذي اريد ان اغيره. ال style اضيف style لهذا. فللزر. فلزر الخاص بين ال add to cart يوجد class انا وضعته. اسمه class vtn. هكذا. مرة اخرى. لاحظوا بهذا الشكل. اذا جميل. صحيح? طيب. الان اه لاحظوا هنا السعر. يظهر لدينا عشرة. يعني غير واضح ما هذه العشرة. يجب ان نضيف لها عملة. فيمكن ان نقوم بانشاء function. هذا الخاص بي اه يعني باضافة العملة. للسعر. كيف ذلك? بالسكريبت هنا. لاحظوا. هذه هي ال product list. يمكن ان اكتب هنا فنشن اسمه format price. واضيب في يعني يعيد بتنسيق معين. ولكن يجب ان يأخذ هذا ال price. يجب ان يأخذ هذا السعر. وبالتالي هنا return price plus USD مثلا. واكد يجب ان اضع قاسل. هنا. بالindex هنا بدلا ان اقوم بوضع price هكذا. اكتب formatted price. وهنا اضيف هذا. اخونا. اكتب جددا product price. لنرى النتيجة هل يوجد خطأ? يوجد خطأ. وظهر مثلا هذه خمسة USD يعني دولار امريكي وهكذا. جيد. طيب. الان عندما اقوم انا بالنقر هنا. ما الشيء الذي سيحدث? ما الشيء الذي يفترض ان يحدث? الشيء الذي يفترض ان يحدث? ان يقول لي اه ان اضيف هذا لي ما اسمها سلة المشتريات. للكارد. يعني اقوم باضافة هكذا يتم يحدث شيء ما يفترض عندما اقوم بالنقر على هذا. فالشيء الذي سيحدث فعليا هو انني ساحتفظ بالايد لكل product في مكان ما. اه يوجد عدة يعني عمليا يوجد عدة طرق او عدة اشياء يمكن ان اقوم بها الاحتفاظ بمنتجات السلة. حتى نعرف مثلا هذا هذا الزبون. ما الشيء الذي اختاره. بشكل مؤقت بهذه الصفحة بهذه الجرسة ما الشيء الذي اختاره. لكن نحن نريد ان نبسطه الامور. وبالتالي الكل عنصر سيقوم الشخص باختياره انا ساحفظه بالمتصفح. اه اللوكال بالمتصفح هو موجود هنا لاحظوا عندما تقوم بالنقر هكذا اسمه. طبعا انا استخدم فايرفوكس. اه هنا لا يوجد ديتا لدي هنا. لكن يمكن ان احتفظ اه بديتا اه هنا. هذه الديتا يمكن ان احصل عليها من جاوا سكريبت لدي. اه من سكريبت جاوا سكريبت ان احصل عليها وتبقى في المتصفح حتى يقوم الشخص بماذا؟ بحذف هذه بشكل يدوي. ان يحذف بيانات المتصفح او يقوم بالنقر هكذا. وبالتالي بشكل مؤقت يمكن ان احتفظ بهذه البيانات في الوكال او التخزين المحلي للمتصفح. واضح? الشيء الذي ساقوم به? انه عند النقر هنا سا اه عند النقر على الاد تو كارد. يجب ان اطبق فنشن اسمه اد تو كارد. لكن هنا سازوده بالبرودكت اي دي الذي انا فعليا اريد ان اقوم باختياره لاضافته لسلة المشتريات. بالباين هنا ساقوم بانشاء هكذا. وهنا اكتب اد تو فارد. هكذا. طبعا انا كتبت كارد وليس كارد. ساصححها الان. وسياخد ماذا سياخد فهنا انا اريد ان احتفظ بالبرودكت اي دي. اين احتفظ به? يا ترى. يمكن ان احتفظ به بايضا بحالة اخرى. يعني ان احتفظ به يعني مثلا اذا قام الشخص بالنقر هنا يضاف الى سلة المشتريات. اذا نقرأ هنا يضاف الى هذا يضاف الى بالنهاية سلة المشتريات تكون عبارة عن تقنيا بالنسبة لي هي عبارة عن طيب يمكن انا اكتب هنا الشيء التالي اه تساوي هكذا. فعندما يقوم الشخص بالنقر انا اريد اضافة للسلة. وبالتالي ساكتب هذا ساقوم باضافة لها لانها اريد. اقوم باضافة لها لبرودكت اي دي. وساقوم بطلوب بعدها للكارت ايتم. تحتى نرى تغيير. فالان لو قمت انا بالتحديد هكذا. وقمت بادتو كارت. لاحظوا ظهر لدي بروكسي وهذا الشيء طبيعي ان يظهر. اه بالباين. اه لان بالنهاية اه يتعامل مع بروميسيس بهذا الشكل وبروكسي حتى يظهر لنا الاشياء. فيمكن للسهولة حتى تروا النتيجة عندما يظهر لكم هكذا كيف ستعرفون ما هي النتيجة. فيمكنكم ان تقوموا بالشيء التالي. هو ان تحولوا هذا لجيسون سترينج. جيسون سترينج يعني جيسون هكذا. دوت سترينج فاي يعني حول آه هذا لجيسون سترينج. فأنا عندما اقوم بالنقر هنا لاحظوا اثنين ثلاثة واحد. واذا نقرت مجددا لاحظوا سيضيفها مجددا. واذا نقرت مجددا سيضيف هكذا لاحظوا سيضيف مجددا. فما الشيء الذي يمكن ان اقوم به ان عندما يقوم بالنقر على هذا انتهى. انا اقوم بتعطيل هذا الزر. عندما ينقر عليه اقوم بتعطيله. برمجيا كيف يمكن ان تفكر بذلك? ربما تقول الجملة التالية. اذا كان هذا المنتج موجود في السلة فعطل هذا الزر. صحيح? هل هذا تفكير سليم? اذا كان هذا المنتج موجود في السلة فعطل هذا الزر. فما الشيء الذي يمكن ان اقوم به الان الان? ان انشئ هنا او مثل او كده اسمها او داز تعونا نسأل السؤال بشكل صحيح حتى يكون واضح. هل هذا المنتج موجود في السلة? ونسمي هذا الفنكشن ويجب ان يأخذ هذا البرودكت اي دي. فهنا يمكن ان نقول ان هل هذا المنتج موجود في السلة? كيف نعرف? يمكن ان نقوم باجاد هذا البرودكت كون الكارت ايتم هي عبارة عن اريه. فيمكن ان اكتب كارت ايتم او ديس طبعا. طبعا ديس. دوت فايند وهي دوت فايند هي اه مثل للاريه معروفة. فاجلب لي البرودكت ال اي دي له يساوي البرودكت اي دي. المزود. طبعا هذا تدفين تعيد لي عنصر واحد. طبعا اذا كان هذا العنصر موجود فانا اريد ان اقول نعم. يس. يعني موجود في السلة. اذا كان او يعني هذا العنصر موجود في السلة. في يمكن ان اكتب هكذا اكتب بشكل طويل هكذا. موجود في السلة. لكن سنكتب بشكل افضل من هذا. سنعيدها سنعيدها بسطر واحد. مباشرة ان نكتب هكذا. اذا كان موجود ارجعه. اذا لم يكن موجود سيرجعنا. لكن لاحول هذا لبوليان كيف يمكن ان احوله لترو او فولس? اذا قمت انا بكتابة هنا سيغير حالته. اذا كانت سيعكسها. صحيح? اذا كانت فولس سيعكسها. لكن اذا كتبت اتنتين سيعيد قيمة لهم. بمعنى اذا كانت هذه النتيجة ماذا? فولس. و اذا كان هذا العنصر فولس. فسيعيد قيمة الخاصة به. واضح? اذا هكذا اسهل. فالان بكل بساطة بالنسبة لهذا الزر هنا سنكتب التالي. سنقول نريد ان اضيف اذا كان هذا عبارة عن موجود في السلة. سنكتب از ان كارد. افن از ان كارد. هذا البروتر. طبعا هذا انا كتبته بهذا الشكل. هذا يعني ان ازودها بسترنج عادي. يعني ازودها بقيمة. لكن انا فعليا اريدها الديناميك. اريدها ان تكون هذا اما حسب نتيجة هذا الفنشن. وبالتالي هنا سأضيف كولن بهذا الشكل. لجعلها دعونا نقول الان اي شيء يعمل. يجب ان اضيف كولن هنا. او نقطة رأسيتين. فالان مرة اخرى تحديد. اذا قمت بادت كارد. ما الشيء الذي حدث. هل اصبح ديسايبل. فاذا لنرى. لم يكن ديسايبل لماذا? فاذا هناك مشكلة. دعونا نتحقق منها. طبعا لن يعمل. السبب انه كارد ايتم هي الري من ال اي دي. الري من ال اي دي. يعني فيها واحد. فيها اثنين. فيها ثلاثة. وليس الري من الابجي. وانا الشيء الذي انا كتبته هنا. انه find ال اي دي. وليس find ال اي دي. هو نفسها هذا. هي نفسها. هذا البرودكت نفسه. هذا هو عبارة عن برودكت اي دي. هكذا. وبالتالي هنا برودكت اي دي. يجب ان يساوي البرودكت اي دي المزور. تاني تحديد. فاذا الان. لاحظوا مجرد ان اكتب اقوم بالنقرة على add to card. الشيء الذي سيحدث هنا انه سيصبح هذا disabled. السبب انه سيظهر بهذا الشكل بسبب كلاس. انا وضعته بالstyle.css هنا. فالstyle.css هنا يوجد ساريكم هذا البطن عندما يكون disabled سيعطي background create. والcursor سيصبح شكله not allowed. وبالتالي هنا كلما اقوم بانا باضافة الشيء هنا. فالشيء الذي سيحدث سيصبح disabled. الشيء الثاني الذي اريد ان اقوم به او نتأكد من شيء معين. بداية انا قمت بوضع هنا. console.log.json.stringify. this card item. والتالي هنا تحديد. اذا قمت باضافة add to card. لاحظوا. حتى لو قمت بالنقر عليها مجددا فقط سيضيف واحد. وهنا فقط سيضيف اثنين. مرة اخرى واحد اثنين هي ال id لهذه المنتجات. ايضا اريد ان اضيف زر اذا قام هو فعليا باضافة هذا المنتج انا اريد ان يكون له يعني صلاحي اه قدرة ان يقوم بحذفه من اه من السلة. من خلال اضافة زر اخر. فانا ساقوم باضافة زر اخر هنا. هذا الزر ساعطيه حتى يقوم بالحذف العنصر. اه وهنا بمعنى يعطي ان هذا الشيء خطر ان يقوم بحذف العنصر. ممتاز. فعليا انا ساجعل هذا اذا اه كان لذا لم يكن العنصر بالسلة. يعني اذا لم يكن العنصر بالسلة فلا داعي لي هذا اصلا هذا الشيء. وايضا لا داعي ان اريه. يعني اذا كان هذا العنصر موجود اه موجود في السلة فانا اريد ان اظهره. لكن اذا لم يكن موجود لا اريد ان اظهر له زر الحذف. فازن زر الحذف عندما يكون العنصر موجود بالسلة. عند النقر على هذا الزر اقوم بحذف العنصر من السلة. اذا اكتب هنا رموف روم فقط. والذي هو البروداكت اي دي. فانا ساحذف البروداكت اي دي من السلة. فاذن كيف ذلك؟ بكل بساطة بالسكريبت هنا. ساقوم بانشاء فنكشن هنا ادناه. تسميه رموف روم كارد. حتى اقوم بالحذف. فنكشن رموف روم كارد. وهذه الكارد ايتم هي عبارة عن الري. فاذا ارد ان احذف منها. فبكل بساطة ساكتب هنا. يساوي. يمكن ان استخدم خاصية فلتر او مثل فلتر للري. هذه المثل تقوم بماذا تقوم بفلترة عناصر الري. اه فانا اريد كل واحدة من هذه الاي دي الموجودة الموجودة بالكارد ايتمز كل واحد منها. اذا كان لا يساوي هذا البروداكت اي دي اريده. اما اذا كان يساوي لا اريده. بمعنى انني ساقوم بفلترة العناصر. فهنا ساكتب اه اذا كان لا يساوي البروداكت اي دي. فانا اريده فعليا. طبعا هنا دينا. اه وبقط. هكذا. هذه الطريقة الحذف. هناك طبعا اكيد طرق اخرى. لكن هذه واحدة من الطرق. وهنا ساقوم ايضا بكون سلوك لها. فاذا لنرى النتيجة. فاذا اذا قمت انا بادت كارد. لاحظوا سيظهر هنا زر رموف. مثلا هذا. لاحظوا. فاذا الكارد الان فيها او السلة فيها واحد وثلاثة. يعني المنتج واحد وثلاثة. يمكن ان احذف واحد. لاحظوا بقي ثلاثة. يمكن ان احذف ثلاثة فبقي لا شيء. يمكن ان اضيف الان اه اربعة. لاحظوا اربعة. يمكن ان اضيف ستة. لاحظوا اربعة وستة. يمكن ان اضيف واحد. فاذا اربعة ستة واحد. يمكن ان احذف اه اربعة. بقي ستة واحد. لاحظوا. فاذا هذا الشيء فعلا جميل ولا لطيف كيفية يعني اضافة العنصر للسلة وحد في من السلة. طيب. الان لو اردت مثلا انا ان اقوم بشيء معين. الذي هو طبعا يمكن مثلا هنا بدلا ادتو كارت عندما يتم اضافته ان اكتب له ان تم اضافته. كيف ذلك? في شكل بسيط جدا هنا. بزر اين هو? هذا هو الزر. جيد. يمكن ان اضيف اكس داش تكست. هكذا. واجعل هذا وهذه التكست ماذا? يعني ديناميكية او شرطية اصلا. فاذا كان هذا العنصر موجود بالسلة is in card. من هو? اذا كان موجود بالسلة يمكن ان استخدم تيرنري اوبريتر بجاوا سكريبت. تيرنري اوبريتر يقول اذا كان true يعني مثلا product مثلا او شيء معين. اذا كان true فقم بشيء معين. اذا لم يكن فقم بشيء اخر. جيد? فهذا الشيء يمكن ان اطبقه هنا ايضا بداخل اكس داش تكست. فهنا اذا كان هذا موجود في السلة. فانا اريد فعليا ان اكتب ادت. انا تم اضافته. غير ذلك اريد ان اكتب ادتو كارد. انا يمكنك ان تضيفه. وهنا يمكن ان احذف هذا الى داعي لها. فالشيء الذي سيحدث هنا تحديث. اذا قمت ادتو كارد لاحظوا مكتوب ادت. يعني الان شعور يعني يوجد واضح. ان هذا الشيء منتج مضاعف للسلة. احذف بهذا الشكل. يمكن ايضا ان احذف سهل جدا. الشيء النهائي لهذا المشروع. هو ان يجب ان نحتفظ بهذا في مكان ما. اح. وانا قلت لكم سنحتفظ به باللوكل ستوريج. فالاضافة باللوكل ستوريج تكون بالشكل التالي. اذا سنتهب الى سكريبت هنا. وبالنسبة لللوكل ستوريج. حتى اتعامل معه بجاوا سكريبت. بداية اقوم باضافة هكذا. لوكل ستوريج. ساكتبه الان اه لتدريب. يعني هذا التمرين. اه تمرين بسيط. فسا اقوم بانشاء عنصر باللوكل ستوريج. باستخدام لوكل ستوريج. وساكتب هنا دوت ست او ست ايتم نعم. ست ايتم. ساعطيها اسم. مثلا ما اسمها. مثلا name of item. التي اريد اضافتها. والقيمة. مثلا اريد قيمتها خمسة. فالان مجرد انني اقوم بالتحديث الصفحة سيتم هذا الشيء. كيف ذلك? اذا ذهبت الى المتص... الى اللوك ستوريج هنا. وذهبت الى هنا يفترض ان اراها. لماذا لم يتم حفظها? نعم ها هي. فهي الكي name of item والvalue. خمسة. لاحظوا? اين ذهبنا. ها هي. هي وvalue. هذا هو طيب. لو اردت مثلا انا ان اعرض على الشاشة قيمة القيمة هذا. name of item. كيف ذلك? يمكن ان اقوم بانشاء constant هنا. اه اكتب value مثلا. واكتب local storage. اريد تجرب قيمة من local storage. get item. واسمها. ما اسمها? اسمها name of item. وهنا اكتب console dot log value. وبالتالي هنا اذا قمت بالتحديث سيظهر لي خمسة. وهي القيمة الموجودة بال local storage. لاحظوا لو انا غيرت هذه القيمة بال local storage قم بتغييرها. مثلا خمسة هكذا. او شيء هكذا. اذن الان بالconsole dot log اذا قمت بالتحديث. مرة اخرى. اه طبعا اخذ الخمسة لماذا? لانه في كل مرة انا اقوم باعادة اعادة اعادة تحميل السكريبت. الشيء الذي سيحدث سيقوم مجددا بوضعها ست خمسة. لكن مثلا لو انا قمت بتعليق هذا السطر هنا ومرة اخرى كتبته هنا. بال value كتبت شيء اي شيء هكذا. ومرة اخرى قمت بالتحديث. لاحظوا سيظهر هذا. اه سيظهر هذا الشيء. فانا يمكن ان اقوم بماذا? اقوم بنفس الطريقة بحفظ هذه الكارد ايتمز. احفظها بال local storage. حتى استطيع يعني حتى عندما يقوم الشخص مثلا بتحديث الصفحة ستبقى العناصر التي تختارها موجودة. كيف ذلك؟ بالطريقة التالية. اه بالنسبة لل local storage عليك ان تعرف ان هذا المتصفح الذي يستخدمه الشخص بزيارة موقعك هو لا يزور موقعك انت فقط. يزور كثير من المواقع وكلها تستخدم اغلبها تستخدم local storage وتحتفظ به ببيانات. فبالتالي local storage يعتمد على مبدأ الكي ومبدأ ال value. بمعنى ان اذا كان الكي هنا هذا الكي يجب ان يجب ان تحاول ان يكون ماذا اه 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 مميز. اقوم باضافة هنا اضافة اه اضافة اه كونستنس سأسميه card items key مثلا. هنا ادخله مثلا. مثلا ادخل اي بادية مثلا ال WN user card items. هذا هو الكي. وساقوم باضافة هنا فونكشن سأسمي save to local storage. و save to او store in local storage. وهنا ساقوم بالشيء التالي ان ساكتب local storage dot set item. وهنا اقوم باضافة الكي الذي هو card items key. وهنا اضيف this card items. لكن يجب ان اقوم بالاحتفاظ بها كstring. فيمكن ان احولها string بjson dot string default. بهذا الشيء. انتهينا. فذا انا كنت بانشاء هذا الفونكشن. ساقوم بالاحتفاظ بها في local storage 1 عندما يتم اضافتها. فهنا عندما يتم الاضافة ساكتب save to local storage. وايضا عندما يتم الحدف save to local storage. فالان اذا قمت انا بالتحديث لاحظوا ساضيف هذا. دعونا نضيف واحد وستة. جيد. لاحظوا مباشرة ها هي تم الاحتفاظ بها. الان لو قمت انا بالتحديث لم تأخذها. لماذا? لان كل مرة انا احدث كل مرة انا احدث ما الشيء الذي انا اقوم به هنا اقوم بيجعلها mtray. ويقوم مرة اخرى بالاحتفاظ بها كmtray. فانا اريد الصورة البدائية لهذه ان تكون هي عبارة ماذا عن القيمة من ال local storage. فحتى اجرب القيمة من ال local storage. ساكتب local storage dot get item. واسم الكي الذي هو card item key. انا احتفظ به هنا بمتغير. حتى لا يعني لا اخطأ بكتابته. انا اكتبه مرة واحدة ثم اقوم بجلب المتغير. او ال constant يعني. اه وفقط. لكن هذا هي عبارة عن ماذا? عن json string. فبالتالي انا ساقوم بjson dot parse. هكذا. حتى اقوم بتحليلها. وهكذا. اذا كانت empty string هنا. فساقوم ب... اذا لم يكن هناك... لم يكن هناك هذه القيمة كانت فارغة. فساقوم بجعلها mtray. و local storage هذا اذا لم تكن هذا القيمة موجودة ايضا يمكن ان اقوم بجعلها اه اه اقوم بjson dot parse طيب. الان اه نتيجة بحديث. لاحظوا النتيجة واحد وستة. الان اخذه. فطالما ان الشخص لم يقم بحث storage من موقعه من متصفحه. فبالتالي دائما ستظهر له هذه القيم. لاحظوا. نفسها. اذا حدفت هذه انا احدث ما زالت تبقى هنا. فاعتقد هذا هو فقط لهذا المشروع. ننهي اه الان. وبعد قليل سيكون هناك مشروع اه اخر عن كيفية عرض محتويات السلة. في المشروع السابق بالميني ستور عندما لا تكون قيمة موجودة. فيمكن ان يحدث لديكم خطأ. سيحدث خطأ. فانا قم بتعديل السطر الكارد ايتم هنا. بهذا الشكل. فكتبت ان اذا كانت قيمة هي نال. فاجعل هذا عبارة عن جابا سكريبت اه اه جيسون سترينج امتي اري. غير ذلك احصل على القيمة الموجودة. وطبعا اذا لم تكن موجودة في النهاية او كان هناك امتي سترينج او شيء من هذه النتيجة. فاجعلها امتي اري. فكتبت هذا السطر حتى نتخلص من الخطأ. اذا الان المشروع رقم ثلاثة. مشروع رقم ثلاثة بكل بساطة. اه سنقوم بانشاء نفس المشروع السابق. لكن سنسميه اه كارد. يعني انا ساقوم بنسق المشروع الثاني المايني ستور. واقوم بوضع هنا ككارد هكذا. وفقط. والان ساذهب لهذا المشروع. وهذه هي ملفاته موجودة اه هنا. طبعا اه هذا المشروع ايضا سأقوم بفقد سأبقي هذا. وسأفتح مشروعي اه هنا. فالمشروع الخاص بنا هو الكارد. فالدالي سأفتحه من هنا. والاندكس. واذا هذا هو المشروع. لاحظوا لاني نسخته بالتأكيد هو نفسه. فدعونا نقوم ببعض التعديلات على الكارد. فاذا هنا من اه اندكس. سأقوم بجعل هذا الكتب تايتل. ربما انا لم اكسب تايتل. ساكسب تايتل هنا. اه ها هو التايتل افوا. اه سيكون اسمه كارد. وايضا هنا سيكون اسمه اه كارد. بهذا الشكل. وسأقوم بمسح المنتجات. لا نريد اي منتجات. والتالي هنا سنحدث مجددا. فاذا هذا هي الكارد. فاذا وهذا اه وهذا هو المايني ستور. اه هنا في الكارد انا اريد فعليا ان اقوم باضافة المنتجات اللي تم اضافتها من هنا. يعني مثلا هو اضاف المنتج السادس. والثاني انا اريد ان يتم عرض هذا هنا بمراجعة السلة. او سلة يعني سلة المشرية. فحتى يتم ذلك سبداية انا ساقوم بالنسخ الستايل الذي كتبته في وقت سابق لهذا الموضوع. وانا ساذهب لملف واضع فيه الستايل الجديد فقط. وهنا اريد ان اضع بالأدنى هنا الكارد هذا. ادنى الهيدنج. اريد اضافة يو ال وساجعل لها اسمه كارد برودكت. والل اي ساجعل لها كلاس كارد برودكت. وهنا ساضيف لالبرودكت التي تم اضافته او المنتج الذي تم اضافته للسلة. هكذا. بداخل كده حتى تروا افضل. اه بداية انا ساضيف الامج الخاصة بهذا المنتج. اه هنا يمكن ان اكتب الالت هو عبارة عن والدينا يساوي مائة وخمسين. وهيد يساوي مائة وخمسين. ادناها يمكن ان اضيف التايتل لهذا المنتج. وايضا يمكن ان اضيف معينة. هدف هذه الاكشن ان تضيف مثلا اه انه يريد مثلا زيادة السعر. زيادة العدد. يعني مثلا يريد ان يقوم باضافة بدلا من قميص واحد اتنين. جيد بدلا من قبعة واحدة ثلاثة مثلا. فهذا سيكون هذا الانبوت. اه بحد اقل سنجعله يضيف واحد وبحد اكبر سنجعله يضيف عشرة عناصر من عنصر واحد. سنضيف لهذا الانبوت الذي يكون عبارة عن او كاونت اه كاونت انبوت. وبعد هذا الانبوت اريد ايضا ان اضيف هنا اه بطن هنا. هذا البطن مهمته ان سيكون هو عبارة عن اكس ومهمة حذف العنصر من السلة. بعد الانتهاء من هذا المنتج هنا اريد ايضا ان اضيف السعر هذا المنتج. مثلا القبعة عشرة دولار. فاريد اضافتها هنا. بداخل مثلا بريغراف تاك. في هذا الشكل وهنا اضيف. طيب الان اذا قم بالتحديث. لاحظوا بهذا الشكل سيظهر. لدينا هنا هذا السعر هنا وهذا الاكس. اه وهذا هو السعر هنا بهذا الشكل. لكن من اين سنجلب اه المنتجات? فعليا من نفس المكان الذي جربناها بالفيديو السابق او بالدرس السابق. اه فاذا هنا سنذهب للسكريبت. فهنا بالسكريبت الخاص بنا. لاحظوا لدينا اه البرودكت. ها هي. ممتاز. ولدينا ايضا الكارد ايتمز. التي جاءت من اين الكارد ايتمز? التي جاءت من اللوكال استوريج. كنا بالاحتفاظ بها. فالان نريد ماذا? ان نقوم بعرضها. فكيف نريد ان نعرض هذه الكارد ايتمز. فقط التي تم اختيارها. فكيف نعرضها? بكل بساطة يمكن ان نقوم هنا باضافة شيء اسمه كارد اي الاشياء التي اضافها اليوزر. واسميها كارد رودكت. وهي ستعيد لي اه ساقوم انا بمن خلال الكارد ايتمز هذا. هذه الكارد ايتمز هي عبارة عن الري من الاي دي. فمثلا انا اريد اه اذا كان ادي مثلا المنتج اي دي واحد تم اختياره. فانا اريد ان اعرف مثلا صورته واعرف اسمه ايضا. فيمكن ان ادمج ما بين هذه الكارد ايتمز وبين التي لدي بوقت مسبق. فكيف ذلك من خلال هنا? فالكارد ايتمز انا ساقوم بالدوران حولها باستخدام ماب. كل عنصر من هذا اه فيه اي دي. كل عنصر من هذه الاراي فيها اي دي. فانا اريد ان اخذ هذا العنصر واحصل عليه من البرودكت. من الري لبرودكت التي لدي باستخدام وهنا الري فيها فيها اوبشيكت من البرودكت. فاذا بالتالي هنا ساكتب باريغراف دوت اي دي. وهنا ساكتب يساوي ايتم اي دي. بهذا الشكل. فاذا الان حصلت على هذه العناصر كلها حسب ذلك. وبهذا الشكل. فاذا مرة اخرى لو قمت انا مثلا ام بكتابة اه هنا مثلا كونست ريزلت. مثلا هكذا يساوي. في هذا الشكل. و اه كتبت ايضا هنا في الادنى كونست دوت لوج. هذه الريزلت. بهذا الشكل. طبعا اذا اردت مثلا ان يكون هذا الفنكشن. اذا اردت ان يكون هذا الفنكشن. اه يتم تطبيقه الذي هو الكارد برودكتس. اين? في البداية. فيمكن ان اكتب هنا في ال اكس داش ديتا هنا اكتب اكس داش اي نت. واكتب اه مثلا اه قم بتطبيق اسمه هنا. فاذا بعد ان يقوم بي اه اه ضبط الكل الحالات اللتي لدي سيقوم باضافة هذا. والتالي هنا ساقوم بانشاء ساكتب اي نت وساقوم بعرض this card product. طبعا انا يجب ان اسميها بالجمع. والتالي ساوضيب هنا. اذا لنرى كيف سيكون ذلك هل سنحصل على خطأ? طبعا يجب اه هنا يجب ان اوضيب هذا هو الخطأ. فالان لنحدث اه سيقول هنا لك اه ما الشيء لدي كتبت الخطأ? هل كتبت شيء خطأ? هنا يوجد خطأ اخر لنرى. اه هذا الشيء اه 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 اذا مرة اخرى تحديد. اذا مرة اخرى تحديد. اذا نلاحظوا هي الري فارغة. ظهر لي الري اه فارغة. اه لماذا الري فارغة? هذا هذا موجود هنا فعليا. هذه هي الكارد ايتمس موجودة هنا. فاذا لماذا لماذا ظهر لي هنا الري فارغة عند الانت. يمكن هنا ايضا ان اقوم بي اقوم بعرض this card items لارى ما النتيجة التي جلبها منها. فاذا ايضا امتي الري. نلاحظ امتي الري للكارد ايتمس. اه ها هي. فهو فعليا لم يحصل على هذه الكارد ايتمس. ثواني. والشيء الذي يمكن ان نقوم به هنا. ان الكارد ايتم نفسها. نقوم بالبدأ بها او اه اميشيات لها هنا في اه داخل الانت. فيمكن ان نقوم بالشكل التالي نكتب بداية ام كارد ايتمس يساوي امتي الري. وهنا بداخل هذا هنا بالانت. نقوم بجلب الكارد ايتمس. بداية يمكن ان نكتب هكذا. اه كونست ستورد ايتمس. ونجلبها لوكالستوريج. جيت ايتم التي هي افار ايتمس كي. وهنا نقول دس كارد ايتمس تساوي اذا كانت الاستور ايتمس موجودة. فسنقوم بجيسون دوت بارس. لالستورد ايتمس. غير اصبحت لدينا الكارد ايتمس. فيمكن ان نقوم بهذا الشكل. بذا هذا الشيء الذي يمكن ان نقوم به. بذا اللي نرى النتيجة. تعني اتحقق من الموضوع. طيب. ممكن ان اقوم بشيء اخر هنا. ان اقوم بوضع هنا الكارد ايضا اجعلها. امتي الري هنا. وهنا اكتب كارد برودكتس. تساوي واجلب هذا الموضوع. الذي كتبته هنا في الادنى. وبالتالي الكارد برودكتس الان هي تساوي الكارد ايتمس ونقوم بالدوران حولها اللي نحصل عليها. تالي سامسح الكارد برودكتس من هنا. وهنا ساكتب ونفس القصة هنا لكن ساكتب كارد برودكتس. وهنا سنكتب كارد برودكتس. هذه الكارد ايتمس. لنرى مرة اخرى. كونسل دوت لوت 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 ستورد ايتمس. اه هي نال. هنا هي نال. انا قمت باضافة هنا لهذه الصفحة صفحة التي هي اسمها مايني ستور. فالكارد ايتمس موجودة هنا. في هذه الصفحة. اه في صفحة دوت اه صفحة اه سكند مايني ستور. لكنها غير موجودة هنا لهذه الصفحة. لاحظوا في صفحة في صفحة الثري داش كارد غير موجودة هذا الموضوع. فيمكن انا مبدئيا انا قم باضافة. لاحظوا. يمكن انوضيفه بكل بساطة. تالي هنا يمكن انوضيف ايتمس. وهذه الايتم مثلا هكذا. وقيمتها سأضيفها ايضا من هنا من نفسها. بهذا الشكل. اذا الان اه مرة اخرى لو قمت انا بالتحديد. اذا لاحظوا ظهرت لي فعليا. فاذا الكارد ايتمس ها هي اه ستة واثنين والكارد برودكتس ها هي. واضح? طيب. فاذا الان اصبح لدينا الكارد ايتمس جاهزة. فبتالي يمكن سأقوم بمسح الكونسل دوت لوت هنا. فيمكن انا بداخل الاندكس ان اقوم بعرضها. عرض هذه العناصر. كيف يتم عرضها من هنا. طيب التالي. قبل الاي هنا سأضيف تيمبلت. وبداخل التيمبلت سأضع هذه الاي. وهنا سأقوم باضافة اكس داش فور. وهنا سأكتب كارد برودكت. ان كارد برودكتس. هنا سأضيف سأضيف كي. والكي سيكون هو برا عن كارد برودكت دوت اي دي. اه سنضيف الامج هنا بالسورس التي ستكون هي كارد برودكت دوت اه ثمنيل. بالنسبة سيكون بهذا الشكل. اكس داش تاكست كارد برودكت تايتل. وافقد فقط. هذا هو. اه طبعا بالنسبة للسعر. السعر سيكون مختلف. لكن يمكن ان نكتبه مبدئيا. فاذن اكس داش تاكست سيكون هو عبارة عن كارد برودكت دوت اذا الان اللي نرى النتيجة. اذا لاحظوا النتيجة هيا خمسة عشر. وهذا بن طال. طبعا هذا سعره عشرة. طبعا نحن بالعادة نحن نريد ماذا ان نفعل? نريد ان نعرض اه سعره المحدد. يعني سعره مع فورماتد رايز. فبالتالي هنا ساكتب اه شيء هل يوجد فورماتد رايز? ها هو. فورماتد الرايز. فبالتالي يمكن هنا ان اكتب ايضا هكذا. فورماتد رايز. واضيف الكارد كارد برودكت دوت رايز. واغلق هذا. اذا الان يفترض ان يظهر لي باليو اس دي وهاكذا. هذا ممتاز. الان بالنسبة لهذا الزر لا دعي لهذا الكلاس. نجعل الامور مشوشة قليلا. هكذا افضل. لاحظوا. اكس. حتى نقوم بمسح هذا العنصر. هل نبدأ بريموف? فيمكن ان نقوم بريموف الايتم بروم كارد بهذا الشكل. هو اننا نكتب. طبعا ها هو موجود. ونعطيه الاي دي. اه فوسيقوم بحذف هذا من الكارد ايتم. اه ايضا يجب ان يقوم بحذفه من اين? يجب ان يقوم بحذفه ايضا من البرودكت. يعني من كارد برودكت. فالتالي هنا كارد برودكت. سنقوم بحذف هذا. كارد برودكت اه نقص القصة. سنقوم حذفه من كارد ايتم وسنقوم ايضا بحذفه من الكارد برودكت. وبالتالي هنا بالإندكس آآ سأقوم بإضافة آآ للبطن الأكس هنا. آآ وآطيه آآ جيد. فالشيء الذي سيحدث هنا مرة أخرى التحديد. آآ فمثلاً هذا الشرط يمكن أن أحذفه آآ وبالنقر على هذا. يجب أن يتم حذفه. الشكل غير صحيح. لماذا? لأن هي عبارة عن اوبجيكت. بالتالي هنا ليس لدينا هي هي من اوبجيكت وبالتالي هنا يجب أن اكتب آآ او هكذا دوت آي دي. هذه الطريقة الصحية. فإذا أردت أنا العودة لهذا الموضوع فيمكن أن أقوم بالعودة للستوريج الذي لديه هنا. وهكذا فإذا هذه القيمة يمكن أن أضيف قيم من من هنا. مثلاً اكتب واحد اثنين ثلاثة ستة مثلاً. وبالتالي هنا إذا قمت بالتحديد لاحظوا ظهر لي هذه الأشياء. الآن لو قمت بحذف الشيرت تلاحظوا ذهبت. قمت بحذف البنطال ذهب بهذا الشكل. فإذا الآن هذا الشيء يعمل. الشيء الآخر الذي يجب أن يعمل هو العدد. يعني هنا يجب أن يكون لدينا عدد لهذا. مثلاً هو يريد أن يضيف آآ قبعة واحد. يريد أن يضيف آآ حذاء واحد أو اثنين أو ثلاثة. فنريد أن آآ نقوم بتحديث هذا الموضوع. مجدداً يمكن أن نتبع نفس التكنيك هو أنه في الأعلى هنا نقوم بإضافة شيء اسمه ونجعله بهذا الشكل. وبال هنا يمكن أن نقوم بإضافة هذا الشيء كيف ذلك. آآ نفس النفس هذا الموضوع نكتب هكذا كارد آيتمز كاونت تساوي الكارد آيتمز كل آيتم موجودة بالكارد ولكن هنا ما الشيء الذي سنفعله سنعيد من كل عنصر موجود بالكارد آيتم سنقوم بإنشاء له كامل. بمعنى أن بداية سنكتب هنا أن آآ لهذا العنصر سيكون هو آيتم آي دي. والكاونت سيكون هو عبارة عن واحد مبدئية. فالآن يمكن أن نكتب هنا كارد أو كارد آيتمز كاونت. وإذا قمت أنا الآن بتحديث. لاحظوا هذا هو. ستجدونه بالتارغت. فإذا الاي دي واحد كاونت واحد. الاي دي ثلاثة كاونت واحد. فأنا جعلت عدد العنصر آآ عدده آآ بداية واحد. وهذا الشيء طبيعي. الآن إذا أردت مثلا أن أقوم بآآ بالإنبوت هنا. أن أعرض هذا الكاونت. فبكل بساطة يمكن أن أقوم بكتابة هنا بواليو. أجعلها واتب أكتب باليو آآ آآ آيتم كاونت. وأضيف لها كارد آآ برودكت دوت آي دي. فإذا أنا سأعط الآي دي حتى أحصل على ماذا? حتى أحصل على آآ آيتم كاونت. فأنا سأقوم بانشاء اه انشاء اه مثل اسمها وستكون بالشكل التالي. ستاخذ ومن هنا سنعيد او سنحصل على الايتم من اين من الايتم كاونت من كارت ايتم كاونت. هي عبارة عن ادريس. سنقوم باجاد الاي دي او الايتم الذي الاي دي لها يساوي البرودكت اي دي المزود. طيب اذا كانت هذه الايتم موجودة فنحن نريد ان نحصل على الكاونت الخاص بها. اذا لم تكن موجودة سنجعل الكاونت زيرو. وبالتالي هنا ساعيد انا هذه القيمة. ساعيد ايتم. بهذا الشكل. طبعا هنا يوجد كوما. هنا بالاندكس. اه ستكون سنحصل على الباليو. فاذا اللي نرى النتيجة. اذا النتيجة واحد واحد. هذا العدد يعني الافتراضي انه يريد واحد. ايضا اريد ان اقوم هنا بانشاء اه اه ابديت كارت كاونت. عندما يقوم بادخال شيء جديد فانا اريد ان احصل على هذا. فساكتب هنا ابديت كارت. ايتمس. ايتم كاونت. سنقوم بابديت له. سنحصل على البدكت اي دي. والنيو كاونت. وهنا يوجد كون. النيو كاونت. سنقوم بجعله رقم ببارس انت. نيو كاونت. طبعا الرقم عادي. وهنا سنقوم بماذا? بتحديد الكارت ايتمس كاونت. التي ستكون دوت ماب. هنا سنحصل على كل ايتم. ومن كل ايتم سنرى. اذا كان هذا هذه الايتم اي دي يساوي الاي دي المزود او تساوي البرودكت اي دي. فنحن فعليا سنعيد التالي. سنعيد الايتم. والكاونت الخاص بها. سنجعله لنيو كاونت. غير ذلك سنعيد الايتم نفسها. فقط. طبعا هذا يقول لها طرق جاباسكريبت وليس طرق طرق الباين. اذا واجهت صعوبة فيها. اه يعني هذا الشيء طبيعي ان تواجه صعوبة فيها بالبداية. اه لانا اه يعني تحتاج وقت ان يعني يكون لديك خبرة معها. لكن حاول ان تستمر معها وصدقني سيكون سهل بالنسبة لها. بالنسبة لك. اذا هذه الماب جدا مهمة بالتعاون مع الري. ونحن انا الان وهذا اسمه اه بمعنى انني انا قمت باخذ كل العناصر منها وضعها هنا. وثم قمت بالتعديل فقط على الكونت وجعلته اذا الان هذا الفنشن يجب ان اقوم بتطبيقه اين? تطبيقه هنا. عندما يتم ماذا? يتم ادخال شيء هنا بالانبوت. خال شيء هنا بالانبوت يعني مثل اد انبوت بهذا الشكل. فعندما يتم شيء فانا اريد update card items count. ساعطيه هنا card product dot id. واريد ان ااخذ الرقم الذي اه تم ادخاله. يعني هنا عندما يدخل مثلا رقم انا اريد ان ااخذ هذا الرقم. لاحظوا هذا الشيء جديد. اننا من ال event. لاحظوا dollar sign event هذا البين. dollar sign event سنحصل على ال target وال value. بهذا الشكل. طيب الان سنحدث لنرى اذا كان ينفع او كان هناك خطأ. لا يوجد خطأ. والان لاحظوا انا احدث بهذا الشكل. فذا الان اصبح هنا مثلا بهذا الشكل. هذا هو count فانا بكل بساطة نجحت بالقيام يعني بالحصول على هذا الرقم. ال count. طبعا عندما يقوم الشخص به تحديد ال count لن يصبح السعر خمسة فقط. يعني الواحدة القبع الواحدة خمسة. الخمس قبعات سعرها خمسة وعشرين. وبالتالي يجب ان احدث السعر. حتى احدث السعر يجب ان اقوم بفنكشن. بانشاء فنكشن عفوا. انشاء فنكشن اخر. هذا الفنكشن ساسميه هنا اه او بالاعلى حتى يمكن هنا ننشع فنكشن. اه خاص ب اه فورمات او برايس. وساسميه اه فورماتد كومبيوتد رايس. اه بالتأكيد نحن سنقوم باخذ بالتأكيد سنحصل على الطبعا هنا يوجد كما. واحتاج الـ product ID. و الـ unit price. unit price يعني سعر الواحدة. يعني سعر المنتج هذا. سعر الواحد يعني سعر القبع الواحدة. هذا اسمه unit price. فاذا بدايتا انا ساحصل على الـ count لهذا المنتج من card items اه من get card items count التي انا اه item count. التي انا انشأتها قبل قليل. اذا سازودها بالـ product ID. الان طالما انا حصلت على الواحدة منها. فبكل بساطة سعر طالما حصلت على عددها وسعر الواحدة اضرب. يعني مثلا اذا كان هو طلب خمس خمس قبعات سعر الواحدة عشرين. فخمسة ضرب عشرين الجواب. تالي هنا سنقوم بماذا ريتان? ضرب لكن انا اريد اضافة ايضا اليو اس دي. فيمكن ان اكتب بهذا الشكل. وثم نكتب. هذا وهنا يمكن ان اعرض هذا هنا. لكن يجب ان اعطيه هنا سعر الواحد منه. اذا اللي نرى النتيجة طبعا لا يوجد خطأ. اذا قمت بزيادة لاحظوا زاد السعر. طبعا سعر الواحدة هذا خمسة خمسة ضرب ستة ثلاثين. هذا السعر الواحدة خمسة عشرين. فاذا طلبت اربعة سيصبح مئة. وهذا هو تحديد المنتج. اه دعوني امسح الكنسة الذي كتبته هنا في مكان ما حتى يكون كل شيء نظيف لدينا هنا. هنا لدينا ملف موقع اسمه جيسون فليس هولدر. جدا موقع جميل يمكن من خلاله ان تتدربوا على موضوع ال اي بي اي وجلب البيانات عبر او جلب البيانات من السيربر. فهنا لديه عدة اي بي اي نقاط اي بي اي مختلفة. منها للمنشورات منها لالتو دوز او المهام وايضا الصور وايضا يعني اشياء اخرى وايضا يوزر. فنحن الان سنتدرب كيف يمكن بالباين ان نجلب الديتا من اين من سيربر. كيف نجلبها من سيربر او من نقطة اي بي اي. فالمشروع الرابع ساقوم بكوبي الكارد لدينا واضافة هنا المشروع الرقم اربع الذي ساسميه هكذا ساسميه. وساذهب لهذا المشروع المشروع رقم اربع ساذهب الي وهنا بالاندكس اه بالتايتل ساسميه هكذا وهنا ايضا نفس القصة. اه بداخل هذا ساجلب معلومات اليوزرز. اه من اه او عبر السيربر. سامسح هذا. وبالتالي هنا ساقوم بانشاء يو ال سيكون لها كلاس يوزرز داش لست. وبداخلها ال اي بكلاس يوزر. وبداخل هذا سنجلب سنجلب باريغراف تاك نضع فيه هنا ال يوزر فقط. طبعا بالنسبة للسطايل دعونا نذهب للسطايل. بالنسبة للسطايل ملف السطايل. طبعا انا سامسح كل شيء فيه واضع السطايل الذي انا انشأته لهذا المشروع. تقريبا كل السطايلات متشابهة. هذا هو السطايل. جيد. وسنقوم بفتح الاندكس مجددا. وبخصوص اه السكريبت. فايضا سيكون يعني جدا 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 مبسط. جدا مبسط. فاذا لنذهب للسكريبت من هنا ونحذف كل شيء فيه. نحذف كل شيء فيه. في هذا الشكل. ممتاز. طبعا هذا ساحذفها بهذا الشكل. بداية بالنسبة لهذا هذا الشيء يوجد له آآ هذا البرنامج. هذا الموقع. لاحظوا يوجد عدة نقاط يمكن ان تطلب منها معلومات. من النقاط هي اليوزرز. هذا التي ساستخدمها. فاذا قمت بالنقر هنا. لاحظوا سيجلب لي اليوزرز. كجيسون. فانا اريد ان اطلب هذه النقطة من تطبيقي واجلب هذه البيانات. فلدينا هنا اسم هذا الشخص. لدينا الادرس الخاص به. وايضا هناك اسم هذا الشخص ومعلوماته. يعني هناك عشرة اشخاص نريد ان نجلب معلوماتهم. اسم هذا النقطة موجودة هكذا في الاعلى. سانسخها. وهنا بداخل السكريبت الذي لدينا ساكتب كونست يوزرز اي بي اي. واقوم باضافة هذه النقطة. طيب. بداية ساجلب اليوزرز التي الذين هم امتي اري. وفقط. ايضا ساقوم بانشاء فنكشن هنا. ساسميه فتش يوزرز. وهذا الفنكشن سيستخدم اه فتش. بدا رسفونس. فتش لاليوزرز اي بي اي. لهذه النقطة. طبعا الشيء الذي يجب ان تعرفوه ان هذا هذا الفتش يعيد لنا بروميس بجابا سكريبت. فحتى اقوم انا بفك هذا البروميس او حله ساستخدم كلمة وكلمة لا يتم استخدامها الا اذا كان الفنكشن السنك. فبالتالي هنا ساوضيق السنك. طبعا هذه من اساسيات جابا سكريبت او الاساسيات المتقدمة. فثم انا ساقوم باخذ الريزولت عن طريق تحليل الرسفونس بصيغة جيسون. وثم هنا ساكتوب تساوي هذه الريزولت. طبعا كيف ساقوم انا بكولينج عطا كيف ساقوم بكولينج بهذا الفنكشن? فانا يمكن ايضا انا اقوم هنا بانشاء فنكشن اخر وسميه انت. وبالداخل انت اضع كما لا انساها دائما انساها. واقوم بكولينج لهذا الفنكشن. يعني بداية عندما تبدأ اه تحميل هذه الصفحة قم بالفتش وبالتالي هنا اه هذه اكس انتها هي موجودة. اه فالان اصبح لدي الريزولت يمكن ان اقوم بالدوران حولها او يعني اه باستخدام خاصة بها فهنا ساقوم بانشاء في هذا الشكل. وهذا سنكتب به اكس يساوي يوزر ان يوزرز. واكد سيكون لدينا كي الذي هو اليوزر اي دي. طبعا من اين جلبنا هذا الموضوع? لان كل يوزر له اي دي. له اسم. له ادرس الذي فيه وفيه ستي. وله ايميل ايضا. هذه المعلومات التي اريد ان اجلبها. فبالتالي هنا هنا بدلا من البرغراف هنا يمكن ان اكتب هكذا. ايضا يمكن ان اجلب الخاص به. ايضا يمكن ان اجلب الايميل. اي يوزر ادرس. من الادرس. والتالي هنا ساكتب دوت ستريت. وهنا ثم دوت ستي. وهذا داش. لماذا ستي? لانه ادرس ستي. ممتاز. فالان اذا ارد ان اعرض هذه البيانات. هل كتبتها? هل قم بالحفظ? لا. الان اذا اردت ان اعرضها. فسنذهب الى البروجيكس الرابعة والاندكس. ها هي. هل يوجد خطأ? لا يوجد خطأ. لكن ها هي تم عرض اليوزر. لاحظوا هذا اسمه. هذا اليوزر نيم الخاص به. هذا ايميله. وهذه الستريت. والبلد. لاحظوا اين هي. هذا هو وهذا هو المدينة يعني. المدينة. هذا ما اقصده. هذا اسمه. هذا اليوزر نيم وهذا ايميله. ظهر لي هنا. لاحظوا. فاذا ممتاز. اه بالنسبة لهذا الموضوع يمكن ان اقوم بجعل الامور يعني اضافة لها بشكل افضل. فمثلا هنا اه عندما تأتينا من السيرفر او من ال اي بي اي. ليس ضروري ان تكون صحيحة. يمكن ان تكون خاطئة. فالشيء الذي يمكن ان اسأل فيه ان هل الرسبونس اوكي اوكي يعني يعني هل هي صحيحة? هل الكود خاص بها مئتين? اذا كان مئتين فهي صحيحة. فبهذه الحالة انا اريد ان تطبق هذا. طبعا اذا لم تكن صحيحة فانا اريد مثلا. جيد. يمكن ايضا ان اهوم بماذا? بالاندكس هنا ان اكتب التالي. اكتب ان اذا كانت المثلا دعونا نقول اذا كانت الاري هذا فارغة فلا اريد ان تطبع لي شيء. اريد هو لن يطبع شيء. لكن يمكن ان اقول التالي هو اذا كانت فارغة هنا. اذا ساقوم باضافة التمبلت هنا. ساكتب اكس داش اف. اذا كانت اذا كان اليوزرز دوت لا يساوي زيرو. فهذا يعني ان نو يوزرز فا. بهذا الشكل. فاذا كان هذه الاري فارغة فلن يحدث شيء. طبعا الاري ليست فارغة فلن يحدث هذا الشيء. لكن لو انا كتبت هنا في الاعلى هكذا. اه لم اقم بتطبيق هذا الفنكشن. لم اقم بجلب الديتا. لم اقم بجلب اليوزر. فلاحظه سيقول لي نو يوزر فان. اذا هذه جيدة. لذا ارد مثلا ان اعرض المنشورات. وانا مثلا المنشورات اه يعني لا يوجد منشورات. فانا ساكتب لا يوجد منشورات. فهذه هي الطريقة لذلك هو ان تستخدم. طبعا ساعيد هذا. ان تستخدم هذا. هذا الموضوع. اذا هذا المشروع انتهى. والان للخطوة التالية. ساقوم بنسخ المشروع الرابع. واقوم بتسميته خامس. وسنسمي هذا الفيديو او عفوا سنسمي هذا المشروع يعني المهام فقط نريد ان نعرضها اه في هذا المشروع. فهذا هكذا سأسمي. ثم ساذهب الى هكذا. ساذهب طبعا لا يوجد دينا الصور. بالتالي يمكن ان احذف مجلد الصور. وبالنسبة للاندكس. فسنقوم بالتعديل عليه الان. اه بداية التايتل سيكون هو اسمه. وهنا ايضا بالهيدنج سيكون اسمه. اه ايضا ساحذف هذه الاشياء التي كتبتها انا في المرة السابقة بهذا الشكل. اه ايضا ساذهب للستايل حتى احدثه. فذا ساذهب الى ستايل. اهدف كل شيء فيه. وساقوم باللسق الجديد. ونعد الى هنا وهذا فقط. طيب الان ما هي الاشياء التي سنقوم بها فعليا اه في هذا المشروع. طيب بداية نحن نريد عرض هذه الموجودة لدينا. وبالتالي يجب ان نجلبها. تتذكرون اه في المشروع السابق نحن قمنا باستخدام موقع placeholder json. ومنه جلبنا اليوزر. انا نسخت script.js الموجود في هذا المشروع هو نفسه الذي كتبناه في المشروع السابق. الان ساعدل عليه هنا. لكن اذا هبت اليه هنا هكذا. لاحظوا يوجد لدينا اليوزر هنا. وايضا يوجد اذا قمت كتابة هنا. يوجد ايضا يوجد ايضا يعني الاشياء التي يجب ان اقوم بها. او المهام. فهذه هي يعني. فحتى فعليا اقوم بطلب هذه النقطة ايضا. فيمكن ان اقوم بنفس الشيء في هنا. فاقوم بعادة هذا. واكتب اه. وهنا بالنهاية بدلا من يوزر اكتب تدوز. في المرة السابقة انا قمت بفتش يوزر بهذه الطريقة. نفس الطريقة ساقوم بفتش التدوز. والتالي هنا ساكتب تعليق هكذا. ساكتب يعني كل شيء اريد ان اقوم بفتش له هنا. وساكرر هذا اه وساقوم بجلب الان على التدوز. فالنقطة التي اريد جلبها هي وهنا اجلب الرسبونس. هنا سنقوم باضافة هنا تدوز تساوي result. غير ذلك error. وبالتالي هنا في الاعلى ساقوم بكتابة تدوز تساوي mtarray. وهنا بالانت ساقوم بكتابة هنا فتش تدوز بهذا الشكل. يمكن ان انتظر كون هذا الفتش تدوز هي فيمكن ان انتظر حتى يتم فعليا القيام بهذا العمل من خلال كلمة وبالتالي يجب ان اجعل ان يكون هذا وهنا فكرة هنا انه سينتظر حتى يتم التنفيذ وما ينتقل لسطر الذي بعد. فالان انا ستاجلب اليوزر وسأجلب التدوز. فاذا الان اصبح لدي التدوز هنا موجودة. فبكل بساطة اذا قمت بالذهاب الى الاندكس هنا يمكن ان اعرضها. فساعرضها من خلال التامبلت المتخصص بهذا الموضوع. فسأقوم باضافة هنا تامبلت. سيكون اكس فور. وهنا اضيف كي. هذا الكي اتفقنا عليه. فاذا عدت الى هنا لاحظوا. هذه هي التدو فقط اللي نراها مجددا. التدو او يعني انا اقول تدو. يعني انا اقصد المهام. اه المهام الواحدة تدوز كل المهام. فكل واحدة من هذه المهام فيها لاحظوا. قام بكتابتها. اي دي المهمة نفسها. عنوانها وهل تم فعليا القيام بها. يعني يعني لم يتم الانتهاء منها يعني تم الانتهاء منها. فبالتالي هنا يمكن ان اكتب تدو اي دي بالكي. يمكن ان اكتب هنا ال اي. طبعا بالتأكيد يجب بالداية ان يكون لدينا يو ال. في الاعلى. هذه اليو ال ساعطيها كلاس اه تدوز لست. واضع التامبليت هنا بداخلها. هذه ال ال اي ساعطيها كلاس تدو. وبداخلها ساقوم باضافة آآ باريغراف تاغ. جيد. باريغراف تاغ. وبداخل هذا ال باريغراف تاغ ساوضيف اسبان. وهذه الاسبان ساجلب من خلالها التدو تايتل. من خلال تدو دوت تايتل. وفقط. مبدئيا فقط. اذا انا نرى النتيجة. واذا كان هناك خطأ. نرى. فاذا مرة اخرى ساحدث. الان نحن في المهمة الخامسة والاندكس. فلا يوجد خطأ. وفعليا جلبة للتدو. طبعا ظهرت بهذا الشكل بسبب الكلاس التي تم اضافتها. في ملافة التي انا قمت بنسخ لسق. وانت ايضا تقوم بنسخ ولسق كل الكود موجود على اه 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 ورابط في صندوق الوصف. فاذا هذا هي التدوز. فاذا هو جلبة كل هذه الموجودة هنا. هي مائتين. عددها مائتين. جلبها ووضعها اه هنا. الشيء الثاني الذي اريد ان اقوم به هو اريد اضافة رقم التدو هنا. الاي دي لها هنا. حتى نعرف ان هي هل هي مختلفة ام لا. او هل فعليا تم جلبها ام لا. فهنا ساوضيف هذه الاشارة الهاش. وهنا ساكتب سبان. طبعا اخذها بهذا الشكل. لا. انا اريد سبان هكذا. اه سبان عادية. وساعطيها اكس داش تاكس. انت اخذ التدو دوت اي دي. وقبلها ساوضيف هذه الهاش. بهذا الشكل. فاذا الان مرة اخرى تحديث. لاحظوا. فاذا واحد كذا. اثنين كذا. فاذا ممتاز. اه يمكن ايضا ان اقول مثلا هذا كلاس تدو تايتل بهذا الشكل. ايضا اريد ان اعطي اه الاسم. يعني اسم الشخص الذي قام بهذه التدو. فيمكن ان اكتب هنا كلاس. تدو يوزر. واكس ديكس ساكتب مثلا تدو يوزر اي دي. تدو يوزر اي دي. لان كل تدو لها يوزر اي دي. فاذا ما النتيجة. لاحظوا هذا كتب واحد هنا. اثنين واحد واحد. لانه مرتبة حسب الشخص. لكن لاحظوا مثلا عشر. لكن انا لا اريد مرة اخرى. لا اريد ال اي دي نفسه. بل اريد ايضا ان يضيف. اريد ايضا ان يضيف. بالسكريب. ساقوم باضافة شيء هنا تعليق. ساكتب هنا. وساكتب get to do user. انا اريد ان اخذ ال اي دي له. اذا يوزر اي دي. اريد ان ازود اليوزر اي دي. ومن ثم اريد ان اقوم بالحصول على هذا الشخص. فهذا الشخص موجود بياناته بماذا? موجود بيوزرز اري. يعني لو ذهبنا الى اه هنا كتبت يوزرز. لاحظوا اه هذا الاي دي واحد لهذا اليوزر. فاذا ذهبت الى اري اليوزر يمكن ان احصل على معلوماته. فبالتالي هنا get to do user. يمكن ان اكتب هكذا. this يوزرز. لانا لدي اري فيها اليوزر. واقوم بالبيتش اليوزر هنا. فبالتالي هذا موجودة. فمنها انا اريد ان احصل على عفوا. اه find u id يساوي to do user او user id المزود. طبعا انا الان هنا ساقول التالي. اذا كان هذا اليوزر موجود. لان هذا تعيد نل اذا لم يكن موجود. اه اذا كان موجود اريد الاسم. غير ذلك لا اريد شيء. اريد ان اريد. وبالتالي هنا بدلا ان اكتب هكذا ساكتب get to do user واضيب ال id. فالان سيتم عرض الاسم. الاسم بدلا من ال id. فاذا لاحظوا لم يتم عرض اي شيء. فاذا لابد انني انا كتبت شيء خطأ. فاذا لنعود. هل يوجد رسالة خطأ معينة? اه هنالك خطأ لنرى ما هو هذا الخطأ. فاذا this user.find يقول ان هذا ليست functions. ليست function. السبب من هذا الموضوع انا ساخبركم. اذا عودنا لفتش يوزر هنا. يجب ان اقول هنا ان الريزل تساوي await response.json. وبالتالي this user يجب ان تكون result. فاذا مرة اخرى تحديث. ونجحنا. فاذا هذه هي. فالان اصبح لدي اسماء الاشخاص الذين كتبوا هذه التو دو. ها هي اسماءهم. فاذا لاحظوا هذه التو دو الاولى. الاد كان واحد واد الشخص هذا واحد واسمهم كذا. فهذا يعني ان انا نجحنا في العملية. الشيء الثاني الذي اريد انا تغييره مثلا اذا كانت هذه المهمة تم انجازها. هذا. انا اريد انتظر باللون الاخضر. اه وحتى يتم ذلك فعليا. لاحظوا انا في الستايل. اذا ذهبنا الستايل. بالستايل بالستايل شيء الذي انتم كنتم بنسخها اكيد. هناك كلاس اسمه كومفليتد. فاذا اذا كانت التو دو كومفليتد. لاحظوا الان لدينا هذه التو دو موجودة هنا. هذه الال اي. اذا كانت اذا كان موجود هنا كلاس كومفليتد. فسيتم وضعه بباككراوند جرين. فيمكن انا ان استفيد من هذه النقطة باضافة كلاس ديناميكي بنفس الطرق السابقة التي انشأناها بها. فهذا ليس شيء جديد. فسنحن سنقول هنا كومفليتد. اضف كلاس كومفليتد هنا. اضف كلاس كومفليتد. اذا كانت تو دو كومفليتد. فاذا كانت تو دو كومفليتد فاذا اضف الكلاس. بمعنى اذا كانت او نقوم بنسخ هذا مرة اخرى هنا. وندخل تو دوز. فاذا كانت هذه التو دو هنا كومفليتد ترو. فاجعلها باللون الاخضر. اذا كانت اه فولس لا. اذا كانت ترو نعم اذا كانت فولس لا. فبالتالي انا هل قمت بالحفظ? اعتقد فاذا لنجرب. لاحظوا اصبحت الان تظهر باللون الاخضر. هنا ينظر ال اي دي هذا. اذا كانت هذه كومفليتد فسيضيف لها كلاس اه كومفليتد الذي هو باللون الاخضر. غير ذلك لا. فكيف الموضوع يعمل? بكل بساطة. اه سينظر الى هذه ال اي دي هنا مثلا هذا ال اي دي واحد. ال اي دي واحد هذا هو. فهل هي كومفليتد جواب فولس? فهنا لن يظهر لها هذا اللون. لكن اذا كان مثلا هذه ال اي دي لها عشرة. فاذا ذهبنا الى عشرة هنا. فيجب ان تكون كومفليتد درو. بالفعل. وظهرت باللون الاخضر. فذلها هي. ويمكنكم انتم ايضا تأكد من ذلك. الان سنقوم بموضوع اخر. سنقوم لاحظوا بان هذه هذه التولوز موجودة دي هنا هي عددها مائتين. ويمكن ان تكون بالالاف حتى وليس مائتين. فالفكرة الان نريد ان نقوم بتقسيمها بصفحات بدلا ان نعرضها بهذا الشكل. هذا اسمه او التقسيم بصفحات. فلتقسيم ذلك الشيء الذي ساقوم به هو التالي. وانني في الاعلى هنا بعد ساقوم باضافة شيء اسمه او هو هنا بالداخل ساضيف الذي ساضيفه. اه سيعمل بالطريقة التالية. سيكون هناك زر للسماح يعني زر يعني لتفعيل هذا او لا. فالشخص يمكنه ان يقوم بتصفح كل شيء ويمكنه ان يقوم بتقسيمه بصفحات. فهنا ساضيف باجينيشن كونتينر وساضيف زر هنا ساضيفه كلاس بطن. وهذا الزر سيكون اسمه باجيني تودوز بهذا الشكل. واضح. ولنرى. اذا ها هو. ها هو موجود اه هنا. طيب. هذا الزر كيف سيعمل? عندما بداية انا سا اذهب للسكريبت الخاص به. ساقوم باضافة هنا التعليق هكذا. ساكتب ان هنا الان الباجينيشن. لان الان ساضيف اه او امور متعلقة بالباجينيشن. فبداية انا ساضيف شيء اسمه فاجينيشن. فاجينيشن هي فقط عبارة عن true or false. فاذا كان الشخص يريد ان يفاعل الفاجينيشن او لا. طيب. والتالي هنا بالاندكس. اذا اراد الشخص التفعيل هذا عليه ان ينقر على الزر. والتالي هنا سيكون لدينا حادثة. وسنجعل الفاجينيشن قيمتها عكس الفاجينيشن السابقة. فقط. هذا هي. يعني كأنها شيء بسيط جدا. يعني اذا تم النقر عليها سيفعل الفاجينيشن. مرة اخرى تم النقر سيؤطلهم. حتى اعرف اذا تم تفعيلها او لا ساضيف dynamic class هنا. وهذا الclass ساسميه enabled. وساقول ان هذا enabled في حالة ان الفاجينيشن كانت true. اه مرة اخرى لو ذهبت انا الى style الذي كتبته ستجدون هناك class اسمه enabled. فاذا كان سيكون له border green. والخلفية ستكون اه اه اخضر اه فاتح. فالان لنرى النتيجة. لاحظوا هو الان غير مفاعل. اذا قم بالنقر عليه سيتغير الخاص به. طبعا هذا لا يعني شيء حاليا. اه لانه يجب ان نقوم بتقسيم هذه التدوز لا اه اقسام. فكيف سيتم ذلك? بالتالي عند النقر ليس فقط سنقوم بالقيام بالباجينيت. ايضا سنقوم باشياء اخرى. ليس فقط سنغير الحالة ايضا سيكون هناك اشياء اخرى. وهذا الشيء الذي ساقوم به الان. طيب. بخصوص التقسيم بصفحات. يكون هناك دائما اه اشياء يجب ان نحددها. مثلا كم عنصر تريد بالصفحة? كم عنصر تريد بالصفحة بالبيش? فمثلا انا اريد عشرة عناصر في الصفحة. ربما تحدد عشرين. ربما تحدد عشرة. انت حر. اه ايضا يوجد بالنهاية عند القيام بالتقسيم العناصر كلها بمثلا كل عشرة عناصر بصفحة. بالنهاية كم صفحة سيكون لدينا? هذه ايضا ساقوم بكتابتها بيجز. ساحددها بداية هي زيرو. وايضا يجب ان اعرف اي صفحة حاليا مفاعلة. هل هي الصفحة الاولى? الثانية? الثالثة? حتى اعمل بشكل صحيح. هذا اسمها ساسميها current page. وبالافتراض يجب ان تكون الصفحة الاولى. اول شيء يتم عرض الصفحة الاولى. صحيح? طيب. الان سنقوم بالفعلا القيام بهذه بعملية التقسيم. وستكون بالشكل التالي. ان هنا اين سنضعها? طبعا هذا اسمه انت فانكشن. وبعد الانت فانكشن سنكتب هكذا باجي نيشن. كل شيء يتعلق بالباجي نيشن كفنكشن. وهنا ساكتب باجي نيت تودوز. باجي نيت تودوز يعني قسمها بصفحات ببيجز. هكذا معناها. يعني عندما نعرف معنى الكلمة باللغة العربية يسهل علينا الفهم ما هي. طبعا نحن سنقوم بالتقسيم فقط اذا كان عنصر الباجي نيت ترو. يعني هذا الباجي نيت يجب ان يكون ترو. فبالتالي ساكتب اذا كان الباجي نيت ترو. فانا اريد القيام بشيء ما. غير ذلك لا اريد ان اقوم بالشيء. اه او اريد ان اقوم بشيء معين. انا ساخبركم. عند القيام بالباجي نيت انا اريد ان اعدل على هذه التودوز. مثلا لا اريد ان اعرضها كلها اريد ان اعرض جزء منها. فلا يفضل ان تعدل على الشيء الذي جلبته من السيرفر. بل تنشئ شيء اكل خاص. بمعنى ان انا اريد عرض التودوز معينة. فساكتب تودوز واقوم بانشائها. بهذا الشكل. وهي بشكل افتراضي. هذه التي ساعرضها. وهذه الطبقة نفسها. كما جاءتني من السيرفر احتفظ بها. وهذه المعدلة او المفلترة او اي شيء اريد ان اقوم به سيكون على هذا. فبالتالي هنا بالموضوع الباجي نيت هنا سنعدل على display todos. واذا لم يكن هو فعليا مفاعل فانا اريد ان يقوم بعرض ماذا? التودوز التي جاءت نفسها من السيرفر. لكن اذا تم تفعيلها فهذه display todos ستكون تساوي filtered todos او ليس filtered باجي نيتد تودوز مثلا. وهذه الباجي نيتد تودوز مثلا ستكون تساوي امتي اريد مبدعيا. ما زلنا نعرض هذا. ما زلنا نعرض التودوز الاصلية بدلا ان نعرض ماذا? ال display todos. فبالتالي هنا ساقوم بعد بدلا من تودوز هنا display todos. بهذا الشكل. هنا في الاعلى عند الانت جيد او في الاعلى ما زالت display todos هي نفسها. انا لم اقوم باعطائها قيمة معينة عند البداية. يجب ان اقوم بشيء حتى اعطيها قيمة. يجب مثلا ان اقوم بالنقر على الزر. حتى اقوم بفعلا تطبيق paginate todos عند البداية. بالتالي يجب ان اكتب هنا this.paginate todos. عندما يتم النقر على الزر. هنا هذا الزر. عندما قمنا بالنقر عليه بكل بساطة. نحن لم نقوم باي شيء. لم نقل له مثلا قم بالpaginate. هذا بعقلنا. يعني هذا كان في عقلي انه يقوم بذلك. لكن فعليا بالكود انا لم اكتبه. فبالتالي يمكن ان اقوم بالتالي ان paginate todos. لكن هذه الباجinate todos. اذا كانت الباجinate مفاعلة. لكن هذا الشيء فعليا هو يسألهم هنا. والتالي هنا سنكتب باجinate todos. هكذا. يفترض ان يعمل. نعم الان عمل بشكل صحيح. لان بكل بساطة بداية عندما كانت غير مفاعلة ظهرت لي كل عندما لم تكن مفاعلة قمت بالغائها وجعلها فقط. طيب الان اريد ان اجعل اجعلها فعلا فيها شيء معين. فالشيء الذي يمكن ان اغيره هنا بالسكريب. ان عندما يتم فعليا تفعيلها هنا. ساقوم باخذ نقطة البداية. يعني عادة عندما تقوم بالفاجinate او بالتقسيم. فالتقسيم الموضوع الذي تريد تقسيمه يكون عبارة عن الري. فانت تحتاج ان تأخذ بداية التقسيم. انت تريد مثلا من عنصر زيرو لعنصر عشرة مثلا. من عنصر واحد لعنصر عشرة. فانت تريد ان تعرف البداية والنهاية فقط. هذا يعتمد على الصفحة الحالية. فسنأخذ الصفحة الحالية جيد. ونقوم بتنقيس منها واحد. مثلا اذا كانت الصفحة الحالية واحد. فستصبح الان زيرو. وثم سنقوم بضرب ذلك بالعدد العناصر بالصفحة. وهذا ساشرحها لكم. مثلا اذا كانت الصفحة الحالية هي واحد. فاذا واحد ماينس واحد زيرو. ضرب عشرة فالجواب زيرو. الجواب زيرو نعم. وهذا يعني ان سنبدأ العد اذا كنا في الصفحة الاولى نريد العنصر زيرو من الاراي لان العد بالاراي يبدأ من زيرو. لكن مثلا لو كانت الصفحة الحالية الثانية فنحن سنقول اثنين ناقص واحد ضرب عشرة. يعني واحد ضرب عشرة. وبالتالي العنصر الذي سنبدأ العد منه هو عشرة باراي. يعني عنصر عشرة هي حسب عدد عناصر الاراي. التي تبدأ من زيرو. وعشرة يعني اه بهذا الشكل بهذا الصياق يعني. نفس القصة بالنسبة لثلاثة فاذا كتبت الآن ثلاثة. ثلاثة ناقص اثنين. اه وهنا سيبدأ العد اثنين ضرب عشرة عشرين. وهكذا. اذا هذه هي البداية بحسب الكرانت بيج. اما بالنسبة للانت. فالانت جدا سهلة. لماذا? لانها ستكون هي البداية زائد عدد العناصر بالصفحة. يعني مثلا البداية كانت زيرو. النهاية ستكون زيرو زائد عشرة. والتالي سيكون هنا ستار زائد ذس. فقط. بالنهاية هذه الفاجينيت. الفاجينيت الدو دوس. يجب ان تكون بالشكل التالي. يجب ان نقول ان نحن يوجد اه مثل يمكن ان نطبقها على الاري اسمها بجابا سكريب. فهنا سنعطيها البداية والنهاية. شيء بسيط جدا. وبهذه الطريقة نحن ماذا قمنا بتقسيم اه العناصر حسب الصفحة الحالية التي هي واحد. فالان يفترض ان يظهر لنا اه عشرة عناصر فقط. اذا لاحظوا الان يظهر كل شيء. اذا فعلتها هناك خطأ. ليست لان مرة اخرى نفس القصة اه السابقة اللي خاصة باليوزرز. اه هنا يجب ان نكتب بجانب الرسبونس لانها تعيد لنا رومس. اذا هنا يجب بخصوص الفتش تدوز. فهذا مرة اخرى نحدث. فهذا الان سيظهر كل شيء. اذا قمت كده يفترض ان يظهر لي فقط عشرة. لاحظوا فقط عشرة. فذا من هنا اه من الواحد ظهر لي لعشرة. اذا سهل جدا صحيح. اه الشيء الثاني الذي يجب ان نقوم به هو تغيير الصفحة. كيف سنغير الصفحة يا ترى? يعني الان كيف سنغير الصفحة اه لتصبح مثلا يعني مثلا الان هي الصفحة الاولى. كيف نلتقل الصفحة الثانية. فيفترض ان يكون لدينا هنا ازرار. صحيح? يفترض ان يكون لدينا ازرار. هذه الاسرار تساعدنا عن نقرر اليها والتقسيم. فمن هنا ادنى البطن هنا ساقوم باضافة اسمها واريد فعليا ان اقوم بانشاء الري هنا من عدد الصفحات. يعني مثلا هنا لاحظوا لدينا مثلا عدد الصفحات الآن زيرو. يجب ان نحدثه. وبعد ان اصبح عدد الصفحات مثلا الان سنقوم بانشاءه. لكن بعد ذلك مثلا استنتجنا مثلا عدد الصفحات عشرة. فاريد انا ان انشئ الري من من هذه الاشياء. كيف ذلك ان تكتب واحد اثنين ثلاثة حتى عشرة. كيف يمكن ان اقوم بذلك? فاذا بداية عندما انا اجلب التدوز هنا. هنا عندما اجلبها من الفيتش تدوز. يمكن مباشرة ان اقوم بحساب العدد الصفحات. فاذا من هنا مباشرة. وهنا سيكون this pages count. وهنا فعليا انا ساخذ الريزول. وساخذ من هذه الريزول اللنت. لان هذه الريزولت عبارة عن الري. فاذا ساخذ هذه الري عدد عناصرها. واقسمه على عدد الصفحات. عدد العناصر بالصفحة. فمرة اخرى ساشرح لكم هذا الموضوع. يعني مثلا لو انا لدي مثلا هو الحالة لدينا هنا مائتين عنصر. مائتين مائتين مهمة. وانا اريد ان اعرض عشر مهمات في الصفحة الواحدة. عشر مهمات في الصفحة الواحدة. وبالتالي كم صفحة سيكون لدي? سيكون لدي هو المائتين تقسيم عشرة. صحيح? مائتين تقسيم عشرة. هذا هو عدد الصفحة. وبالتالي هنا هذا هو. لكن ربما يكون الجواب اه فيه كسور او فيه يعني فاصلة واعشار. هذا لا اريده. انا اريد التقريب. وحتى يتم التقريب ساكتب هنا اه اه ساكتب مات دوت سيل. وهنا هذا اه ماذا تفعل تقرب للاعلى? هذا الشيء الذي انا فعلا اريده. يعني مثلا لو كانت النتيجة على سبيل المثال. كانت النتيجة واحد ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة ثلاثة هكذا. انا اريد فعليا تسعة. لماذا? لان هذه الثلاثة الثلاثة تذهب لصفحة الاخرى. لو كانت عنصرين. لو كانت ثلاثة عناصر. جيد. يعني الباقي يذهب بصفحة اه منفصلة. فالان اصبح لدي اه فعليا عدد الصفحات موجود. فالشيء الذي يمكن ان اقوم به الان هو التالي. هو انني احصل على عدد الصفحات اه بكاري. فكيف سنقوم بذلك? يمكن ان اضيف هنا مثلا شيء هكذا. واسميه sitters هكذا. واكتب set او 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 ليس من ال sitters هي. من ال getters. ان نقول get pages array. وهنا نريد ان نقوم بانشاء range من الرقم. هذا الشيء الذي احاول انشازه الان بجاباسكريبت. يعني الفكرة الان لدينا عشرين اه عشرين مثلا بيجز كاونت تساوي عشرين. الشيء الذي اريد انجازه من array ان انتج واحد اثنين ثلاثة اربعة حتى عشرين. عشرينة. فانا اريد انجاز ذلك اين? بجاباسكريبت. كأنني اريد انشاء array من رقم. يعني اريد انشاء range او مدى او مجال اسمه يعني. يمكن ذلك بكتابة التالي. فذا انا ساكتب array from. واعطيها length. اللنث سيكون هو this pages count. وبعد ذلك طبعا هذا لا اريد ان يكون فيه zero كده. انا اريد ان يبدأ من واحد. وبالتالي هنا ساستخدم هذه الخاصية او هذا ال callback حتى يعدل على هذه هذه الريق بان نضيف واحد لكل عنصر. فالان اصبح لدي range فانا الان يمكن ان اقول return range بهذا الشكل. فالان نعود لموضوعنا السابق. هو اننا هنا نريد ان ننتج ازرار لكل الصفحات كيف ذلك. فالان اصبح لدينا array. فبتالي ساجلب template هكذا. واكتب اكس تاش فور. واي اند بيجزء array التي انجدتها قبل قليل وهي method. والkey يمكن ان يكون هو هذه الاي. وهنا ساقوم بانشاء زر لكل اه زر لكل 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 صفحة. فسيكون الزر هو اسمه اه اي. الذي فيه يعني واحد اثنان ثلاثة. فكيف سيكون نتيجة? هل سنحصل على خطأ يبدو? لا لا لم نحصل. الحمد لله لم نحصل على خطأ. لاحظوا من واحد لعشرين. هذا الرقم طبيعي لان لدينا اه مائتين مهمة سنقسمها على عشرة. وبالتالي الجواب عشرين. يمكن انا ان اعطيه هذا الشيء هنا. اه اين هو? ان اعطيه بهذا الشكل. مثلا حتى يكون شكله جميل. وهكذا. لاحظوا في ذنة الان جميل. الان القصة الان عندما يتم النقر على هذا الزر كيف ما الشيء الذي سنقوم به? وكيف نعرف ان فعلا تم النقر على على هذا? يعني الان مثلا عشرة مفاعلة. كيف نعرف? فيمكن ان نضيف لهذا الموضوع بالطريقة التالية. ان نضيف او بداية ان نبدأ مع ان ماذا نفعل عندما يتم النقر على هذا الزر. فاذا عندما يتم النقر انا اريد ان اغير الصبحة الحالية. اذا الصبحة الحالية هي واحد. لكن بافتراضي. لكن عندما يتم هذا النقر على هذا الزر انا اريد جعل الصبحة الحالية هي تلك الزر. يعني اذا نقرأ على ستة عشر تكون ستة عشر الصبحة الحالية. رقرة على اثنين هي الصبح الحالية. فهذا الفنكشن انا لم انجزه هو التالي ساكتبه الان. فبالداخل هنا هنا يمكن ان اكتب سيترز وساكتب سيت كارنت بيج. ساخذ الرقم اذا لم يكن موجود ساعطيه واحد. وبهذا ساجعل تساوي هذا الرقم المزود. ليس هذا فقط بل عندما يتم تحديد انا اريد فعلا ايضا ان يعيد الذي كتبناه هنا ويعطيني فعليا التدوز الصحيحة. لان هذا التقسيم يعتمد على فعندما تتغير اريد ان اعيد تنفيذه. وبالتالي هنا ساكتب ودعونا نتأكد انه يعمل من خلال اضافة هنا كلاس دينميكي. بنفس الطريقة السابقة سنكتب سنعطي كلاس اسمه وهذا الكارنت بيج اذا كانت الكارنت بيج هي تساوي هذا الذي انا قمت بوضعي هنا. اه طبعا يوجد بالسطايل ها هو. فالان يمكن ان نرى تحديد. لاحظوا واحد هي مفاعلة. طب لو كتب تسعة تعمل فعليا. واثن عشر تعمل. وكل شيء يعمل بشكل صحيح. يجب ان اقوم بهذا الفنكشن. فذا مرة اخرى تحديد. والان لاحظوا يفترض ان يعمل. ايضا لا يعمل. فذا لنرى المشكلة. اذا انا فعلتها. والان تعمل. صحيح. الان تعمل. فيجب ان افاعلها. فيمكن الان ايضا ماذا نفعل? ان هذه الازرار لا يجب ان تظهر اذا كانت هذه غير مفاعلة. هنا يجب ان اكتب اكس داش شو. يجب تكون مفاعلة حتى اه تظهر. فبالتالي مرة اخرى تحديث ولاحظوا اه عندما تكون مفاعلة ستظهر هذه الازرار. وبالفعل هي تعمل بهذا الشكل. مرة اخرى لاحظوا. تعمل بشكل جيد. فذا ممتاز. هذا شيء ممتاز فعليا. اه الشيء الذي اريد ان اقوم به الان هو التالي. هو الشيء تعلمناه نحن في الدروس السابقة. وهو كيف يمكننا الان ان نقوم بي. يعني الان انا كتبت هذه هنا. لكن يمكن ان اقوم بترتيب الكود بشكل افضل ان انقل هذه هذه كلها. اذن لنرى اين هي. ليس هذا نعم. هذا. سانقل انا بهذا الشكل. سانقله للادنى هنا. لكن ابقى انا بالالباين. ابقى بالالباين هنا. فهنا ساكتب تعليق واقوم باضافة تامبلت. وبداخل هذا التامبلت ساكتب الكود الذي انا قمت بنسخة. اذن ثواني. فاذا وضعته هنا. ويمكن ان انقل هذا الكود كله باستخدام تليبورت. الذي تعلمناه بوقت سابق. اريد ان انقله الى بهذا الشكل. وبالتالي ها هو في الاعلى. اين هو? ها هو? وهذا هو الخاص به. يفترض الان ان يكون كل شيء صحيح. لا مشكلة بذلك. فاذا ها هو. والان لدينا بهذا الشكل. انا فقط رتبت الكود الخاص به. ونقلت نقلت هذا كله ان اضعه بداخل فبالتالي الان كل شيء اريد اكتبه ساكتبه هكذا. بعيد عن مكان عرضه لغايات الترتيب ولغايات التنظيم. طيب. هل نكمل? نتوقف. يوجد شيء يمكن ان نقوم به ايضا. وهو اضافة شيء هنا قبل اله هنا. قبلها يمكن ان نقوم باضافة شيء اسم اه طبعا هذا الاسبينر له انا اضافته لالستايل. مرة اخرى الستايل. فاذا ها هو ستايل الاسبينر. انا اضافته هنا. فاذا موجود. اه هنا ساقوم باضافة هذا الاسبينر. واريد ان اعرض هذا الاسبينر في حالة ان ماذا? في حالة ان اه كانت زيرو. يعني اذا كانت زيرو انا اريد ان اعرض ان يتم التحميل الان. لنرى اذا كان هذا الشيء ينجح لاحظوا. هناك هذا كأنه يدل على التحميل بهذا الشكل. لاحظوا. والان فهالواضح كان بنسبة لكم ها هو. اه هذا فقط يعني يعطي شعور ان هذا الشيء يتم تحميله الان. طيب. اريد ايضا ان اضيف شيء جديد. الذي هو عبارة عن اه سيرتش. فاذا انا اريد ان افعل خاصية البحث في التودوز. اذا اراد الشخص ان يبحث. فساسمي هذا سيرتش بوكس. وساطير هذه الخاصية في حالة ان الباجينيت لم يكن مفاعل. يعني يمكنه ان يبحث اذا لم يقسمها بصبحات. بهذه الطريقة. وانا كتبتها بهذا الشكل. لماذا? لانني ساكتب بنفس طريقة الباجينيت هنا في الادنى. ساقوم بنفس الموضوع هنا. ساكتب سيرتش بوكس. واضيب هنا هكذا واغلقه. وهنا ساقوم بنقل هذا للسيرتش بوكس. بداخل هذا السيرتش بوكس ساكتب التالي. ساكتب سيرتش بوكس كنتينر. وهنا ساضيف الانبوت. وهنا يجب ان يبحث بالتأكيد. هذا ستكون عبارة عن اه تيكس. ويمكن ان افصل على الكلمة التي سيبحث عنها بداخل اه اه اكس موضل. واكتب هنا سيرتش وورد. طيب. بالتالي هذه السيرتش وورد يجب بالاندكس ان اقوم بي اه ماذا? اقوم بوضعها. صحيح? فبالتالي هنا في اعلى. ساقوم باضافة نفس هذه هنا وساكتب ساكتب سيرتش وهذا يسمع سيرتش وورد. او كلمة البحث كي وورد. هي كي وورد او شيء كهذا لا اعرف. اه وهكذا. تكون في البداية. طيب. اه عندما يقوم بالكتابة هنا اه عندما يدخل شيء اريد ان يبحث. والبحث سيكون بفنكشن اسمه سيرتش تودوز الذي سانشئه الان. الذي اسمه سيرتش تودوز. فسنذهب الى السكريب هنا وسنكتبه هنا ما رأيكم. نكتب هكذا. نسمي هذا سيرتش اند فلتر. وهذا سنسميه سيرتش تودوز. وبداية سنقوم بانشاء اه التي نعطيها نفس القيمة الابتدائية لتودوز بهذا الشكل. الان سنسأل هل السيرتش وورد موجودة فعليا? هل تم البحث عن شيء فعليا? اذا كان كذلك فانا ساقوم بجعل الفلتر تودوز تساوي ال الاشياء التي تم فعليا عرضها على الشاشة. وساقوم بفلترتها بالطريقة التالية. سافلترها. كيف ذلك? سافلترها حسب التايتل. فاذا كان التايتل يحتوي على كلمة البحث التي هي .سيرتش وورد. طبعا كلمة البحث انا اريدها لور كيس حتى اذا كتب مثلا ابر كيس ايضا يمكن ان نحصل على نتيجة. وفقط. هذه هي القصة يعني. فالان بعد ما حصلنا على الفلتر. الفلتر تودوز. فالشيء الذي نريد ان نفعله هنا هو التالي. هو ان سنجعل ان تساوي الفلتر تودوز التي قمنا نحن بفلترتها. فاذا نتيجة الفلتر حسب كلمة البحث. هي التي اريد انا فعليا ان اضعها هنا. طبعا هذا فقط. ايضا دعوني يعني يكون الموضوع على هذا الموضوع ولنرى النتيجة. فكان هناك نتيجة او خطأ. كالعادة. نحن دائما يظهر لنا خطأ. لاحظوا هنا يدينا اليمبوت. يمكن ان نكتب هنا بلايس هولدر. اذا نكتب مثلا. حتى يكون واضح يعني. اذا ها هي. فاذا الان يمكن ان مثلا ان ابحث عنك هذه الكلمة. فاذا لاحظوا ابحث عنها. لاحظوا ظهرت لي الاشياء التي فيها هذه الكلمة فعلية. بهذا الشكل. فاذا ممتاز. فاذا الان يعمل هذا. لاحظوا. لكن عندما لا يعمل يظهد لي هذا الاسبينر. لماذا? لان نتيجة هي عبارة عن اه نتيجة هي عبارة عن امتي. فكيف يمكن ان اعالج هذا الموضوع? يمكن ان اعالجه بالطريقة التالية. لان فعليا انا لا اريد اه عندما تكون الاسبليت امتي ان يظهر الاسبينر. انا اريد عندما تكون التدوز امتي لان التدوز تأتي من من السيرور. فاذا جاءت امتي يعني هناك خلل معين. فيمكن ان اكتب هكذا اذا كانت التدوز. وهذا الشيء ليس اه ليس دقيق جدا لكن يمكن ان نتعامل معه حاليا بمشروعنا. فاذا الان لاحظوا اذا كتبت شيء لن يظهر شيء لكن انا اريد ان يظهر الشخص ان يعني انت لا يوجد نتيجة او شيء. او النتيجة للامر كده. فيمكن ان اكتب هنا بدا اقوم بانشاء اه شيء هنا. سيرتش ريزولت سيرتش ريزولت سيرتش ريزولت سيرتش ريزولت سترينج ويكون امتي سترينج. وفي النهاية هنا عندما يأتي هنا عليك ريزولت جيد يمكن ان اسأل ان اكتب هل مثلا اعكده هنا. هل الفلتر لاتساوي الزيرو. طيب نعم او لا. اذا كانت لا تساوي الزيرو فاجعل الدس بلاي تساوي الفلتر. واجعل السيرتش ريزولت سترينج يساوي وهنا نضيف يعني يكتب له غير ذلك فنحن لن نغير شيء على المعروض. او لا اعرف. الان سنرى. اذا سيرتش ريزولت سترينج هنا ستكون بهذا الشكل. اذا لنرى النتيجة تحديد. اذا الان لو كتبت مثلا هكذا. يوجد ريزولت لكن لم يظهر هذا. لماذا? لان بكل بساطة نحن لم نظهره بالاندكس. فاذا بالاندكس هنا او بالاتج تعمل بعد الانبوت هنا يمكن ان نضيف التالي البرغراف هكذا. ويكون كذا ونضيف السيرتش ريزولت سترينج. وتحديد واكتب مثلا لاحظوا ريزولت او اي. ريزولت او كذا. لكن لو كتب شيء سيقول نو ريزولت باوند. جيد. وسيبقي هذه كما هي. يمكن مثلا انا ان اقوم بالشيء التالي. انا اقوم مثلا اذا لم يكن هناك ريزولت اجعل عفوا اذا لم يكن هناك ريزولت اجعل يمكن ذلك. ومثلا مرة اخرى تحديث. طبعا هناك خطأ ما هو لنرى. اه للاسب قاموا بالبلوك لنا. لا اعرف اذا قاموا بالبلوك لهذا المشروع. اتمنى لا. اتمنى لا. نعم الان جيد. اه فلاحظوا ولن يظهر اي شيء. لكن لو كتبت كذا. لو اه مثلا مسحته. جيد مرة اخرى. لو كتبت كذا. جيد. لو كتبت لا يوجد نتيجة. لو مسحته. اعاد الموضوع. اه طبعا هذا يلاحظوا تظهر حتى لو لم يكتب اي شيء. فيجب هذا ان اظهرها فقط اذا اه كان هناك داعي لاضهارها. وبالتالي هنا يمكن ان اكتب اكس داش شو. ان search result string. يجب ان لا يساوي زيرو. يعني اذا لم يكن يساوي زيرو فاعرضها. وبالتالي مرة اخرى تحديث. وهنا no result found. لكن لو كتبت كذا ما زالت تظهر. يمكن ان نكتب الشيء التالي. انه اه في النهاية هنا. اذا كانت السيرتش وورد امتي لا يجد سيرتش وورد. فسنجعل سنقوم بريسيت لهذا. ونجعل السيرتش result string empty string. بهذا الشكل. اذا في هذه الحالة يفترض ان لا يضخم. اذا مرة اخرى التحديد. واذا كتبت اي شيء no result found. اذا مسحته يفترض ان يختفي. جيد جدا. ممتاز. استطعنا نقوم به. سنكمل مع مشروع الموجود لدينا هنا. وسنقوم ببعض التعديلات على هذا المشروع. يعني اذا ذهبنا الى الاندكس. وثم ذهبنا الى لسكريب دوت جي اس. ها هو. لاحظوا هنا انا اقوم بشيء معين على تحديد اه السيرتش اه سيرتش سترينج او سيرتش رزولت سترينج. فانا اريد ان اقوم بباضافتها بفنكشن مخصص. فيمكن ان اضيفها هنا. مثلا ان اكتب اه ابديد سيرتش سترينج هنا. او سيرتش رزولت سترينج. وسيكون اسم الفنكشن ابديد سيرتش رزولت سترينج. والاشياء التي فعليا انا ساكتبها بداخله هي التالية. هي نفس الاشياء التي كتبتها هنا. نفسها هذا. ساعيد كتابتها. ساترك هنا. هكذا التعليق حتى اعود الى هنا. ساكتب نفس هذه الاشياء. لكن الفلتر تدوز هنا ما هي? هي فعلا ديسبلي تدوز. كيف ذلك? لان هنا بعد ان يتم الانتهاء من تنفيذ السيرتش تدوز. الشيء الذي سنقوم به هو اننا سنجعل الديسبلي تدوز تساوي الفلتر تدوز. صحيح? فكون هذا الشيء صحيح. هنا انا قمت باضافة حرفين هكذا. يفترض صحيح? نعم. فهذا الشيء صحيح. ففي الاعلى هنا. الان اصبحت الفلتر تدوز هي نفسها تدوز تدوز. وبالتالي هنا في الاعلى يمكن ان اكتب هكذا. ان هنا. this.displayed.todos.length يساوي 0. سامسح هذا. اذا كانت لا تساوي 0 فسنجعل السيرتش تدوز كذا. else سنقول لا يوجد نتائج. وسنجعل display to do's empty array. وهنا اذا كان لا يوجد search string سنجعل search result string empty string. وبالتالي هنا يجب ان اقوم بچولينج لهذا الفنكشن الذي هو اسمه update search result to do strings. أنا ساقوم بكولينج لهذا الفنكشن. فاذا عدت الى هنا وتحديد يفترض ان لا يختلف اي شيء عن الشيء السابق. فمثلا اذا كتبت مثلا هكذا سيقول لي the search result. اذا كتبت شيء غير موجود سيقول not found. واذا لم اكتب اي شيء يفترض ان يعيدها كما كانت. فهذا الغرض من هذا هو فقط شيء بسيط جدا هو يعني ترتيب الامور بشكل اكبر. الشيء الثاني الذي اريد تعديله عن الذي كتبت بوقت سابق. هنا عندما قلت لكم بخصوص البحث. فانا قلت لكم سنحولها لتو لور كيس. الشيء الفكرة هنا اريد ان اوضحها. ان مثلا التايتل لتو دو يمكن ان يكون هكذا مثلا. هكذا. ابر كيس. جيد. والشخص يكتب نفس الكلمة بالبحث نفسها سيدخلها نفسها. نفس هذه الكلمة. لكن ماذا تكون لور كيس. فاذا بهذه الحالة لن يكون هناك نتيجة. لان هذا البحث الخاص بنا هو بحث اه يعتمد على الحالة. او على الكيس. انا اريد ان لا يعتمد على الكيس. فبالتالي الشيء الذي يجب ان يكون هنا ان اذا كانت عندما ابحث بالتايتل احوله للور كيس. جيد. واقول ان هذا التايتل كلاور كيس. هل يحتوي على كلاور كيس. يعني انا ابحث فقط بلاور كيس بغض النظر اذا كان التايتل مكتوب باحرف كبيرة او صغيرة. وبغض النظر اذا كانت كلمة البحث كبيرة وصغيرة. فتالي هنا هذا ستعطي نتيجة وايضا هذا ستعطي نتيجة. لاحظوا ابر كيس لكن اعطت النتيجة اللور كيس. اذا ممتاز. الان اريد ايضا ان اضيب شيء لهذا المشروع. هو الفلترة حسب اذا كان الشخص قام بالعمل او لم يقم بالعمل. اه يعني كومبليتد او نوت كومبليتد. يعني هنا لاحظوا لدينا بعض المهام تم القيام بها وبعضها لم يتم قيام بها. انا اريد هنا ان يكون هناك زر فلترة اذا كانت اذا تم القيام بها او لم يتم. فكيف سنقوم بذلك برأيكم? فبنفس الطرق السابقة. فيمكن بكل بساطة هنا بالاندكس. اه وادنى هنا السيرتش بوكس. نفس السيرتش بوكس يمكن انا اكرره. لكن الان ساعطيه ايدي اسمه اه فلتر اه بوكس فقط. بهذا الشكل. وبالتالي في الادنى هنا اه لدينا هنا السيرتش بوكس. يمكن انا اقوم انا اقوم با اه بذكراره واكتب هنا فلتر بوكس. وهنا ساجعل هذا يظهر بداخل الفلتر بوكس. وساقوم بافراغ هذا. واكتب. وهنا ساقوم بانتاج ديف. فهذا فلترز كونتينر. هذه الدف ضرورية قدنا التامبليت ان تكون. حتى يعني التليبورت كل شيء بداخل الدف هذا سيتم تليبورت لها. يتم نقلها له الهاش ال ايدي داش بوكس. اه اذا كتبت هنا شيء وهنا شيء ربما لا يظهر هذا الشيء الثاني في 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 المكان الذي نقلته اليه. وبالتالي مهم جدا ان تحيطه بهكذا. طيب. انا الان سانشئ الابل. ولا دعي لهذا الفور. وهنا ساقوم بادخال انبوت بهذا الشكل. هذا الانبوت سيكون نوعه وحالته ستكون اسمها شو كومبليتد فقط. سنتحكم به او سنتحكم عند تغييره سنتحكم به من خلال فونشن سانشئه الان اسمه فلتر باي كومبليتد. وان الليبل هنا ساكتب شو كومبليتد. طبعا هذا الشيء نفسه ساكرره مرتين مثلا هنا ساكرره بهذا الشكل. وهنا ساكتب بالاكس مدل شو ان كومبليتد يعني العكس ان كومبليتد وهنا ايضا العكس ان كومبليتد انتبهوا. بهذا الشكل بهذا الشكل وهنا سنكتب شو ان كومبليتد. واضح? طبعا هذه الاشياء هذا فقط وانا لم انتج هذه الاشياء بعد او لم اضعها بالسكرات لكن اللي نراها سيعطي خطأ يفترض ان يعطينا خطأ او شيء اه نعم سيقول لنا ان هذا غير معرف فعليا وهذا خطأ طبيعي يعني هذا اصبح من الاخطاء اه المألوفة بالنسبة لنا ان هذا لم نعرفها فظهرت هناك خطأ وهنا عدينا وهي عبارة عن وهذا عبارة عن سننشأ الكومبليتد والان كومبليتد في الاعلى هنا فسنكتب هكذا وهنا سنكتب وستكون والشو ان كومبليتد التي ايضا ستكون سنقوم ايضا بانشاء الفلتر باي كومبليتد وفلتر باي ان كومبليتد والتالي هنا سنضيف هنا وسننشأ فلتر باي كومبليتد وهنا بداية ايضا سنقوم بفلتر ان كومبليتد باي ان كومبليتد وهنا سنكتب فسنضعب هنا مرة اخرى تحديث وعندما يتم النقر على شو كومبليتد لاحظوا سيظهر فلتر باي كومبليتد وعندما يتم النقر على الاخرى سيظهر فلتر باي ان كومبليتد كلما تتغيط سيتم تطبيق هذه الدوال او الفلتر باي كومبليتد طب نحن فعليا سننشأ والتي ستكون هي التي جاءت من السيربر سنتحقق اذا كان الشو كومبليتد بترو لان في هذه الحالة نحن نريد ان نقوم بالفلتر وبالتالي هنا سنكتب التالي سنكتب ان نعدل على الفلتر ستكون تساوي فلتر وهنا سنأخذ التدو ونقوم بفلتر لها حسب الكمبليتد بمعنى هنا الشيء الذي يحدث ان اذا كان هذا الشرط سيعيد عنصر الاري فكان الاري فيها العنصر فيها سيعيد هذا العنصر وبالتالي هنا فلترنا الاري حسب حسب ماذا حسب الكمبليتد بالنهاية سنجعل تساوي فلتر بهذا الشكل فاذا الان سننتفذ تحديد اذا الان اذا قمت بنقر على شو كومبليتد سيظهر هذا ستظهر الكمبليتد وغير ذلك سيظهر كل شيء واضح الآن سنقوم بنفس الموضوع بالنسبة لي الفلتر باي اه ان كومبليتد لكن هنا سنسأل اذا كانت شو ان كومبليتد اذا كانت ترو هنا سنقوم بالفلتر عكس الحالة اذا كانت فوس نحن نريد ان نأخذها او نفلترها ونفس الموضوع السابق نفس الشيء فاذا الان لو قمنا بالتحديد لاحظوا شو كومبليتد سيظهر شو ان كومبليتد اه هنا ايضا سيظهر لكن لاحظوا مفاعلة الاثنين معا لا نريدها مفاعلة معا فيمكن ان نقوم بالشيء التالي هو ان هنا عندما يتساك كانت شو ان كومبليتد درو سنجعل شو كومبليتد فولس هذا شو كومبليتد وهذا نفسه هنا في الاعلى اذا كانت شو كومبليتد درو سنجعل الاخرى فولس الثاني الان اذا كانت شو كومبليتد ترو جيد الشو ان كومبليتد سيكون العكس جيد هكذا واضح يعني سهل جدا طيب الان نريد ان نقوم بالدمج هذا مع البحث يعني مثلا اذا قام مثلا بالبحث كذا ونريد ان ندمج البحث مع الشو كومبليتد اذا كان هناك كلمة بحث هنا وقال نريد ان يظهر حسب كلمة البحث فالشيء الذي يمكن ان نقوم به هنا في الاعلى ان نسأل هل هناك كلمة بحث اذا كان هناك اه كلمة بحث فنحن نريد ان نطبق الفلترة السابقة هذا نفسها الفلترة بالسيرج ان نفلترها اه هنا جيد لكن هذه الفلترة لا نريدها على هذا هذا نريدها على الفلتر بهذا الشكل ونفس القصة اه في الفلتر ان كومبليتد سنضعها اه هنا بهذا الشكل هذا الشيء ماذا يفعل فاذا كان هناك لدينا كلمة بحث سيأخذ النتائج بكلمة البحث ثم سيفلترها حسب الشو ان كومبليتد مثلا فمثلا الان لو كان داي مثلا هذه الكلمة فسأحدث مرة اخرى اذا كان داي هذه الكلمة انا بحث عن كلمة فاذا كتبت اذا قمت بشو ان كومبليتد سيتم تطبيق فانكشن شو ان كومبليتد الان سيأخذ كلمة البحث بعين الاعتبار فنلاحظوا ستظهر لي الاشياء التي فيها كلمة البحث مرة اخرى لو كتبت شو ان كومبليتد سيأخذ ايضا نفس الكلمة بعين الاعتبار ويظهر لنا منها الكمبليتد واضح طيب لكن عندما انا اقوم بالتغيير اه بالتغيير هنا مثلا على هذه الكلمة بهذا الشكل لن يأخذ اه هذه الفلتر هذا بعين الاعتبار لان يجب ان اضيفها لفنشن كيف ذلك اذا هنا في الاعلى هنا انا فعليا اريد نفس الموضوع الذي ادخلته هنا بهذا الشكل سأطبقه هنا في الاعلى سأضيفه بهذا الشكل سأضيفه هنا ونفس سأطبقها ايضا هنا فالشاء الذي سيحدث هو التالي عندما يتم الكتابة بداية سيأخذ كلمة البحث بعين الاعتبار جيد طبعا هنا ايضا يمكن ان نجعل الفلتر تدوس هي التي يتم التحكم بها وبالتالي هنا سيأخذ كلمة البحث بعين الاعتبار ثم يرى اذا كان هناك سيطبقها اذا كان هناك فلتر غير مكتمل سيطبقه ثم سيعرض الامور فاذا الان لو كتبت انا اي شيء هكذا وقمت بكتابة مثلا شو كومبليتد كذا لكن لو انا قررت التغيير لا وجد نتائج لكن لو غيرت قررت مثلا ابحث عن هذه كلمة وشو انكمبليتد مفاعلة سيتم فقط عرض شو انكمبليتد واذا كانت شو كومبليتد مفاعلة سيتم عرضها اذا قررت مرة اخرى التغيير سنبقى مع هذا الفلتر جيد فبهذا الشكل انا اه ربطت الفلتر معا البحث حسب الكلمة وايضا حسب المكتمل وغير المكتمل جيد الآن نريد هنا ان يظهر اه فلترة حسب الشخص يعني حسب المستخدم لان كل اه كل تدو لها مستخدم هنا نحن نريد الفلترة حسب اسماء المستخدمين فكل شخص نرى ما هي المهام التي قام بها او لم يقم بها فكيف يمكن ان نقوم بذلك بكل بساطة هنا في الاعلى بالاندكس لدينا الفلتر بوكس نكرره نريد انشاء شيء اسمه فلتر باي يوزر وفي الادنى هنا بنفس الطريقة سننتج فلتر باي يوزر بهذا الشكل وسننشئ تامبلت له نفس الطريقة السابقة سنكتب اكس تليبورت وهذا الهاش له او ال اي دي فلتر باي يوزر وهنا سنكتب هنا كونتينر فلتر باي يوزر كونتينر وسنقوم باضافة سيلكت لاحظوا هذي اضافة لكم ان كيف يمكن ان تنشئوا سيلكت بالشيك بوكس وانبوت عادي كيف يمكن التعاول مع هذي الامور فبداية انا ساقوم بانشاء سيلكت هكذا هذي السيلكت ساعطيها اكس اه اكس مودل التي سيكون سيلكتد تدو يوزر اي دي ساخذ الاي دي هنا نختار الاي دي منها اول اوبشن ساجعله فارغ وساسميه بيك يوزر اما الباقي فاقص اقوم بالدوران حول اليوزر والحصول على اه حصول على اي دي لهم لانا لدي هنا اليوزر عادة جيد ولدي هنا اه هنا قمت بجلب اليوزر بالانت فاذا انا لدي اليوزر فيمكن انا اكتب هنا هكذا وهنا اكتب اكس تاش فور واكتب هنا يوزر ان يوزر انا لدي يوزر كما تذكرون وهنا الكي هو اليوزر دوت اي دي وهنا بالداخل سانشئ اوبشن بهذا الشكل الاوبشن سيكون له فاليو الفاليو هي يوزر اي دي ويجب ان تكون دايناميك بنقطتين رأسيتين قبلها اما بالنسبة لل اكس داش تيكس ستكون هي عبارة عن اليوزر دوت نيم لانا كل يوزر له نيم سهل جدا صحيح طيب سيلكتد دو يوزر اي دي يمكن ان اضيفه هنا في الاعلى ام يمكن ان انشئ هكذا فلتر باي يوزر واكتب هنا سيلكتد يوزر اي دي او ماذا اسمنا سيلكتد دو يوزر اي دي وفا اذا لنرى النتيجة تحديد لاحظوا ها هو وظهر لي كل اسم الاشخاص التي لدي انا لدي عشر مستخدمين ظهروا لدي بهذا الشكل وكل اه باليو لهذا هي باليو الاي دي اي دي العنص اي دي اليوزر طيب الان الشيء الذي يجب ان اقوم به هو اضافة هنا انشينج ابنت يعني عندما يتم تغيير الشخص ما الشيء الذي انا اريد ان افعله اريد الفلتر طيب التالي هنا تشينج فلتر باي يوزر بهذا الشكل وسنقوم بانشاء هذا الفلتر بهذا الشكل فهنا بزاوية الفلترز هنا يمكن ان نضعه نكتب فلتر باي يوزر واسمه فلتر باي يوزر بهذا الشكل ونقوم بالاغلاق فلتر باي يوزر نحن طبعا نريد فلتر تدوز فيمكن ان نستخدم نفس الاسلوب السابق فلتر تدوز وهنا نكتب ديس تدوز مبدئيا انا سوفلتر فقط حسب اليوزر لن اضع الكومبليتد ولن اضع الانكومبليتد ولن اضع السيرتش وورد ساضع فقط الفلتر باي يوزر وبالتالي هنا سنقول التالي اذا كانت سلكتدو يوزر موجودة فعليا وليست امتي سترينج اه اللي هي الاي دي اذا كانت فعلا موجودة فنحن نريد الفلترات فلترات هذه التدوز اه فلتر حسب ماذا حسب اليوزر اي دي لان كل تدو لها يوزر اي دي فنحن نريد اليوزر اي دي يساوي الاي دي الموجود بسيليكتد اه تدو يوزر يعني اذا كان الاي دي الاي دي اليوزر يوزر اي دي الموجود بالتدو هو نفسه الذي تم اختياره الاي دي تم اختياره من هذه القائمة فهذا يعني نحن نريد هذه التدوز طبع وفي النهاية يمكن ان نكتب التالي ان this displayed to do's تساوي built to do's بهذا الشكل فاذا الان تحديث فالان يفترض ان مثلا اذا اخترت مثلا اه هذا اليوزر اسمها يفترض ان تظهر لاحظوا كل التدو خاصة بهذه القلينا طبعا اذا انا غيرتها مثلا لي اي ما هذه الاسماء تشيلسي مثلا اه لاحظوا سيظهر لي فقط تشيلسي فانا فعليا يعني استطعت ان انجز بهذا الموضوع بشكل جيد اه الان الفكرة هو ان اه ربما تقول لي طيب انا اريد فلترت مثلا المهام المكتملة التي قامت بها تشيلسي او المهام الغير مكتملة او كده هذا الموضوع انا ساتركه لك فعليا لكن ساخبرك الطريقة الطريقة هي ان بداخل فلتر باي يوزر يجب ان تنظر لفلترز الاخرى نفس الطريقة السابقة ان تنظر تقوم بنقل هذا الفلتر وايضا تنقل هذا الفلتر لداخل فلتر باي يوزر وايضا تنقل الفلتر السيرج وورد بداخل الفلتر باي يوزر وايضا يجب ان تنقل فلتر باي يوزر لكل هذه الفلترز كلها معا يجب ان تنقلها لهم يمكنك ايضا ان تفكر بطريقة اخرى لانتاج هذه المواضيع وما هي ان تنشأ فانكشن واحد فيه كل هذه الفلترز فهذا يمكنك انت ان تقوم بها كنوع من التدريب وصدقني لان يكون تدريب سهل يعني فقط لكن انا ساتركه هكذا ان يتم الفلترة حسب اليوزر فقط طيب الشيء الثاني الذي انا ساقوم به اريد عرض معلومات اليوزر عند اختياره فبالتالي هنا في الاعلى سا اضيف شيء اسمه سيليكتر يوزر او سيليكتر تو دو يوزر واجعله امتي سترينج بهذا الشكل فعندما يتم اختيار شخص ما معين هنا في الادنى اين هو عندما يتم الاختيار انا ايضا اريد ان احصل على هذا اليوزر فكيف ذلك طبعا نحن لدينا هنا فانشن لهذا لكن انا اريد ان اقوم بشيء اخر اريد ان احصل على كل اليوزر حتى اظهر معلومات وليس فقط اسمه فهنا ساكتب التالي ساكتب وهنا ساكتب وهنا ساكتب وهنا سنكتب فايند ومن كل اذا كان اليوزر اي دي يساوي this selected to do user اي دي فاذا كان يساوي فهذا اليوزر الذي اريد طيب الان ما الشيء الذي ساقوم به ساكتب ان this selected to do user اذا كان اليوزر فعلا موجود فانا اريد ان اعيد اليوزر نفسه غير ذلك ساعيد empty string بسيط جدا موضوع بسيط جدا فهذا انا اصبح لدي قائم او معلومات هذا الشخص او لدي empty string اذا لم يكن موجود فهنا بداخل التمبلت جيد بعد ال select هنا يمكن ان اضيف شيء هنا وهو التالي يمكن ان اضيف اليوزر كارد معلوماته وسا اضيف هنا او قبل ان اضيف دعوني اقوم باضافة فقط يوزر كارد هكذا وبداخلها سا اضيف انا بريغراف تاج فبداية انا اريد ان احصل على selected to do user.name ثم اريد ان احصل على ال username وثم اريد ان احصل على ال email جيد سهل جدا طيب ماذا لو كان هذا to do user غير موجود سيعطيني خطأ وبالتالي يمكن هنا ان اقوم باضافة template بهذا الشكل وبداخله اضيف اليوزر كارد وبداخل التمبلت اكتب xf x-f اذا كان selected to do user لا يساوي empty string اذا كان لا يساوي empty string فيمكن ان اه يعني ان يعني اطارت لي معلوماته فبدا لين ارى اجد اخطاء الحمد لله الان ساخطار تشيلسي بدا لاحظ اخترت تشيلسي وظهرت لي معلوماتي هاي اه مثلا اذا اخترت شخص اخر ايضا سيظهر لي معلوماته فكلما اختار الشخص ستظهر لي to do الخاص به وايضا سيظهر لي معلوماته فايضا جيد جدا بهذا الشكل فايضا هذا ايرفل وهذه اه يعني معلوماته زائد المهام التي قام بها الان سنبدأ بمشروع جديد هذا المشروع الجديد سيكون رقم ستة وكالعادة ساقوم بنسخ مشروع خمسة بمشروع ستة انسخ كل محتوياته سيكون اسم هذا المشروع اه او 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 سنقوم باضافة فيه الفورم نموذج تشجيل او تشجيل الدخول وفورم يعني انشاء حساب او التشجيل فسنذهب الى هذا هنا وسنذهب الى الاندكس طبعا هذا نسخ عن مشروع السابق يجب ان نعدل ببعض الاشياء فبداية انا سأغير التايتل فالتايتل هنا سيكون هو عبارة عن اه اكتب اوت فورمس هكذا وبالنسبة للهيدنج هنا ساكتب اه داش بورد وثبتها خطأ هكذا اه والامور الاخرى فعليا انا ساحذفها بهذا الشكل وساحذف ايضا كل التي كتبناها اه فعليا احنا فقط نريد يعني مشروع سنبدأ مجددا سنبدأ مجددا فاذا انا لهذه اللحظة هذفت كل شيء من هذا المشروع اه بقي موضوع دوت سي اس 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 اريد ان انسخ من المشروع الجديد سانسخ الستايل له الذي كتبته انا مسبقا فدعوني انسخه اذا هذا هو الستايل الجديد الذي سنتمده وايضا لو ذهبنا لسكريبت دوت جي اس هكذا اه فانا فعليا سابقي اليوزر اي دي الان ساوريكم ساوريكم لماذا سنبقي هذا جيد وسنحذف الباقي هكذا وسنحذف بالانت سنجلب اليوزر ايضا ولكن سنحذف كل شيء باقي فاذا لنحذفه فانا هنا حذفت كل شيء جيد ساحذف لدو ايضا وسابقي وهكذا فقط فاذا هذا هو الذي لدينا فالو ذهبنا الى المتصفح لنرى هذا المشروع هذا المشروع السابق لو ذهبنا المشروع الذي اه المشروع الجديد الستة واندكس لاحظوا هذا هو المشروع فقط هو فقط فيه نحن لم نكتب به اي شيء اه فعليا اعزائي هنا اليوزر التي لدينا نحن بشكل قد سابق استخدمنا يوزرز اي بي اي التي هي تستخدم الـ الان انا اريد ان اقوم بعملية تفاعل مع هذا الـ من خلال يعني اضافة مستخدم جديد عند تسجيل حساب يجب ان مثلا ان نضيف مستخدم هذا الرابط لا يتيح لنا انقيام بذلك بشكل يعني بشكل فعال فنحن سنستخدم موقع آخر الآن اسمه موقع موقع رابطه سيكون في صندوق الوصف أنا سأقوم بالدخول إليه الآن أمامكم و يعني خطوة بخطوة سأريكم كيفية العمل على هذا الموقع. إذن بداية أنا سأكتب أو سأنقر على Get Started سأختار أني أريد التسجيل عبر Gmail. أنت يمكنك أن تقوم بالتسجيل عبره طبعا مرة أخرى أنت يمكنك التسجيل عادي بدون Gmail بدون بإيميل آخر تكتب الباسورد وتكتب وتؤكدها عادي جدا لكن أنا أريد دخول عبر Gmail لدي Gmail اختباري هنا أريد أن أستخدمه فسأختار الدخول عبر Gmail سأختار حسابي الاختباري هنا. طبعا هذا إيميل اختباري وليس إيميل فعلي أو ليس إيميلي الشخص يعني. هو إيميل اختباري. وبعد التسجيل سيتم الدخول لهذه الصفحة بداية سنقوم بإنشاء مشروع جديد بنقر على بلاس. هذا المشروع الجديد سنسميه بإسمك مثلا أو بالشركة التي تعمل بها أو بكلمة تعبر عنك أنت وليس عبارة عن المشروع. فمثلا أنا سأسميها Learn With Now أو مثلا LWN هكذا. وCreate فإذن الآن لدينا هذا المشروع هنا أنت مرة أخرى سميه ما تريد إذا قمت بالنقر عليه سأدخل إلي وهذا هو المشروع الخاص بي. هذا هو رابط الABI لاحظوا نحن في وقت سابق طلبنا هذا الABI. نحن نريد أن نغيره لهذا. لكن قبل ذلك نريد أن نقوم بإنتاج نقطة لهذا الموضوع. هذه النقطة سنسميها Users بمعنى المستخدمين. هنا يمكن أن نحدد النقاط التي نريدها للمستخدمين. أنا سأمسح كل هذا مبدئيا. سأبقي الID. هذا الID يعني هو شكل أوتوماتيكي يقوم بإنشاءه. سأضيف شيء آخر سأسميه Name. وهنا بالName سأختار Full Name. جيد. وسأختار شكل أوتوماتيكي. سأتركه كلمة عشوائية. يضع بداخله كلمة عشوائية. أما بالنسبة لل Password سأختارها أن تكون Password. جيد. هكذا. Password. تكون كلمة مرور. والشيء الأخير أنا أريد أن أدخل شيء اسمه Admin. هذا الAdmin سأستخدمه لاحظوا. قمت أنا بنقر على إنتر بدون الإكمال. فإذا قمت بنقر على إنتر أو شيء وأريد تعديل. فالآن ستظهر هذا. فيمكن أن أقوم بنقر على إدد. فنعود لموضوعنا. هذا الAdmin فكرته أن ربما يكون هناك مشروع سبعة. لست متأكدة. لكن إذا كان هناك مشروع سبعة سنستخدم هذا الAdmin. و الAdmin سيكون نوعه بوليان. هل هذا المستخدم Admin true or false. هل هو مدير true or false. و Update. طبعا أصبح الآن لدينا اليوزر. الآن ما الشيء الذي يمكن أن أفعله. وبكل بساطة يمكن أن نقوم بنقر على generate on. لاحظوا تم generate data. الآن لو قمت بنقر على users هنا في الأعلى. لاحظوا سيتم جلب اليوزر. لاحظوا أعزائي. فالآن تم generate اليوزر. مثلا لدينا هذا. وهذه اليوزر name الخاص بها. وهذه كلمة المرور. فإذا تم بشكل أوتوماتيكي تم يعني إضافة بيانات. هذه البيانات سأستفيد منها الآن بمشروعي. فكيف يمكن أن أصل لهذه البيانات من الرابط هذا الرابط. من كل بساطة. فإذا إذا ذهبت الآن لمشروعي هنا. سأغير اليوزر API سأغيره بهذه النقطة. وأحذف النقطة السابقة. فإذا أصبح لدي هذه النقطة. والآن عندما يتم و تعبئة هذه اليوزر فأنا أريد أن أقول console.log user حتى أرى هل جلب اليوزر أم لا. وأعد لموضوعين. فإذا تحديد. عفوا. ليس هنا. نحن هنا. تحديد. فلاحظوا جلب اليوزر. ها هي اليوزر. طبعا هو جلبها كبروكسي. لا مشكلة بذلك. لكن تلاحظوا خمسين عنصر. وهو فعلا قام هنا بجينريت خمسين عنصر. طبعا يمكن أعتقد أن أقوم بإنشاء مئة عنصر كحد أقصى. لا يهم العدد الآن. هي مجرد الفكرة. آآ الفكرة أن أصبح لدي عدد مستخدمين موجودين على سيربر آخر على نقطة أخرى ويمكن أن أجلب بياناتهم عبر الاي بي آي. آآ هذا اي بي آي. وهذه هي نقطة الاي بي آي. وهذه البيانات موجودة على سيربر معين في على الإنترنت. إذا أردت وصولي هذه المعلومات فقط علي طلب هذه النقطة. وهذا الشيء الذي أنا قمت به في تطبيقي أضفت النقطة. رابطها وطلبتها من خلال فتش. وجلبت النتيجة. هذا هو فقط. طيب الآن آآ سنكمل بالمشروع آآ كامل. فإذا بداية هنا. أنا سأقوم ببعد الهيدنج هنا. بعد الهيدنج. سأقوم بإضافة جيد. وعطيها مثلا. آآ هكذا. وهنا بداخل هذه آآ بداخل هذه الدب. سأضيف آآ دب أخرى بآ اي دي لوجين فورم. وأيضا دب أخرى بآ اي دي ريجستر فورم. فإذا هنا سيتم إضافة الريجستر واللوجين فورم. سأكتب تعليق آآ مثلا هنا بهذا الشكل. آآ منتاز. أيضا آآ بعدها أو قبل أن ننتهي. لاحظوا هنا نهاية الدب التي يتحكم بها الباين. قبل أن تنتهي هنا أريد أن أضيف لوجين فورم بهذا الشكل. وسيكون سنضيف بنفس الطرق السابقة سنكتب ونضيف وهنا سنكتب وايضا سأكررها هكذا. وستكون هذا عبارة عن وهنا سأكتب وهنا سأكتب فالشيء الذي سيحدث الآن طبعا هناك خطأ لنرى ما هو الخطأ لنرى فإذا دعوني أضعها بداخل إذن هنا نكتب وبداخله نضع في هذا الشكل. وبنفس القصة هنا يمكن أن نكتب بنفس الطريقة هنا أن نضيف ونضيف بداخلها فمرة أخرى نحدث لنرى الآن جيد. لاحظوا ظهر لي اللوجين فورم كلمة اللوجين فورم مظاهرة لي كلمة الرجستر فورم. هذا الشيء جيد. بداخل اللوجين فورم يمكن أن أكتب التالي بداية بداخل اللوجين فورم هنا سأقوم بكتابة الانبوت الأول سيكون عبارة عن عبارة عن تكست والبلايس هولدر الخاص به سيكون هو اه او والثاني سيكون هو عبارة عن سيكون فقط. فالآن لو قمنا بكتابة هكذا لاحظوا هاده و هاده بدا منتاز. كمان لو أنا كتبت هكذا هل سيكون أوضح لنرى؟ طيب. يمكن أيضا أن حتى يكون كل شيء أجمل أن نضيف للإنبوت هنا كلاس وايضا للإنبوت نضيف له نفس الموضوع فالآن ظاهده بشكل مختلف حسب الكلاس الذي أنا أضبطه. طبعا بعد الإنبوت هنا يمكن أن نضيف عبارة عن البطن صحيح فإذا نضيف البطن هذا البطن سيكون سأجعله ايضا وفقط وهنا سنكتب لوجان هذا هو. بالنسبة نفس الموضوع سنضيف له نفس الأشياء تقريبا فإذا لنذهب لرجستر فورم هذا هو فبداخله سأقوم بإضافة الإنبوت بداية أنا سأطلب من الشخص أن يدخل النام الخاص به والنام فولنام فإذا هنا سأكتب فولنام لبلايس هولدر سأكرر الإنبوت مرة ثانية وسأجعله يدخل ماذا اليوزر نيم بالتالي هنا سأطلب منه لتسجيل حساب أن يدخل اسمه وأيضا اليوزر نيم وفي النهاية هنا سأطلب منه أن يدخل أوضعوني أضعها هكذا ربما تكون أفضل بالنسبة لكم و البلايس هولدر هذا سيكون باسورد جيد وسيكون التايب لها باسورد وهنا أيضا لدينا الـ حتى يقوم بالتحقق من كلمة المرور وبالنهاية أكيد سيكون لدينا الزر أيضا بكلاس بطن أيضا فول ويت وفقط وسنقول له أو أو الآن لو قمت أنا بالتحديث هنا لاعظوا ظهر لي هنا الفورم الآخر الذي هو كذا والساين أب الساين أب الكلاس لم يتم تطبيقه السبب أنه هكذا يجب أن يكون الكلاس من تحديث ها هو فأنا أتأكد من الكلاس الـ طبعا أنا قمت بإعطائها أيضا كلاس هو يفترض لأنا أعطيته نفس الستايلات فيمكن أن أذهب للستايل وأعدل هذا وبمكان بمكان لوجن فورم جيد هذا سأكررها وأقوم بكتابة هنا ريجستر ريجستر فورم كونتينر ويفترض الآن أن يظهر بشكل جيد ظاهدوا إذن الآن أصبح لدينا الفورم اللوجن وأيضا فورم الروجستر لكن فعليا أنا لا أريد أن يكون هذا الموضوع أنا أريد أن يتم عرض فورم واحد بالوقت الواحد فمشي الذي يمكن أن أقوم به بكل بساطة فمرة أخرى أنا سأذهب للإندكس وإلى مكان هنا إلى مكان الـ هنا وبعد الـ بهذا الشكل سأقوم بكتاب التعليق buttons أو هكذا عفوا ثواني طيب في مكان toggle buttons هنا سأضيف button هكذا وهذا البطن سأسميه have an account يعني هل لديك حساب يمكنك أن تقوم باللوجن والبطن الآخر سأقول أن create an account يعني قم بإنشاء حساب طبعا هذا الأولى سأعطيها style أيضا طبعا هذه الإستايلات موجودة بالstyle sheet والهدف منها مرة أخرى هو يعني فقط الشكل يعني نوعا ما جميل المرئي يعني ليس أكثر جيد فإذا هذا أنا أضغطها فإذا تحرير لاحظوا ظهرت ها هي لكن أنا مبدئيا الشيء الذي أريد أن أقوم به هنا أريد أن هذا 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 الزر أريد عندما يتم النقر عليه ما الشيء الذي يحدث عندما يتم النقر عليه أريد أن يعرض لي نموذج التسجيل الدخول تسجيل الدخول يعني تسجيل الدخول يعني login فالتالي هنا سأكتب أريد إنشاء شيء اسمه show register form يجب أن أجعل show register form false و show login form true يعني عندما يتم النقر عليه أريد أعرض login form وهنا بالنسبة لهذا الزر هنا جيد نفس القصة هذا الآخر لكن العكس عندما يتم النقر على create account فأنا أريد أن أظهر الـ register form وأريد أن أخفي login هذه يمكن أن أضيبها هنا بالـ script فسأكتب مثلا وهنا سنكتب show login سنجعلها false مبدئيا أو true مبدئيا مبدئيا ستكون true لأننا نريد أن نظهر تجيل الدخول مبدئيا بالنسبة للـ register form نريد أن نجعلها false مبدئيا لهذا الشكل وبالتالي هنا بالـ register login form إذا ذهبنا إلي هنا في الأدنى أين هو هذا الـ login form أنا فعليا أريد أن أظهره إذا كان show login form مفاعل وبالنسبة للـ register نفس البكرة أنا أريد أن أظهره إذا كان show register form مفاعل من الـ template هنا ونضيفه هنا يعني هنا نكتب على الـ container نريد أن نظهر الـ register إذا كان الـ register form مفاعل ونفس القصة هنا نفس القصة بالنسبة للـ login نحن نريد أن نظهر الـ login إذا كان الـ login form إذا كان show login form مفاعل هذا مرة أخرى تحديث لاحظوا الآن ظهر الـ login ممتاز لكن لاحظوا الشيء هنا يظهر لدينا الـ الـ login ويظهر لنا create account هذا يجب أن نتعامل معها فسنقول الشيء التالي أن بالنسبة للـ button هنا سنكتب أن X-show هذا هذا نريد أن نظهره في حالة ماذا؟ في حالة أن الـ show login form غير موجود يعني غير مفاعل إذا كان غير مفاعل فنحن نريد أن نعرض هذا ونفس القصة بالنسبة لهذا الـ button إذا كان show register form غير موجود غير ظاهر فنحن نريد أن نظهر له زر أن يمكنك القيام بذلك طبعا المشكلة هي هنا يجب أن أكتب وأيضا هنا يساوي فإذا تحديد إذا الآن create an account لاحظوا سيظهر لنا الآن الـ وإذا كتبت وإذا كتبت سيظهر لنا الـ فإذا create سيظهر لنا الـ و و الـ فإذا ممتاز فإذا الآن كل شيء يعمل ما هو الشيء الذي لا يعمل لاحظوا يوجد شيء نحن تعلمناه بوقت سابق لاحظوا عندما أقوم بتحديث هكذا يظهر لنا كل الأزرار الموجودة هنا لاحظوا مجددا فكيف أن نعذلك الطريقة تعلمناها بوقت سابق وأريد تطبيقها مجددا بالنسبة لهذه الأسرار يمكن مبدئيا أن أخفيها من خلال Xclock التي كتبناها بوقت سابق وهذا لها فعليا لها ماذا لها style و لو ذهبنا هكذا ها هي موجودة إذن هذه هي طريقة استخدامها إذن الآن لو قمت أنا بالتحديث لاحظوا لن تظهر بالشكل السابق لاحظوا ستختفي والآن لاحظوا هكذا طيب الآن نريد أن نقوم بمعالجة ماذا؟ بمعالجة لمعالجة اللوغان فعليا فسنحتاج بداية أن نذهب اللوغان الموجود لدينا هنا بهذا الشكل إذن هذا هو بالنسبة للإنبوت الأول سأضيف له التي ستكون هذه سنسميها هذا فيمكن أن نسميه اللوغان يوزرنين وبالنسبة لكلمة المرور فسنسميها لوغان باسورد ممتاز وبالنهاية عندما يتم النقر على لوغان أنا أريد أن أقول أريد إنشاء هذا الشيء ففقط هذه هي الطريقة الآن سنذهب إلى السكريبت هنا وسنقوم بكتاب التعليق هكذا وباللوغان سنقوم بإضافة لوجن يوزرنيم الذي هو مبدئيا وأيضا لوجن باسورد التي مبدئيا هي فذلك لنعود للوجن هنا حتى يكون فذلك لدينا هنا هذا وهذا بالنسبة للوجن تو ويبسايت فيمكن أن نقوم بإنشائه هنا هكذا لوجن والذي اسمه لوجن تو ويبسايت لهذا الشكل وسنقوم سنقوم بنوع من الValidation بداية فذلك بداية سنقوم بValidate لاحظوا الخطوات بداية validate وبعد validate نريد أن نقوم بالبحث عن اليوزر الذي طبعا هو سيقدم اليوزرنيم فبالتالي هنا في البيانات التي لدينا نريد أن نبحث عن اليوزر الذي له هذا اليوزرنيم فسنبحث عن اليوزر فذلك عفوا هنا وثالي سنحصل على كلمة مروره وكل شيء وثم سنقارن البيانات المزودة مع ال real user وبعد ذلك سنقوم بحفظ ال Logan فإذا save Logan ودائيا أو فعليا سنحفظه بال local storage لغايات التدريب وهذا شيء خطأ لكن ليس آمن ولكن سنحفظه لغايات التدريب storage هكذا فإذا هذه هي الخطوة طالما نحن سنقوم بالقيام بال validate فنحن نحتاج موضوع error وموضوع المسج فبالتالي هنا سأكتب Logan error إذا كان هنا لك error ومبدئيا لا يوجد error وأيضا Logan message مبدئيا ستكون هي عبارة عن empty strength هذه المسج سأظهرها هنا في الأعلى طبعا هنا يمكن أن أضيف هنا H2 هكذا وأكتب Logan حتى نعرف وهنا سأقوم بكتابة paragraph tag هذا الparagraph tag سيكون هو عبارة عن text text هي المسج التي اسمها Logan message أيضا أريد أن أظهر هذا إذا كان هناك مسج يعني إذا لم يكن هناك مسج أو empty string لا أريد إظهارها سأضيف dynamic class حتى أضيف مثلا class حسب error وحسب النجاح فإذا كان هناك error كان هناك Logan error أريد تطبيق class error وإذا كان هناك نجاح أريد إذا كان هناك نجاح يعني لا يوجد error أريد تطبيق هذا class النجاح وهذه الأشياء هذه classes موجودة في style sheet أيضا هذا وهذا طيب نعود لموضوع validate موضوع validate جدا سهل وهو التالي فإذا بداية سنسأل هل لا يوجد لدينا أو لم يزود الشخص username فإذا this slogan username إذا كان لم يزودها فهناك error جيد والجواب false لهذا نضعه false وسيكون لدينا التي سنقول فيها username is required وسنغلق هذا أو return يعني نوقف هذا الفنكشن لا يكمل لما بعد أيضا نفس القصة بالنسبة لل password فإذا كانت ال password غير موجودة سنجعل login error عفوا login error سيصبح true أنا قلت false وسيصبح هناك error وهذا هناك error وهنا سنكتب password is required وكما قلت لكم مسبقا تعودوا دائما عندما يكون هناك نقر على الزر عند النقر قموا بreset لكل شيء وبالتالي هنا في أول نقطة يجب أن نقوم بreset ما يعني الreset يعني هذا نعيدها للحالة الطبيعية false وهذا فقط هذا الشيء الذي أنا سأقوم به حاليا فإذا لنرى النتيجة فالآن لو ذهبت إلي هكذا وتحديد فإذا لم أدخل شيء لاحظوا سيقول لي is required إذا أدخلت username سيقول لي password is required وإذا أدخلت كل شيء لن يظهر أي شيء مبدئيا فإذا الآن سنستمر بموضوع الوغان فنريد أن نحصل على الشخص فإذا get user نريد أن نحصل على هذا الشخص حسب حسب user name فهنا سأقوم بإنشاء آآ عليك مبسط سأسميه الغرض من هذا الموضوع هو فقط موضوع تنظيمي وبالتالي هنا سأكتب get user by username وسأحصل على username هنا وفقط هذا هو طيب كيف سيحصل على user by username بكل بساطة هنا من user كذا نكون user سأقول من this users التي جلبناها من السيرفر سنجد أن username كل واحدة منها إذا كان user منها username يساوي username المزود هنا فهذا الشيء جيد فبالتالي هنا سنقول user إذا كان user سنعيد إذا كان موجود سنعيده نفسه إذا لم يكن موجود سنعيد false هذا يدلنا أن مثلا هذا user غير موجود هذا يمكن أن استفيد منها بfunctional user بfunctional user login to website حتى نتأكد إذا كان هذا user موجود أو لا فالآن بالنسبة لget user هنا بداخل function login to website يمكن أن نكتب user وسأكتب هنا this get user by user name وأكتب this login username زودته بال user name إذا كان هذا user ليس false أو كان false فعليا فأنا فعليا سأضيف error هنا هذا error سيكون التالي سيكون أن user user do not exist create an account يعني هذا الحساب غير موجود واضح سهل جدا الآن سنتعامل مع موضوع إذا كان user فعليا موجود لكن قبل ذلك دعونا يعني ماذا نفعل نتحقق من هذا الموضوع يعني مثلا أنا الآن سأحدث هكذا وأكتب أي شيء سيقول لي user do not exist طيب كيف نجرب مع user exist ففي قاعدة البينات لدينا هذا أو في ال API الخاص بنا لاحظوا user name مثلا هذا سأضيفه هنا وبالنسبة لكلمة المرور هذا سأضيفها هنا فالآن يفترض لا يظهر لي الشيء يعني كل شيء تمام الشيء الثاني الذي يجب أن نتحقق منه هو كلمة المرور فالآن اليوزر موجود يجب أن نتحقق من الكلمة المرور كيف نتحقق منها؟ بكل بساطة اليوزر الذي جلبناه من السيربر إذا كانت الباسورد له تساوي أو لا تساوي دعونا نناقش حالة ال error لا تساوي ال login username المزودة أو ال login password وليس ال username فبالتالي هنا سنضيف error كذلك فهنا سنكتب التالي أن هناك error فعليا وسنكتب أن the user password is not correct طيب الآن سنختبر هذا هنا فبالتالي تحديد سنجلب هذه نفسها فأنا أدخلتها بهذا الشكل هذه كلمة المرور سأضيف واحد فقط على كلمة المرور فإذا ال login لاحظوا سيقول لي the password is not correct فالآن أنا تحققت من كلمة المرور إذا تجاوز كل هذا فهذا يعني أنه فعلاً هو مستخدم صحيح وكلمة مروره صحيحة وكل شيء تمام في هذه الحالة ما الشيء الذي يجب أن أفعله هنا؟ أريد أن أقوم بي طبعاً هذا قمنا بها الآن أريد save login الذي لدينا كيف يمكن أن نتحقق أن هذا ال login صحيح؟ بدايةً سأجعل أن لا يوجد خطأ بال login إذن login error false وأريد أن أحتفظ طبعاً هذا يساوي أريد أن أحتفظ به هذا المستخدم كيف أحتفظ به؟ فهنا في الأعلى سأقوم بإنشاء مع خصائص ال login سأقوم بإنشاء خاصية اسمها logged in هل هو مسجل الدخول وبدأياً سنقول false وليس مسجل الدخول وأيضاً سأسجل خاصية أخرى اسمها logged in user وهي بشكل افتراضي هي واضح؟ فإذن الآن سنعود لموضوعنا فإذن الآن أنا وضعت أن لا أوجد خطأ بال login ما الشيء الذي يجب أن أكتبه هنا يجب أن أكتب أن هذا الشخص تم تجيل دخوله فإذن logged in true وسأضيف أيضاً logged in user هو ال user نفسه الذي جلبته من قاعة البيانات من نفس معلوماته صحيحة؟ صحيح هذا الكلام؟ وبعد ذلك ما الشيء الذي سأقوم به؟ سأضيف رسالة رسالة لل login login message فأكتب بشكل ناجح أنت قمت بتجيل الدخول فإذن ممتاز هذا شيء جيد جداً لم ننتهي بعد لكن دعونا نختبره فإذن بالنسبة لهذا مرة أخرى دعونا نسجل باسم شخص آخر دعونا نسجل باسم شخص آخر هذا وهذه كلمة المروق كلها صحيحة فإذن لنرى النتيجة login لاحظوا ظهرت لنا رسالة الصحة واللون الأخضر منتاز طيب هنا الشيء الذي يجب أن أقوم به فعلياً أن أقوم بـ store هذه البيانات يعني أنا أريد يعني الاحتفاظ بها الاحتفاظ بها بالـ local storage ملاحظة جداً مهمة هذا الشيء الذي أنا أقوم به لغاية التدريب لكن بالحقيقة أنت لن تحفظ هذه البيانات بالـ local storage أنت ستحفظها بالـ cookies فعليك أن تنتبه لهذا الموضوع لكن أنا للسهولة الآن وحتى يكون يعني نحن نتعامل مع ملف عادي نفتحه بطريقة عادية يلا نتعامل مع الـ server أو حتى localhost نتعامل بـ setup يعني ببيئة بسيطة جداً فـ local storage هو الأسهل للاستخدام لكن مرة أخرى هذا ليست الطريقة الصحيحة أو الطريقة الآمنة هي تعمل لكنها ليست الطريقة الآمنة والتي يجب أن تقوم بها على موقع حقيقي فإذاً هنا سأكتب store in local storage سأقوم بإنشاء function هنا سأسمي الآن سأنشئه set user logged in وهذا الـ function يمكن أن أنتجه هنا جيد هنا أكتب هكذا اكتب setters أنا أفضل يعني التنظيم بهذه الطريقة كل إنسان له طريقته طبعاً طيب بـ this setter سأقوم بإنشاء هذا الـ function الذي هو set user logged in وأريد الاحتفاظ بهذا بـ local storage نحن يعني تعلمنا هذا موضوع يعني local storage نحفظ به بهذه الطريقة set item ويفترض لدينا key هنا وثم الـ val فأنا بدايةً أريد أن أحتفظ بشيئين الأول هو logged in logged in يعني هل هو مسجل الدخول false أو true وأريد أيضاً تسجيل شيء آخر الذي هو اسمه logged in user يعني ما هو الـ user الذي تم تسجيل دخوله ففي الأعلى هنا في أعلى الشيء أنا أفضل أن أقوم بهذا هو أن أقوم بالاحتفاظ بالكيس الخاصة بالـ local storage وبشكل عام أي key سأحتفظ بها بـ string وبـ constant وثم أعد استخدام الـ constant بدلاً أن تكتبها مراراً وتكراراً فهنا سأكتب const logged in key سيكون logged in key مثلاً وسأكرر هذا ستكون لدينا logged in user وهنا سأسميه logged in user key جيد وسأعود للمقطة السابقة آه هذا فبـ set item هنا الـ key الأول سيكون هو logged in key والقيمته ستكون هي logged in والموضوع الثاني سيكون logged in key user هكذا وقيمته ستكون هي عفواً ستكون قيمته json stringify من هذا من logged in user صحيح وبالتالي لأنها object وسأقوم بتحويلها لـ string من خلال json stringify لماذا لـ logged in user فقط منتاز الآن بعد التشجيل الدخول بنجاح سأقوم بحفظ بيانات التشجيل الآن بالـ local storage الآن لنرى النتيجة سأقوم بالتحديث مجدداً ونجلب شخص آخر لنسجل باسمه طبعاً هذي بيانات عشوائية تم إنتاجها بالتالي يمكن أن يظهر لك كلمات غريبة بضعاً تم التشجيل الدخول بنجاح هل تم فعلياً الاحتفاظ بهذا بالـ local storage أتمنى طبعاً لم يتم الاحتفاظ لماذا آه مرة أخرى نحدث نعم الآن تم الاحتفاظ عندما كنت بالتحديث لاحظوا تم الاحتفاظ بالبيانات وفعلياً تم الاحتفاظ لاحظوا بالـ logged in key ها هو true تم التشجيل الدخول ويوجد لدينا هنا يوجد لدينا الشخص الذي تم التشجيل ما هو؟ من هو؟ هذا كلوديا فعلياً فعلياً نحن سجلنا باسم كلوديا وقام بالاحتفاظ بكلوديا وبكلمة مرودها وبكل شيء طبعاً هذا الشيء خطأ كما قلت أمنياً لكن هذا التدريب لا مشكلة بذلك فتم الاحتفاظ بهذا طيب الآن عندما أحدث لاحظوا ما الشيء الذي يحدث يعيدني للتشجيل الدخول وأنا أيضاً لم أقم بتطوير أي طريقة للتوجيه مثلاً لداشبورد أو شيء كهذا أو النظر إذا كان مسجل الدخول أو لا فيمكن أن أقم بذلك الآن من خلال ذهب للإندكس ذهب للإندكس هنا ذهب للإندكس وبعد موضوع هنا بعد هذه الأزرار هنا بعد هذه الأزرار لاحظوا بعد الآث فورمس بعدها هنا بعدها سأكتب شيء اسمه داشبورد وهنا يمكن نفس الطريقة السابقة أنا أقوم بإنشاء هنا للداشبورد بهذا الشكل وهذا لا أظهرها جيد إلا إذا كان الشخص مسجل الدخول يعني إذا كان مسجل الدخول فأريد إظهار هذه الداشبورد هنا يمكن أن أبني هذه الداشبورد بهذا الشكل فعن شيء بسيط جداً سأقوم بكتابة هنا X-Teleport و داشبورد وهنا بداخلها سأضيف داشبورد كونتينر وشيء بسيط جداً الشيء الذي سأكتبه هنا فسأضيف H1 مثلاً to dashboard وسأضيف بداخل هذا span وهذه الـ span سأكتب فيها اسم الشخص الذي هو logged in user.name أنا جلبت الشخص المسجل الآن حفظنا كلوديا فاسمها سيتم كتابتي هنا أن أهلاً بكي في الداشبورد بعد ذلك أريد أن أضيف button هذا البطن سأضيف له class كأنه link عادي وسيكون هو عبارة عن log out سننشئه لاحقاً لكنه الآن مبدئياً إذن الآن مجدداً لو قمت أنا بالتحديث مرة أخرى أريد تسجيل باسم كلوديا أو بـ user name الخاص بها و الآن تحت login جيد لاحظوا ظهرت الداشبورد هنا و الآن يمكنك log out لكن login ما زال يظهر فهذا الشيء الذي يجب أن فعلياً لا نظهره كيف ذلك؟ بكل بساطة هنا عند هذا هنا يمكن أن نكتب x-show إذا كان غير مسجل الدخول أظهر له هذا الشيء فهذا مرة أخرى يمكننا أن نجرب وندخل الأشياء مرة أخرى كلودي أيضاً و login لاحظوا ظهرت لنا يوجد الآن أيضاً لدينا log out لكن log out سأقوم به لاحقاً الشيء الذي أريد أن أقوم به الآن هو التالي هو عندما يتم التحديث أنا أريد أن أن يأخذ البيانات الموجودة بالlocal storage لأنها موجودة إذن هنا لدينا هذا أنا أريد أن يقرأها هذا الشيء الذي أريد أن يقوم به فأين يمكن أن يقرأ هذه البيانات وبأي طريقة؟ بالسكريبت بالأعلى هنا يمكن أن أجلب هذه البيانات إن وجدت فيمكن أن أكتب هكذا مثلاً أكتب مثلاً logged in value وأجلب local storage get item التي هي logged in key وبنفس الطريقة سأجعل هذه constant logged in user value وهنا سنجد user key جيد؟ طيب الآن أصبح لدينا هذه value فمبدئياً logged in نجد فالس لكن من داخل الانت هنا من داخل الانت يمكن أن نغيرها هذه الانت سأمسح هذا هذا بدلاً هنا set logged in from storage بدلاً هنا يمكن أن أكتبها كذا this logged in أنها تساوي logged in value لكن أنا أعرف هذا طويل نوعاً ما لكن ستتعلمون كثير من الأشياء عندما يتم الاحتفاظ بمثلاً هنا مكتوب true أو مكتوب false مثلاً هذا عبارة عن string وبالتالي عندما أنا أجلبها أجلبها كأنها true وأجلبها كأنها false كstring وليس كأنها boolean لكن الطريقة اللوجيك الذي أنا أتعامل به هنا هو أنها إما false إما true كboolean فحتى الآن لو استمريت على هذا النظام يعني سأجلب الـ value من الـ local storage ستكون إما true و false كstring فبالتالي هي true دائماً جيد فحتى يتم حل هذا الموضوع فيمكن أن نقوم بماذا؟ بإنشاء يعني function utility كأداة يساعدنا على ذلك فيمكن بأدنى الـ features هنا نقوم بإنشاء شيء اسمه utils هكذا أنها function التي تساعدنا بالعمل جيد هكذا وهنا سأسمي هذا الـ function to boole أو boolean يعني وسيأخذ هذا الـ value الغرض من هذا الـ function أنه لو كانت القيمة مثلاً false كstring سيأخذها false كboolean وإذا كانت true كstring سيأخذها true كboolean كيف ذلك؟ فنحن سنقوم بشيء التالي سنكتب if كانت الـ value عبارة عن false كstring أو كانت الـ value نفسها عبارة عن zero كstring zero أو كانت الـ value هي عبارة عن empty string أو كانت عبارة عن null أو كانت عبارة عن undefined ففي كل الأحوال هذه سأعتبرها false boolean false أنه إذا كانت الـ value تساوي true كstring أو true أو value تساوي واحد كstring فكانت true أو كانت واحد فنحن سنعتبرها true return true على ذلك إذا لم تكن ضمن هذه الخصائص فنحن نريد أن نجلب قيمة البوليان لها قيمة البوليان بجابا سكرب بشكل سريع يمكن أن أستردها من خلال نفي مرتين not not value لماذا مثلا إذا كانت الـ value هي عبارة عن hello فإذا كتبت أنا not hello not hello جيد hello تعتبر true not true يعني false وإذا قمت بعكس false مجددا ستصبح true فأنا حصلت على قيمة hello كبوليان بجابا سكرب طريقة هي not not value ممتاز فإذا الآن بالإنت هنا في الأعلى جيد ماذا أفعل أقوم بتحويله هذا لبول هذه القيمة التي جاءتني من الـ local storage أحولها لبول فإذا كانت true سأتعلم يعني سأفهمها ك true true وإذا كانت false ك string سأفهمها ك false كبوليان واضح الآن بموضوع الموضوع الآخر الذي هو الـ logged in user يمكن أيضا أن نجربه من الـ هنا نجربه من الـ local storage كما قلت إذا كانت هذا غير موجودة سيعيد لي null والتالي هنا سأكتب إذا كانت الـ logged in user value تساوي null جيد فيمكن أن تكون هذا empty string غير ذلك أريد أن تقوم بjson.parse لأنني أنا حفظتها بصيغة json فأريد الحصول عليها كـ object user value ما الخطأ الذي ينبهني إليه لا يوجد فإذا نرى إذا كان يوجد خطأ الآن هنا تحديد لا يوجد خطأ ولاحظوا فورا يعني أرسلني إلى الـ dashboard لأنها هذا logged in لاحظوا بداية ظهر الـ login ثم مباشرة ظهر هذا الشيء جيد فإذا قمت مثلا لنذهب ونحدث كل شيء وتحديث هل سيظهر لي خطأ؟ لم يظهر لي خطأ أنا تلافيت الخطأ بعدة مراحل يعني في مراحل تحقق تشيك يعني الآن مرة أخرى يمكنني الـ login تعالني أجرب الـ login مثلا أريد أن أجرب هذا وهذا لاحظوا مباشرة أرسلني الآن الـ log out الآن بموضوع log out user فهنا عندما بموضوع الـ dashboard نريد أن نضيف هنا function فإذاً عندما يتم لـ click هنا فأنا أريد log out user و log out user يمكن أن نقوم بالـ script في أدنى الـ setters هنا أن نكتب log out user عند الـ log out log out فكرته جدا بسيطة أو تجيل الخروج بكل بساطة سنجعل الشخص بدلا من logged in سنجعله logged out يعني سنجعله logged in false بدلا من true بالنسبة للشخص المسجل الدخول الذي هو logged in user سنجعله empty string وأيضا علينا أن نقوم بماذا هنا بتحديق الـ local storage جيد بهذا الشكل أن نجعل الـ logged in key هنا سنجعلها false أو نجعلها نفسها logged in هذا صحيحة وهذا صحيحة أو نكتب بـ IDنا يعني نكتب القيمة هنا empty string وهنا نكتب false أو نكتب this logged in user this logged in عادي الآن سنقوم بتجهيل الخروج log out بعد أن لاحظوا ظهر لي الـ log in هنا وإذا هبت لـ storage لاحظوا أصبح false وهذا empty string وإذا حدثت أيضا لا يوجد أي مشاكل ومرة أخرى يمكن أن نقوم بـ log in طيب الآن نحن مع الـ register أو create account وبالتالي هنا يجب أن نجعل هذا كلها تعمل كيف ذلك؟ فعلينا أن نذهب لـ register form ونجعل الأمور تعمل أيضا لنذهب إلى الـ register form هذا هو الـ register form بالـ register form أيضا سأجلب نفس الموضوع الذي وضعته بالـ login الذي هو هذا والـ message في الأعلى وسأضيفها هنا وهنا سأكتب register وبالنسبة لـ الـ message هذا سأنتج الآن هذه الأشياء سأنشئها بنفسي register message أيضا سيكون لدينا register error وهنا register error فمباشرة هنا بالـ script.js في الأعلى يمكن أن أنشئ شيء هنا للـ register ونفس القصة هنا لاحظوا القصة هذا بالنسبة للـ error والـ message لكن هنا لدينا register error مبدئيا false و register message مبدئيا empty string ونعد الآن بالنسبة للـ input الأول سأسميه X model ماذا نسميه نسميه register name بالنسبة للثاني نسميه register username بالنسبة للثالث نسميه register password 1 لأنه يجب أن أكد الباسورد وبالنسبة للأخير هذا X model register password 2 سهل جدا صحيح أو يمكن أن تسميها confirm تأكيد الكلمة المرور وعندما يتم هنا sign up سأضيف create new account سيكون هذا اسم function فلي هل أخطأت أنا بشيء؟ لا طيب فإذا هنا سيكون لدينا register name الذي هو empty string لدينا register username و register password 1 و password 2 هنا يمكن أن ننشئ هكذا فنكشن هنا نسميه register أو تعليق يعني والفنكشن اسمه create new account بالcreate new account ما هي الطريقة الأولى؟ بالبداية نريد أن نقوم بـ validate لكن قبل الـ validate دائما نقوم بـ reset تعودوا هذا الشيء فسنكتب register error مبدئيا سنقوم بـ reset له سيصبح false و register message ستصبح empty string الآن بالنسبة للـ validate سنقوم بـ validate لكل شيء فسأنسخ من هنا شيء مثلا هنا هكذا سأنسخه من هنا ووضعه هنا فبداية سنقوم بـ validate للـ register name وسنكتب أن name is required ونقوم بـ return إذا كان هناك خطأ ثانيا سنقوم بتحقق من username وسنكتب username required ثالثا سنتحقق من password 1 وسنكتب password is required الموضوع رقم 4 لن نتحقق من الباسورد الثانية لا لن نقوم بذلك سنتحقق إذا كان register password 1 تساوي register password الثانية لأنه يجب أن يعني يتم تأكيدها وإذا لم يكن كذلك سنكتب أن passwords don't match أو فإذا قمنا بـ validate سريع جدا أبدل هنا register error وليس login وليس login error فيرجب هذا أن تكون كلها register وليس login لكن نتيجة النسخ فإذا سأغيرها كلها فإذا نكرر فإذا مرة أخرى create account و sign up لاحظوا سيقول name is required وإذا قمت بإضافة name سيقول لي username required إذا أضفته سيقول لي password required وإذا أضفته يفترض أن يقول لي الآن أن password don't match لماذا؟ لأنني أنا كتبت المساواة بشكل خطأ يجب لا يساوي وليس يساوي فإذا مرة أخرى تحديث create an account وهنا كذا وصحيح والآن كتب لي password don't match مرة أخرى don't match يجب أن أكتب مثلا واحد اثنان ثلاثة وهنا واحد اثنان ثلاثة فالآن يفترض تمام الآن كل شيء تمام طيب ما الفكرة الآن؟ ما الشيء الذي يجب أن أقوم به؟ بكل بساطة هنا بعد الانتهاء من كل شيء يجب أن أرسل data فسأنشئ لذلك خاصة لهذا الموضوع فإذا نسند user to server هذا الفنكشن الآن سأسميه الآن سأنشئه لكن الآن سأقوم بكولنغ له هنا فإذا create user in ABI وسأزوده بالdata الdata بداية سأزوده بالname الذي سيكون هو عبارة عن register name سأزوده بال user name الذي هو سيكون register username وسأزوده بالpassword التي هي ستكون user register password الأولى الأولى أو الثانية نفس الشيء ما هي ثابتة وأيضا أريد أن أعطيه admin وأكتب false ما هذا؟ لأن عندما أنا أرسل للسيربر فأنا أرسل للنقاط التي كتبتها هنا لاحظوا أفهم ليس هذا edit لاحظوا هذه الأشياء التي أنا أدخلتها بالABI الخاص به فأنا أريد أن يضيف name username password و admin وهذا أضفتها قلت لكم لمشروع قادم ربما فبتالي أنا بشكل عام عندما يتم إنشاء user سأجعلها false وهذا الشيء الذي أضفته هنا الآن أريد إنشاء هذا الفنكشن الخاص بالcreate user in API سنجعله بالفيتشارز بداخل الفيتشارز هنا أدنى الفيتشارز فإذن هنا سأكتب create user والسابقة هذا اسمها user فإذن هنا سأقوم بإنشاء فنكشن اسمه create user in API وسيأخذ data وفقط هذه كون هذا طلب بالserver فأنا أفضل أن يعني أن نحيطه ب try و catch يعني لأن تماما تحدث أخطاء خلال هذه العملية وأنا أريد أن أحصل عليها وبالتالي هنا سأكتب console.error إذا حصل error أما بالنسبة ل try فأنا سأقوم بأخذ الرسبونس من فيتش ثالي سأستخدم await لأن فيتش تعيد لي promise وسأستخدم ال user API نفسها لكن سأزودها بأشياء بمعلومات طبعا كون هذا أنا استخدمت await فيفترض هذا الفنكشن أن يكون السنك عكدا صحيح البيانات التي أريد أزودها بها بداية المثود التي ستتعامل معها post لماذا؟ لماذا كل هذا؟ نعود إلى هنا لاحظوا بالموقع وعندما قمت بالنقر على edit هنا لاحظوا في الأدنى يوجد النقاط فنقاط ال users يوجد نقطة ال user get وهذه التي استخدمناها عندما قمنا بفتش users ويوجد نقطة post أيضا نفسها فإذا نفس النقطة التي قمت بها get يمكن أن أضيف إليها user وهذا الشيء الذي أنا أستخدمه الآن بالنسبة للبضي سيكون هو json dot string file data سأرسلها بطريقة json و الheaders هكدا جاي الheaders سأريد أن أقول للسيرفر أنني أرسل لك ماذا؟ أرسل لك json بالتالي هنا سأقول له application جاي فقط فإذا الآن قمت بـ setup لهذه ال response أو هذا يعني طلب الذي أنا أطلبه من السيرفر فهذا هو عبارة عن طلب لكن السيرفر سيعطيني response الآن هنا هكدا انتهينا من هذا الموضوع نعم الآن أريد أن أرى إذا السيرفر أعاد لي response أوكي يعني هل response أوكي؟ فيمكن أن تكون else ويمكن أن يكون true يمكن هنا أن أكتب إذا السيرفر لم يرسل لي مثلا response فيمكن أن أكتب هنا أن register message مثلا error from server side مثلا وأضيف error أجعلها true أما إذا كانت أوكي فأريد الحصول على result هذا ما هي استجابة السيرفر بتحليل response.json السيرفر سيرد علي بjson وأنا سأحلل الاستجابة هنا سأكرر هذا هنا لكن أنا فعليا لا أريد error لا يوجد error لدي وفعليا سأكتب له message سأكتب له this account has been created يعني رسالة نجاح ممتاز طيب هذا فعليا لا يكفي لا يكفي لهذا الموضوع لأن الشيء الذي أريد أن أقوم به هنا بعد أن أقول أنا لا يوجد error يمكن أن أكتب هنا console.loop لـ حتى أراها وهنا قلت أنا لا يوجد error وأضفت message يمكن أن أقوم بشيء آخر هو أن أرسل الشخص لـ يمكن أن أقوم بـ redirect للـ كيف ذلك؟ من خلال أن أكتب أن show register form يساوي false وأكتب show login form يعني أقول له إظهر لي الـ طبعا هذا مرة أخرى يعني هناك شيء ناقص لاحظوا أعزائي عندما أنا أطلب من السيرفر أن يضيف user للـ هو سيضيفها لكن فعليا الـ التي أنا طلبتها في هذه اللحظة الآن لن تحتوي على الـ user الجديد لماذا؟ لأنني أنا فقط قمت بـ fetch للـ في البداية بإنت يعني هنا بالإنت فقط قمت جلبت الـ وفقط واستمريت بالبرنامج بشكل عادي عندما أضغت user جديد البيانات تغيرت فعلي أن أقوم بماذا؟ بإعادة طلب البيانات يعني بإعادة الفتش للـ كيف ذلك؟ فإذا هنا يمكن أن أكتب هكذا refetch users وأكتب هكذا this this fetch users fetch users هي async function فيمكن أن أنتظر حتى يتم هذه العملية عملية وأيضاً أنا قمت بإظهار له هذه البيانات وجلبت الـ مجدداً سأنقله للـ بعد مدة معينة بعد مدة سأنقله وبالتالي سأستخدم set time out ها كده وسأنقله للـ بعد مثلاً ثانيتين بهذا الشكل وبعد أن فعلياً أن يتم طلب الـ وكذا أريد إخفاء هذه الرسائل فعلياً إخفاء كل شيء حتى لا يظهر مجدداً فعلي أن أقوم بـ reset فالآن يمكن أن أقوم بإنشاء function reset الآن سأريكم إياه فسأكتب هنا this reset all والآن سننشئ جيد أن تنشئ من الجيد أن تنشئ reset function في الأعلى تستخدمه في كل مرة تريد الـ reset للأشياء المعينة وخاصة الرسائل الخطأ فما الشيء الذي سنقوم به بـ reset فعلياً فهذا مثلاً الـ و أيضاً الـ فنحن لا نريد أن نظهر له أي رسالة نحن قمنا بتسجيله والآن والتسجيل ناجح وإنشاء حسابه ناجح فنحن فقط نريد تحويله للـ login بعده إظهار له رسالة الخطأ فإذن الآن رسالة النجاح فإذن الآن لنرى النتيجة الآن create an account الآن أريد أن أنشئ account فإذن الآن سأكتب اسمي username وال password وتأكيدها و sign up فإذن لاحظوا ظهرت لدينا النتيجة النتيجة لكن ما الشيء الذي ظهره فعلياً هنا يوجد بعض الأخطاء التي لدينا أن لم يظهر أي شيء لأن دعوني أحدث مجدداً لأرى ما الشيء الذي حدث فعلياً حولني للـ login لكن لنرى لنرى بداية سنرى إذا كان تم إنشاء هذا الشخص فبالنهاية هنا لاحظوا تم إنشاء اسمي ها هو وإذا حاولت تسجيل الدخول فإذا مرة أخرى سأحاول تسجيل الدخول اللي نرى login فإذا هذا هي عمل إذا قمت بـ login كل شيء ما زال يعمل وهنا مرة أخرى لاحظوا بعد الـ login قام بماذا؟ بتحويلي للـ login ومع رسائل مع هذه الرسائل فالشيء الذي يجب أن أقوم به مرة أخرى أن أقوم بـ Reset مع الـ Reset الذي أنا كتبته فالتالي بداخل الـ Reset هنا سأكتب this login username كده و this login password وأيضا الأمور الأخرى الخاصة بالـ Register و Register name الآن password 1 و password 2 وفقط جيد الآن نذهب للـ Logout مجدداً و بالـ Logout طبعاً نحن قمنا بهذه الأمور ويمكن أيضاً أن نكتب this reset جيد الآن سأحدث هكذا وسأكتب مرة أخرى نورس وتحديث و Login لعن Logout لاحظوا لم يظهر أي شيء لأننا قمت بـ Reset الشيء الثاني الذي يجب أن نفكر به هو التالي عندما قمنا بـ Register فشيء اختفت اختفى كل شيء بالنسبة لنا لماذا؟ فإذن لنرى فنحن بعد مدة لاحظوا أن أخفيت الاثنين يجب أن أظهر واحد فإذن هذا يجب أن تكون هذا هو الخطأ كانت وأعتقد هذا هو فقط جيد فإذن الآن لنعد للموضوع سنسجل باسم شخص آخر مثلاً لانا سامي وهنا سنكتب لانا و مثلاً كذا و sign up لاحظوا ظهرت الرسالة تم الـ Reset وحولني لـ Login بهذا الشكل الآن لانا يفترض إذا قمت بالتسجيل جيد إذا قمت بالتسجيل معها سيقول لي Password Not Correct آه صحيح لأنني أنا أدخلتها خطأ فإذن Login فإذن الآن مرة أخرى و Logout يوجد فقط شيء بالـ Reset أنا أريد أنا كتبت الـ Reset هنا فيمكن أنني أضيف الـ Reset هنا بداخل Time Out حتى يعني يتم الـ Reset والنقل مباشرة بهذا الشكل فإذا مرة أخرى أنا سأقوم بإنشاء حساب لنرى كيف سأقوم بإنشاء حساب آخر مثلا سامي سامي و كلمة المرور وأكدها Sign Up سيقول لي الـ Register بعد ثانيتين يفترض الآن الـ Login ممتاز الآن لو كتبت سامي وكتبت كلمة مروره سيكون Login ها هو ونجحنا وانتهينا الآن سنقوم بإنشاء حساب المشروع آخر يعني الآن هو المشروع رقم سبعة لكن سنبني على كود مشروع رقم ستة فبالتالي هنا بمشروع هذا المشروع هنا في المشاريع سأقوم بـ Copy للمشروع رقم ستة بإضافته لمشروع آخر نسميه أو Manage Events بهذا الشكل وسنذهب للمشروع هذا طبعا بالنسبة لهذا المشروع سأذهب إليه بالمتصفح وطبعا ليس موجود ثواني هكذا فهو فإذا سنذهب وثم الـ Index لاحظوا نفس المشروع السابق طبعا نحن لدينا مهم جدا هذا من المشروع السابق فلدينا اليوزر سأريكم مرة أخرى اليوزر الـ Structure الخاصة بها أو البناء الخاص بها لدينا Name User Name Password وAdmin لدينا هذه النقاط واضح إذا قمت ببناء المشروع السابق فأنت هنا يعني بنفس الخطوة التي أنا عليها الآن زائد هذا الموضوع أنا أريد أن أنشئ New Resource هنا وهذا New Resource سأسميه Events بهذا الشكل كالعادة سأمسح كل شيء موجود وأبني مجددا فبداية أكيد إجباري يعني كل يجب أن يكون له سنضيف هنا سنجعله عبارة عن ها هي جملة واحدة من بالنسبة أيضا هنا لك الذي سنجعله عبارة عن بالجمع يكون أكثر من جملة وأيضا سنضيف طبعا فكرة هي بكل بساطة أن يكون هناك مناسبة أو حدث معين مثلا حدث عن معرض معين مثلا بسوريا مثلا هناك معرض دمشق الدولي هذا يعتبر مثلا فيمكن أن نستخدم أن نضيف مثلا معرض دمشق الدولي للاحداث هنا لهذا الشيء فبالتالي معرض دمشق الدولي سيكون له هذه المناسبة لها معرض دمشق الدولي الوصف أو مثلا نبدأ عن هذا المعرض أيضا سيكون وقت البدأ وقت البدأ سنجعله هنا date بالمستقبل حتى يقوم بإضافة تاريخ مستقبلي أي متى يبدأ هذا المعرض و end date متى ينتهي أيضا سأضع future date future date تاريخ في المستقبل وسأضيف أيضا شيء اسمه هنا current attendees date count بمعنى أن عدد الأشخاص الذين سيقومون بالحضور لأن مثلا نحن نريد أن نقوم بإنشاء هذه المناسبة أو هذا الحدث نضعه على الانترنت إذا كان شخص يريد الاندمام يمكنه أن يقوم بالنقر على زر الاندمام أو join وبالتالي هذا سأجعلها فقط عبارة عن نمبر عادي ومبدئيا ستكون هي zero وأيضا سأضيف شيء اسمه capacity capacity يعني ما مقدار العدد الذي نستقبله مثلا هناك مناسبات فيها عدد الأشخاص الذين يمكنهم الحضور أو الذي يمكن لمدير الإبنت أن يستقبلهم هذا العدد يكون قليل مثلا عشرين عشرة بعض الإبنت يمكن أن تستقبل مائتين وثلاثمائة وبالآلاة فبالتالي هنا أنا سأضع هذا أيضا عبارة عن نمبر عادي وهكذا فقط فإذا هذا هو هذه الإبنت التي أنا سأعمل عليها في هذا المشروع وفي فإذا أصبح لدي هنا إبنت لاحظوا يوزر وإبنت يمكن أن أقوم بمثلا generate data نقر هنا عليها هكذا لاحظوا إذا أرد أن أراها فإذا لاحظوا في المتصفح سيتم عرضها فلدينا title لدينا description وقت البدأ وقت الانتهاء هنا تم إضافة رقم عشوائي لعدد الحضور وكم عدد يمكن أن يتم الاستقبال أو الcapacity وهنا id ملاحظة بسيطة مرة أخرى هذا مشروع تدريبي وبالتالي هناك بعض الأرقام التي لا تبدو منطقيا بالمشروع يعني مثلا أن عدد الحضور يجب دائما أن يكون أقل من الحد الأقصى أو الcapacity لكن لأنني أنا أنشأتها بشكل عشوائي وباستخدام بنسخته المجانية فبالتالي يعني قاموا بتوليد هنا أو إنشاء رقم مثلا هنا 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 أقل من هذا صحيح لكن أحيانا ستجد أن رقم كبر من هذا غير صحيح أيضا الشيء الثاني أو وقت البدأ دائما يجب أن يكون قبل وقت الانتهاء لكن ربما ستجدون خيارات هنا موجودة أن وقت النهاية قبل البدأ وهذا بسبب أن تم إنشاء هذه التواريخ أو هذا التاريخ بشكل عشوائي يعني ويمكن أن يحدث ذلك فنحن نتدرب وبالتالي الفكرة المهم الفكرة فأنا لن أعطي بالا لهذه المواضيع لكن بالمشروع يجب تاريخ النهاية يكون ولا يجب أن يكون عدد الحضور أكبر من الحد الأقصى المسموح من المشروع السابق الشيء الذي أريد تغييره بداية الستايل أريد إضافة الستايل الجديد وأنتم كما تعرفون أن يمكنكم أن تقوموا بهذا الشيء بأنفسكم أنتم أيضا تنسخون وتنسخون الستايل كما أنا أقوم بذلك الآن سأخبركم للتكرار وللإفادة سأخبركم أن يمكنكم أن تقوموا بنسخ الستايل كيف يمكنكم نسخه طبعا بداية سنذهب إلى القيت هاب هذا رابط القيت هاب الخاص به نذهب إلى المستودعات هنا وأول مستودع وهنا يوجد لدينا وبالتالي أنت تختاري البروجيكت للتعمل عليها مثلا نحن الآن نعمل على السابعة السابعة لم أرفعها بعد لأننا لم نكتب الكود بعد لكن مثلا لو قلنا المشروع السادس هنا بـ هنا الستايل يمكنك أن تنسخه وتلصقه بمشروعك الخاص بالمشروع السادس ونفس الموضوع لكل المشاريع طيب الآن هنا ها هو جيد ها هو موجود نتأكد أن هذا هذا الرابط هو الموجود لدينا سأولق الستايل وأذهب هل هو نفسه؟ يبدو لي أنه نفسه هذا شيء جيد فبالتالي سأحاول الدخول الآن باستخدام هذه البيانات الموجودة هنا ومثلا سنسجل بحساب أنت وهذه كلمة المرور جيد لاحظوا تم التوجيه للداشبورد هنا بالداشبورد سنريد أن نعرض هذه التي أنشأناها بالموك ونديرها الإدارة ستكون لها قسمين الإدارة كشخص مدير لأن هنا باليوزر لدينا مدير فإذا كان مدير يمكنه أن يحذف ويعدلها ويضيف أو يضيف مناسبات كما قلت لكم أما إذا كان غير مدير فلس فيمكنه الانضمام لهذه الـ وعندما يتم الانضمام للـ مثلا هذا غير مدير مثلا هذه ليست مديرة فإذا أرادت الانضمام للـ فالشيء الذي سنقوم بتغييره أننا سنزيد عدد الحضور بمقدار واحد أما إذا انسحبت من الـ سنقوم بتنقيصه لناقص واحد يعني إذا انضمت سيصبح العدد هذا مثلا 28 إذا ألغت الانضمام سيصبح العدد هذا سيعيد 27 جيد لأنه كان 28 ناقص واحد سيبقى 17 واضح فهذا الشيء الذي أنا سأبنيه به من خلال هذا المشروع بداية أعزائي نحن كتبنا هذا الكود بداخل هذا السكريبت لاحظوا هذا السكريبت هذا السكريبت المشروع السابق نفسه ولاحظوا إذا أردت أن أبني كود إضافي له وسيصبح كبير جدا ولن أستطيع ستكون الإدارة جدا بالنسبة لشيء صعب فالشيء الذي يمكن أن أقوم به بكل بساطة هو أن أضيف سكريبت آخر وأسميه مثلا منيج إيبنت وأقوم بإنشاء هذا السكريبت إنشاء الملف يعني الذي هو منيج داش إيبنت دوت جي اس وهنا سأكتب الشيء الذي أريد فإذا السكريبت السابق سألغي سأقوم بإغلاقه لا ألغي هو سيبقى موجود هنا ها هو لكن أدنى سأضيف المنج إبنت طيب لاحظوا هنا بالإندكس يوجد لدينا هذا هو الداشبورد صحيح يوجد لدينا الداشبورد هنا في الأعلى فهنا بالداشبورد أنا أريد أقوم لي هذه الداشبورد سأديرها من خلال بالداشبورد سأقوم بإضافة الإبنت فإدارة الإبنت كلها ستكون داخل الداشبورد وبالتالي سأضيف فانكشن آخر يطبق فقط على هذه الدف التي فيها الداشبورد فهنا يمكن أن أقوم بإنشاء فانكشن ونسميه منيج إبنت بهذا الشكل وأكتب فيه مثلا وأقوم بريتيرن مثلا حتى أتأكد أنه يعمل أكتب مثلا ميسيج وبهذه الميسيج سأكتب هاي بروم داشبورد وفقط إذن الآن ها هو أيضا يمكن أن أضيف الذي أنا أسميته صحيح فهنا يمكن أن أكتب هكذا وهنا سأكتب الذي سأكتب فيه سمتطلب أو نكتب حتى نتأكد أن هذا الفنكشن الذي يعمل الآن لتطبيق هذا الميسيج لنراها بداخل المشروع وهذه علينا أن نقوم بإضافة وال هذا الخاص بالداشبورد بهذا الشكل وعند التحديد هنا سنرى أنه ظهرت لدينا هاي بروم داشبورد وهنا ظهرت لدينا إنت إذن ممتاز طيب الأسا كل عملنا الآن سيكون بداخل الداشبورد كونتينر ها هو هذه الميسيج سأحذفها لأحتاجها فعليا هنا سأضيف هيدر بهذا الشكل وبداخل الهيدر سأكتب هذه الأشياء أنه هاي بروم كذا وأيضا سأضيف بهذا الشكل حتى يأخذ معين أنا أضفته في في ال في الشكل أفضل فلان والآن يمكنه بهذا الشكل هنا سأقوم بإضافة يعني بعد الهيدر هذا هو الهيدر بعد الهيدر إذن بعد الهيدر سأقوم بإضافة شيء اسمه قاعدية لداشبورد list events امتاز وهنا سأضيف template لهذا الموضوع وأقوم بتليبورد له لداخل داشبورد list events نفسها نفس هذا المكتوب هنا أكتبه فإذاً هنا سأكتب event list list هكذا تعليق بسيط بداخل هذا التمبلت سأقوم بإضافة container لهذا الذي سأسميها list events container و ها هو و بداخله سأقوم بإضافة أيضا ul التي فيها events event list لهذا الشكل وبداخل ul سيكون لدينا li لكل event من هذا جيد سيكون لدينا li سأبني أنا ال li الآن ثم سنقوم كيف سنبنيها فبكل بساطة ال li سأعطيها class مبدئيا التي هي single event و بداخل كل list item يعني li سأضيف event details التي فيها بداية سأضيف هنا هذه ال ispan سيكون فيها event id الآن لم نجلبها فبتالي هنا سأكتب event id جيد وهنا سيكون لدينا event title سأضيف هكذا حاش هنا بالشكل ممتاز وبعد event title سنضيف شيء اسمه event info سأضيف description هنا سأكتب description ثاني وقتا ان يكون هكذا وليس بيدا بعد description سنضيف location اخرى سنضيف هنا location مكان event او city ايضا سنضيف start date و end date لكن لاحظوا انا اريد ان اضيف يعني يعني بشكل واضح هنا سأضيف اسبان فأكتب فيه location هكذا وباسبان اخرى سأكتب مثلا اه كايرو او القاهرة اه وهكذا على سبيل المثال ان هاذا كلها سنغيرها سامسح هاذا مجددا واكتب event info وهنا سأكتب اسبان اكتب فيها start date وقت البدء وهنا سنكتب مثلا اي شيء جيد اي شيء وهنا سنكتب ايضا وقت النهاية end date واي شيء وبعد ذلك ما الشيء الذي نحتاجه برأيكم بعد الوقت نعم عدد المنتسبين بالتالي هنا مرة اخرى سأكررها اه مثلا هنا احتاج العدد المنتسبين attend these count اه الذي هو مبدئيا سيكون مثلا zero وهنا ايضا لدينا ال capacity سنضيفها هنا بهذا الشكل فاذا التي ستكون مثلا zero فقط فاذا هذا الشيء هذه ال li التي لدينا وبعد ان لاحظوا بعد ان ننتهي لو ننراها فاذا لاحظوا ها هي لدينا 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 كل شيء لدينا هذا سنقوم بتعبئتها الان لكن ايضا اريد اضافة الشيء هذا الشيء سأسميه فاذا بعد الانتهاء من فاذا هنا يمكن انا اكتب بعد الانتهاء من الديتيلز هنا ساكتب يعني هي اه الخاصة بالحذف بالنسبة لل فاذا هنا سنكتب ادمن اكشنز ها كده او او ايبنت اكشنز وسنضيف هنا زر اه يكون للإدت فاذا هنا سنكتب ادت وسنضيف زر اخر للدليت طبعا بخصوص كلها موجودة لا اريد ان نكرره نفسي يعني اصبح شيء واضح انها موجودة بالستايل شيت وهدفها فقط اظهار مظهر جمالي يعني فاذا نلاحظوا هنا لاحظوا هنا لاحظوا الزر ادت وزر دليت جميل اه مبدئيا هذا كافي لهذه اللحظة الان ساذهب ونقوم باضافة ساذهب لملفس منج ايفنس واقوم باضافة هذه الايفنس نريد ان نجربها من هذا الاي بي اي هذا فنذهب الى منج ايفنس وفي الاعلى هنا ساكتب ايفنس اي بي اي وسيكون هذا الرابط الذين ساختب من الايفنس واضح وسهل هذه المسج ساحذفها وهنا سنكتب ايفنس هي عبارة عن امتي اري واكيد نريد ان نقوم بماذا بفتش لها من خلال فانكشن اسمه فانكشن فتش ساقوم بالتعليق هذا وهنا ساكتب فيتشرز وهنا سيكون لدينا فانكشن اسمه ساكتب او ال ايفنس وهنا سيكون لدينا فانكشن اسمه فتش ايفنس هذا فتش ايفنس سيطلب من السيربر نقطة كل الامنس التي لدينا في الاعلى اذا ايفنس اي بي اعلى طبعا هذا الليس بالسترينج هذه عبارة عن كونستان كون هذا استخدمت اويت فهذا الفانكشن يجب ان يكون السينج والان اذا كانت الربانس اكي فأنا أريد فعلياً أن يجلب لي الـ result التي هي await response.json وثم أريد أن يجعل هذه الـ event تساوي هذه الـ result إذا لم تكن الـ response أوكي فأنا أريد أن يقوم بعرض للـ error مثلاً console.log أو error مثلاً error happened while fetching the data أو while fetching the events حتى نكون أداقيا بداية الـ net هنا يجب أن نقوم بـ fetch the data fetch the events يعني هنا يجب أن نقوم بـ fetch the event باستخدام this dot وأريد الانتظار حتى يقوم بـ fetching لها وبالتالي هذه الـ net events ستكون هي عبارة عن هنا يمكن أن أقوم بـ console.log حتى أرى إذا قام بجلبها وأصلاً هو سنراها على الشاشة هنا this event فمرأة أخرى تحديد طبعاً لن نراها على الشاشة لأنني لم أقوم بـ X4 عفواً لكن هذه الـ events تم جلبها 51 واحدة هل هي 51؟ نعم الـ events هي 51 ممتاز فإذا الآن يمكن بـ index هنا أن أكتب هكذا سأكتب template X4 event in events سيكون لدينا key الذي هو event ID دعوني أمسح الفداغ الموجود هنا بخصوص الـ li سأنسخها كلها حتى النهاية ممتاز وضعها هنا الآن سأجلب هذه الـ event هنا يفترض أن أكتب هكذا event title هكذا وأضع فيها الآن طبعاً هنا لا نحتاج هكذا سنستخدم X text وهنا سنكتب event dot ID وسأجلب الـ data بشكل ديناميكي الآن event dot title وهنا نفس القصة event dot description وهنا نفس القصة هنا event dot location وهنا نفس الشيء X text event dot start date سأنسخها للسهولة إذن هنا لدينا الـ end date وهذا نريد أن نجلب الرقم الذي هو current attendees count وهذا أيضاً سأنسخها وهنا الـ capacity سهلة جداً سنكتب capacity أو السعة يعني وفقط أعتقد هذا هو فإذن لنرى النتيجة يوجد خطأ ممتاز لاحظوا جلب لنا الـ data ها هي إذن جلب لنا كل الـ data التي عددها آآ واحد وخمسين وهنا لدينا title description location هنا لاحظوا لم يكتب location لماذا؟ ربما أنا كتبته خطأ location event dot location لا يوجد location مرة أخرى أنا نسيت أن أضيف location هنا فيمكن أن نقوم بإضافته مجدداً فإذن edit سأضيف هنا location الذي هو سيكون city فقط سنضيف city فإذن update وهنا يمكن أن نقوم بإعادة generate مثلاً هكذا فبالتالي هنا تحديث لاحظوا سيأتي location يفترض الآن ها هو location فمرة ثانية وأصبح العدد مختلف الآن 68 items دعوني أحدف console.log هنا ونكمل مع مشروعنا طيب أيضاً هناك قصة الخاصة بالتاريخ هذا التاريخ لاحظوا كيف يظهر ليس بالشكل المناسب فأنا فعلياً أريد format لهذا التاريخ وكيف ذلك فأيضاً هنا أدنى features لاحظوا لدينا هنا features أو features وسأسمي هذا utils لإضافة أدوات مثلاً قد تساعدنا بالعمل هنا هكذا وسأقوم بإنشاء function اسمه format date وسيأخذ date string لأن الشيء الذي تم إضافته هنا جلبناه هو date string فبدايةً نحن سنأخذ date من هذا string فذلك وسنقوم بفورمات للdate فذلك format طبعاً هذا يجب أن نقوم بفورمات date وtime معنا والتالي هنا سأكتب const formatted date يساوي date هذا الذي جاءنا وسأقوم بفورمات حسب أو تنسيقه حسب اللوكالي اللوكالي يعني المكان يعني مثلاً الأردن طريقة الجزائر طريقة المصر طريقة الهولندا في أوروبا طريقة الهند الولاية الفلانية طريقة والتالي هنا هذه اسمها فهنا أريد مثلاً التنسيق حسب اللغة الإنجليزية يعني 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 الولايات المتحدة الأمريكية طريقة الكتابة هنا هي أن تكتب رمز اللغة وثم رمز البلد يعني مثلاً الأردن مثلاً ستكون يعني عربي عربي وثم و وهي اسم البلد جيد سيختلف هذا مع مثلاً مصر ستكون هكذا أعتقد اسم البلد بهذا الشكل و كل بلد لها رمز من هذا فبحث عن الرمز الخاص ببلدك أنا سأقوم بوضعها بشكل عام حسب اللغة الأمريكية حسب اللغة الإنجليزية بالولايات المتحدة فإذاً هنا يمكن أن أعطي خيارات كيف أريد التاريخ أن يكون فمثلاً أريد أن بالنسبة للأيام العادي الأيام ستكون هي عبارة عن يكتب اسم اليوم كامل يعني مثلاً الاثنائي الموندي يكتب موندي كامل هنا يير تكون نوميرك يكتب مثلاً الفين واربعة وعشرين الشهر كامل يعني اسمه كامل مثلاً أكتوبر كامل سيكون نوميرك يعني مثلاً أربعة عشر أربعة عشر الرقم يعني بالنسبة للأور فأنا أريد أن يعطيني إياها من و المنت نفس الشيء والسكن نفس الشيء الثانية يعني والدقيقة والساعة والتوقيت الذي أريده أن يكون اثنى عشر يعني مثلاً يعطيني مساء وصباحاً وهنا سأكتب جيد فقط بالنهاية سأعيد هذا التاريخ ال بهذا الشكل كيف يمكن أن أستخدم هذه الخاصية هنا في و يعني بدلاً أن أكتب هكذا أكتب وهنا الشيء الذي أريد أن أكتبه هكذا وهنا سأكتب بهذا الشكل هنا نسيت أن أكون بإضافة جيد إذن الآن تحديث لاحظوا التاريخ سيظهر مختلف يفترض أعطاني خطأ لنرى ما هو الخطأ لماذا ليس إذن ها هو نعم يعني كتبت هنا حرف ويوجد يجب أن أكتب هنا بهذا الشكل تحديث ومرة أخرى لاحظوا كيف سيظهر التاريخ بهذا الشكل طبعاً يمكن أن أغير مثلاً أجعلها كذا لاحظوا كيف سيصبح التاريخ يصبح باللغة العربية لأنني كتبت يعني العربية سنبقيها كما كانت وبهذا الشكل لاحظوا ممتاز جميل جداً هذه التي أضفناها لا أريدها أن تعمل في حالة كان الشخص ليس أدمن يعني مثلاً هذا فيكي هل هو إذا كان أدمن فعلياً فأنا أريد أن يظهر له إدت و ديليت لكن غير ذلك لا فهنا بالنسبة للأكشنز هذا يمكن أن أكتب التالي أن إذا كان إذا كان فأظهر له هذا الشيء فإذاً لنرى تحديث هل هو أدمن يا ترى فإذاً هو أدمن لنرى من هو هذا فيكي أنا نسيت حقيقةً أي واحد منهم نعم لاحظوا فيكي ها هو فيكي هو أدمن ترو وبالتالي ظهر له إدت و ظهر له ديليت ففي حالة قمت بلوغ آت و قمت بتسجيل الدخول لشخص ليس أدمن مثل هذا و كتبت اسمه هكذا اللن يظهر له وهذا الشيء جيد لكن ما الشيء الذي أريد أن يظهر له أريد أن يظهر له زر جوين أو انضم لهذه المناسبة فإذاً ما هو زر جوين فبكل بساطة هنا أدنى الأدمن هنا سأكتب شيء اسمه يوزر أكشنز وهنا أكتب ال إيوزر أكشنز وهذا فعلياً أريد أن أظهرها فقط إذا كان الشخص ليس يوزر يعني الأدمن ليس له أن ينتمي لهذا ينضم للمناسبات الأدمن يدير المناسبات والشخص العادي ينضم لها أو ينضم للإيبنت وهنا سأكتب إذا كان الشخص الشخص اللوجد أن يوزر ليس أدمن يمكنه أن ينضم للمناسبات التي لديه بداية أنا سأقوم بإنشاء هنا بثن سأقوم بإضافة له هذه الخصائص وهذا الزر سيكون اسمه مبدئياً جون جيد فالآن لنرى هذا الزر يفترض أن يظهر نعم ظهر له زر جون فما هي مهمة هذا الزر مهمة هذا الزر إذا كان الشخص فعلياً يريد الانضمام للمناسبة يجب أن ينضم هناك عدة شروط يجب أن نقوم بها بداية يجب أن نتأكد إذا كان الشخص بإمكانه الانضمام أم لا كيف نعرف ذلك؟ إذا كان مثلاً عدد الحضور أكبر من عدد المسموح به فبالتالي لا يمكنه الانضمام لأنه وصلنا لحد الأقصى جيد هذه الفكرة فيجب أن عدد الحضور دائماً يكون أقل من الكباسيتي هل له مكان أم لا؟ فبالتالي هنا سنقوم بإنشاء فونكشن هنا وسأقوم بإنشاء يعني هنا فونكشن سأسميه سكان وسأبدأ به بكان كان يوزر جوين وسأحصل على الإبنت التي يريد الانضمام إليها مثلاً بهذه الإبنت إذا كان الإبنت current attendees count عدد الحضور زائد واحد أو دعونا نقول أقل من الإبنت الكاباسيتي ماينس واحد جيد إذا كان الأقل منها فهذا يعني أن هذا شيء جيد أن يمكنه الحضور سنذهب الآن للإندكس وهنا بالنسبة ل زر جوين سنقول سنقوم بإضافة له خاصية disabled وخاصية disabled سيكون هذا الزر disabled إذا كان الشخص لا يمكنه الانضمام فذلك user لا يستطيع الانضمام وسأزوده بالإبنت جيد فالشيء الذي سيحدث الآن تحديث ستجدون بعض أزرار غير لا يمكن الانضمام لماذا؟ لأن عدد الحضور أكبر من الكاباسيتي يجب أن يكون أقل أقل بواحد حتى يستطيع الشخص الانضمام مثلاً هنا يمكنه ذلك مثلاً هنا يمكنه هنا لا يمكنه لاحظوا عدد الحضور أكبر من الكاباسيتي فإذاً تجاوز الحد ونفس القصة هنا نفس القصة هنا أما هنا يمكنه هناك مكان له فأتمنى أن أصبح الموضوع واضح بالنسبة لكم فإذاً ممتاز فإذاً أريد أن أرسل يعني أن أوضح له أكثر هنا بعد الزر أريد أن أقوم بإضافة حتى أوضح له أكثر الموضوع سأكتب هنا فيه وهذا سأقوم بعرضها إذا كان الشخص لا يمكنه إذا كان لا يمكنه أريد بعرض هذا وما هذا هذا فقط سأضيف فيها هكذا أضف فيها لا يوجد مكان أو هكذا أفضل الشيء الذي سيحدث هنا تحديث في المكان الذي فيه آآ لا يمكنه الاندمام سيقول لا يوجد مكان باقي حتى تنضم لهذه المناسبة أو هذه طيب عندما يقوم بالنقر على زر ما هو الشيء الذي أريد أن أفعل فعلياً أريد أن أضيفه أريد أن أقوم بزيادة عدد الحضور لواحد وأضيف هذا الشخص كيف ذلك؟ بكل بساطة هنا سنكتب لزر جوين سيكون جوين إفنت وأنا عندما يتم يعني التنفيذ هذا أريد أن أحصل على الشخص الذي قدم إضافته في ذلك هو الشخص المساجل الدخول وأيضاً الإفنت الذي يريد الاندمام إليها فبداخل السكريبت هنا سأضيف هنا جوين أو الاندمام يعني وهنا سأكتب جوين إفنت بهذا الشكل ممتاز جوين إفنت التي هي فعلياً ستأخذ اليوزر والإفنت ممتاز مع الغطوات لهذا الموضوع الخطوات جداً بسيطة بدايةً سنجعل نريد أن نعلم أن هذا الشخص قام بالاندمام لهذه الإفنت تحديداً فضلاً مارك يوزر جوين تو ذات إفنت يعني سنريد أن نربط اليوزر آي دي مع الإفنت آي دي فبالتالي هنا في الأعلى سأقوم بإنشاء شيء اسمه جويند يوزرز ويكون مبدئياً هو عبارة عن امتي بهذا الشكل فبالتالي هنا سأكتب الشيء التالي سأكتب جويند يوزرز أريد أن أضيف إليها هي الريق سأضيف إليها اليوزر آي دي الذي هو عبارة عن يوزر دوت آي دي وأيضاً أريد أن أضيف إليها الإفنت آي دي التي هي عبارة عن الإفنت آي دي ممتاز القطوة الثانية أريد أن يعني أن أحتفظ بهذا الشيء بشكل دائم فبالتالي يوجد لدينا عدة خيارات الخيار الأول كالعادة نحفظها على الخيار الثاني يمكن أن نتعلم شيء جديد ونحفظها بالساشن بالمتصفح الخيار الثالث نحفظها بال يعني أنا هذا الخيار الذي اخترته بالبداية لكن الفكرة أن لا يمكننا أن نضيف هنا آخر دون أن ندفع يعني وأنا أريد أن يقوم بهذه البروجيكت كل الناس سواء دفعت أم لا تدفع أريدها أن تقوم بهذا المشروع فبالتالي لن أستخدم طريقة الـ سأستخدم طريقة الـ لماذا؟ لنتعلم شيء جديد نحن تعلمنا الـ والآن نتعلم الـ بالنسبة للـ الذي تعلمناه سابقاً من هنا نذهب لـ ولدينا هذه لاحظوا هنا يتم الاحتفاظ بالأشياء حسب الرابط فممتاز هذا شيء ممتاز إلى متى يتم الاحتفاظ به؟ مدة الحفظ؟ مدة الحفظ طالما الشخص يحتفظ بـ الـ الخاص بالمتصفح فهي تبقى جيد فهي تبقى طالما لم يحذفها أو لم يقم بـ كل شيء بالمتصفح أو تنظيف الـ بالمتصفح ستبقى أما بالنسبة للـ ها هي تلاحظوا مجرد أنني أخرج من هذا المتصفح سيتم حذفها فقط طالما المتصفح مفتوح لدي وأنا أقوم باستخدامه ستبقى محفوظة لكن طالما أنا أغلقته ستذهب فإذاً هذا هو الفرق بين السشن والـ والغرض من استخدامي الآن لهذا الموضوع هو لغايات تعليم شيء جديد ليس هناك هدف والموضوع يعني هدف تغير فبالتالي هنا نريد أن نحفظها فيمكن و أيضاً بعد ذلك نريد إنشاء هذا الفنكشن الذي سأسميه أو جيد هذا الفنكشن لم أقوم أنا بإنشاءه سننشئه الآن مبدئياً لننشئه هنا بداخل الـ وهنا سأكتب وهنا سأكتب وهنا سأكتب بعض الشكل وسأقوم بإنشاء الفنكشن update local session بعض الشكل الطريقة خاصة بها نفس local storage لكن أستخدم كلمة session storage وأكتب set item وبتأكيد أحتاج key وأحتاج value الـ value هي هي بكل بساطة هي json.string file للـ joint users التي أنشئناها قبل قليل أما الـ key فأنا سأنشئه في الأعلى وسأسميه joint user key بالأعلى تفقنا نقوم بضغط هذا ضمن constant وسأكتب joint users key وهنا أكتبه lwn joint users طيب الشيء الثاني أن بعد أن احتفظ بها في ما الشيء الذي أريد أن أقوم به فعلياً أنا أريد أن يتم update لعدد المنتمين لهذه الـ event يعني ها هي مثلاً هذا تم الاندمام لها أو هذا مثلاً فأنا أريد زيادة الـ 12 بـ 1 تصبح 13 صحيح؟ لأن شخص ما انضمه جديد فبالتالي هنا سأقوم بإنشاء function جديد إذن update 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 event data فهنا سأكتب this update event attendees count وسأعطيها event وأنا أريد فعلياً زيادة العدد فأنا سأعطي أيضاً increase لماذا؟ لأنه يوجد أيضاً decrease أو تنقيس أو تقليل بواحد إذا قام الشخص بإلغاء الاشتراك هذا لم أنشئها بعد سأنشئها الآن هنا أين سننشئها هذا فربما هنا أكتب شيء هنا هاته أكتب مثلاً أو بداخل features features هنا فهذا سأقوم بإضافة هنا update event count وأقوم بإنشاء function الذي هو update event attendees count الذي سيأخذ event وسيأخذ type إما increase أو decrease فبدايةً أريد النقطة التي يجب أن أقوم بالتعديل عليها أين يجب أن أعدل إذا ذهبنا إلى الموك اي بي اي هنا وإلى قموا بالنقر على edit لاحظوا في الأدنى إذا أردت التعديل التعديل يعني update يعني يعني edit فعليك أن تذهب لنقطة events وثم لاحظوا events وثم يعني نفس هذه النقطة نفس هذه النقطة لكن بعدها التي أنت تريد أن تقوم بالتعديل عليها فبالتالي هنا سأقوم بإضافة const single event API الذي سيكون عبارة عن events API الموجود في الأعلى سأضيف له زائد هذه السلاش وسأضيف له event ID التي نريد تعديلها أو التي نضم إليها الشخص ثم أريد أن أعرف مثلاً ما هو العدد الجديد وبالتالي سأكتب إذا كانت هو عبارة عن increment أو زيادة فأريد يكون القديم زائد واحد يعني واحد فقط هذا هي طيب إذا لم يكن محدد لدي هنا في الأعلى فأنا أريد أن أبقي كما كان لا أريد تغييره إما نزيد أو منقص واحد لا يوجد شيء آخر فإذا الآن عندما أقوم بطلب هذه النقطة أريد أن أعطيه الـ event التي سأعدلها هي نفسها الـ event نفسها التي نضم لها الشخص فقط أنا سأزيد واحد على عدد الحضور وبالتالي سأكتب new event أو edited event صحيح؟ ستكون هي عبارة عن الـ event السابقة نفسها نفس المعلومات لكن سأغير current attendees count الذي سيكون new نعم بعد هذا send to the server كيف ذلك؟ أقوم بطلب الـ response لطلبي وبالتالي سأكتب pitch single event API وأعطيها المعلومات الأخرى طبعا أنا استخدمت event هنا استخدمت away فيجب أن يكون هناك كذلك صحيح أنا أعدل المثود اسمها foot هنا وليس اسمها post أو شيء آخر فبالتالي هنا يجب أن أحدد المثود هي foot هكذا البضي سيكون هو عبارة عن json string file من edited event جيد؟ وسنرسل له headers أنا سنرسل لك json فبالتالي هنا headers content dash type تكوني عبارة عن application slash json وبعد ذلك نريد أن نحصل على result جيد يمكن مرة أخرى أن نسأل هل هناك response أو لا يمكن أن نسأل أو نسأل كالسؤال الارتيادي لنا إذا كانت response response أوكي فنحن نريد أن آآ نحصل على result إذن await response dot json نحلل result ويمكن أن نقوم بconsole dot log حتى نراها وأيضا نريد أن نعيط fetch للdata لأن هذا التعديل لن يظهر إلا إذا قمنا بتحديث كل المتصفح تحديث كل الصفحة نحن لا نريد ذلك وبالتالي refetch data من خلال await leave fetch events وإذا كان ندينا خطأ response إذا كان ندينا خطأ سنقوم بconsole dot log error happened عندما حاولنا أن نجلب events فحاولنا أن نعدل count فإذا قم بالتحديث هذا صحيح أتمنى إذن لنا فإذا قمت أنا بالدخول هنا لاحظوا هذا لا يمكنني هنا أريد الانتساب join فلاحظوا ما الشيء الذي حصل فعليا هل زاد العدد؟ أنا لم أنتبه على فكرة طيب مثلا دعونا نقوم بjoin لهذا هذا العدد أربعة وستين إذا قمت بjoin لاحظوا أصبح خمسة وستين جميل طيب دعونا نرى application أو storage دعونا نرى session كيف يتم حفظها فإذا هذه session لاحظوا ها هي وتم الحفظ user joint فإذا لدينا user الأول ID الأول والإبنت ID الثانية وهذا أيضا انضم لهذا فذا الممتاز وفعليا هذا هو user ID الأول ها هو والإبنت التي انضم لها هي الثالثة ها هي والأولى طيب كيف سأعرف أن الشخص انضم لهذا أم لم ينضم كيف يمكن أن أعرف فلاحظوا أن ينقر على هذا عدة مرات ويزيد العدد لا 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 أريد أن أسمح بذلك فبالتالي هنا بالزر هنا لدينا سنقوم بتعطيل الزر سواء كان الشخص لا يمكنه أن يدخل أو ينضم وأيضا إذا كان الشخص منضم للتو فإذا is user joined سنرى بالlogged in user وبالإبنت طيب كيف نعرف إذا الشخص هذا يجب أن ننشئ هذا الفنكشن صحيح والتالي سنذهب له هنا بعد كان يمكن أن أسأل is وهنا سنسأل is user joined وهنا سأكتب ال user والإبنت وفقط هكذا طيب كيف سنعرف إذا الشخص منضم أم لا برأيكم الطريقة هي أن ننظر إلى ال session صحيح أن ننظر إلى joint user وبالتالي هنا يمكن أن أكتب التالي يمكن أن أكتب joint user وأجلبه من joint users array وأحاول أن أحصل على الشخص الذي لاحظوا يجب أن يكون ال item user id يساوي ال و أيضا بنفس الوقت يجب أن يساوي هذا يجب أن تساوي المزودة يعني يجب الشرط أن يكون الاثنين معاً أن هذا الشخص نفسه نضم لهذه نفسها جيد في هذه الحالة نعرف أن الشخص انضمه فعلياً وبالتالي يمكن أن نعيد مباشرة البوليان إذا كان إذا كان موجود فعلياً سيعيد وبهذه الحالة نعرف إذا كان الشخص فعلياً موجود أو لا إذن هذا هو وأيضاً يمكن هنا أن أضيف تكست هنا هذا التكست أسأل فيه إذا كان إذا كان هو يعني فسأكتب له إذا كان منتسب سيكون منضم سأكتب إذا كان إذا كان سأكتب كلمة انضم مبسيط جداً صحيح؟ فأيضاً الشيء الأخير الشيء الأخير لهذه النقطة أنه نحن عندما نحدث الصفحة ستعود ستعود أين هي؟ ستعود لحالتها السابقة نحن نريد أن تأخذ الحالة من السشن وبالتالي هنا سأكتب شيء هنا سأكتب لات وأخذها من السشن ثورج لجويند يوزرز كيف والجويند مرة أخرى سأسأل إذا كانت هذه القيمة تساوي نل يعني غير موجودة إذا كانت غير موجودة فأنا أريد أن أجعلها امتئرية هكذا أما إذا كانت موجودة فسأقوم بجيسون دوت بارس للقيمة هكذا طبعاً هو يعطيني خطأ طبعاً الخطأ واضح لأنه يجب أن أكتب هنا جويند يوزر فاليو وليس كي إذن بهذه الطريقة جيد؟ والتالي هنا ستكون الجويند يوزر هي نفسها الجويند يوزر بالي إذن لنرى إذا قمت الآن بالتحديد أعتقد ربما هناك خطأ لنرى إذن ما الخطأ الخطأ إذن لاحظوا عزائي أنا كتبت هنا هكذا يجب هكذا تساوي وهنا جويند نمسحها إذن لنرى النتيجة تحديد لا وجد خطأ ولاحظوا هنا كتب جويند فإذن ممتاز كتب جويند صحيح لأنه انضم لهذا وهذا جويند وهذا لكن هنا يمكن الاندمام لو قمت النقر هنا لاحظوا هذه الثمانية عشر لاحظوا أصبحت تسعة عشر وكتب جويند طيب الآن طالما هو قام بالاندمام فأنا أريد أدنى هذا الزر هكذا أدنى أن أكرره وأقوم بإضافة زر آخر هذا الزر سيكون دينجر هكذا دينجر وسيكون فيه سنقوم بعرض هذا الزر سنقوم بعرضه إذا كان الشخص إذا كان الشخص جويند إذا كان منضم فعليا فأنا أريد فعليا إظهار هذا الزر لأن هذا الزر اسمه إلغاء الاندمام وسأمسح هذا وهنا سنكتب إن أنجوين أو أنجوين هكذا بالنسبة لأتكليك هنا نفس هذا الفنكشن لكن سنكتب أنجوين بهذا الشكل نفس الشيء فالآن سريعتي خطأ لأن هذا لم يتم إنشاؤه هذا الفنكشن لاحظوا ها هو فالآن هنا أريد أن أقوم بتنفيذ هذا الفنكشن عندما يتم النقر على هذا يجب أن تصبح هذا أربعة وثمانين فيجب ماذا أن أقوم بتقليل العدد بواحد فسنذهب إلى الـ وهنا بعد الجوين هنا أكرر هذا نفسها لأنها تشبهها كثيرا هنا سأكتب انجوين هكذا بداية نريد هنا أن نقوم بماذا؟ نقوم بحذف هذا الشخص المسجل بهذه الـ كيف نحذفه؟ بكل بساطة سنجعل الـ جويند يوزر هنا سأكتب رموب يوزر فبالتالي هنا سأجعل جويند يوزر دوت فلتر وكل آيتم منها الـ لا يساوي الـ المزود و بنفس الوقت بنفس الوقت هذا مهم بنفس الوقت يجب أن الـ لا تساوي الـ المزود بهذا الشكل فالآن قم بالفلترة بهذا الشكل سأمسح هذا أكيد يجب أن أقوم بـ الـ بهذه الطريقة وأريد أن أقوم بـ هذا لكن أريد أن أجعلها هنا بدلا من نفس الشيء لن يختلف عن السابق نفس الشيء هنا بالـ لكن الشيء الذي سيختلف أنا سنضيف هنا إذا كان الـ فسنجعل هذا تساوي الـ فقط نقلل 1 والباقي كله نفسه فإذا حاولنا مرة أخرى لنرى يوجد أخطاء لا يوجد أخطاء فإذا الآن هنا إذا قلت بـ انجوين لاحظوا ها هو العدد كان 84 أو 85 نسيت صدقوا أني نسيت لأننا ننضم مرة أخرى الآن 84 أصبح 85 الآن انجوين أصبح 84 صحيح فإذا مرة أخرى هنا يمكن أن ننضم العدد 19 أصبح 20 انجوين سيصبح 19 كما كان الآن ممتاز فهذه الخاصية تعمل ولاحظوا تأتينا الـ لأننا قمنا بـ لكل شيء وهذه الـ جاءت من السيربر آآ سنبقي هذه الـ لغايات يعني تحقق لكنها غير مهمة الآن بتطبيقنا وانتهينا من موضوع ماذا موضوع الجوين والـ لكن أيضا نريد أن عندما يتم الانضمام أن تظهر لهنا رسالة كيف ذلك فهنا في هنا سأكرر هذا التمبلت وسأكتب الشيء التالي إذا الذي هو ومع هذا إذا كان فعلا إذا كان فعلا سأقول له أنت قمت بالانضمام تعالي تحديد مجددا ففي المكان الذي هو انضم سيظهر لهذا الشيء لنرى لا يوجد انضمام لشيء تعاونا ننضم هنا فإذا أنت قمت بالانضمام هذه السبعة تعاوني أحدث هل يقرأ الأشياء هل يقرأها سبعا نعم ما زال يقرأ الديتا من السشن التي هي موجودة بالستوريج مرة أخرى ها هي فإذا الإفنت السابعة واليوزر الأول ما زال يستطيع الانضمام لهذا وكل شخص ينضم سيتم إضافة له اليوزر اي دي الخاص به لا مشكلة بذلك فإذا قمت أنا بلوج اوت مثلا وذهبت لشخص آخر أيضا غير ادمن مثلا هذا ليس ادمن وأقم بتشجيل الدخول جيد هكذا سيظهر له هذه الأشياء طبعا هو السابعة لم ينضم لها إذا قمت بجوين ومرة أخرى قمت ب أبليكيشن عفون استوريج وذهبت للسوشن ونلاحظوا الآن اليوزر له اربعة عشر انضم للابن سبعة آآ كم أصبح عدد المشتركين واحد وعشرين جيد فمثلا مرة أخرى لو قمت في وذهبت واشتركت مع شخص آخر مثلا هذا وهذه كلمة سره ومرة أخرى ذهبنا لنفس الواحدة هذا لاحظوا المشتركين واحدة وعشرين مرة أخرى الآن سيصبحوا اثنان وعشرين لاحظوا جميل جدا صحيح واذبهبنا إلى هنا سيتم التحديث أيضا فالمستخدم رقم تسعة عشر اشترك بالإفن سبعة فيمكن لأي شخص أن يدخل ويسجل ويزيد العدد هذا والعداد صحيح ويعمل إذا قام بأنجوين يفترض أن يظهر واحد وعشرين كل شيء تمام الآن الخطوة التالية سنأخذ استراحة والخطوة التالية هي الإدارة مع الأدمن فدعونا نسجل كأدمن مثلا هذا عند بيكي ونسجل باسمه فإذا هذا عدمن نريد أن نضبط هذه الأمور صحيح صحيح نحن بإذن صحيح نحن بإذن ودليت. يمكن ان نحصل عليها اذا قمنا بالتسجيل دخول كادمن. تبحثون عن الادمن من هنا. الذي هو وتختارون وتسجلون دخول باي ادمن. يمكنكم الان ان نظهر لكم ايدت ودليت. الغرض من ايدت ودليت هو ان نقوم بحذف هذه اليفنت. نحن كادمن يمكن ان نقوم بذلك. يمكن ان نعدلها ويمكن ان نضيف واحدة جديدة. فبخصوص الديليت. لنذهب لا ازرار الديليت. اين هي? هي في الاعلى هذا. فاذا عندما يتم الديليت هنا. فنريد فعليا ان نقوم بشيء معين. نريد ان نفتح اه نافذة منبثقة. وفيها هل تؤكد عدد الشيء الفلاني? يقول نعم نعم نرسل طلب للسيرفر لا. اه نقوم باغلاق هذا هذه النافذة. ايضا الشيء الذي سنقوم به. نريد تمرير نحن فعليا اليفنت التي اه نريد تحذفها. نريد تمريرها لهذه النافذة المنبثقة. كيف ذلك? سنقوم هنا بانشاء حالة هنا بالمناج اه 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 بالسكريبت هنا. وهنا ساكتب الماناج اليفنت. سنضيف حالة اسمها التي هي ستكون مادئيا. وايضا سنضيف شيء اسمه او النافذة المنبثقة. والافتراضي هو فاذا هذه الشيء الذي اريد اضافته له. فاذا الان عندما يتم الكلك على الزر الحذف فانا اريد ان يجعل تساوي اليفنت التي نعمل عليها. وايضا اريد ان افتح النافذة المنبثقة. فاذا يجب ان يكون يساوي واضح? طيب. وبعد هنا بعد التي لدينا هنا. بعد هذا التي لدينا. هنا يمكن ان نضيف هذا الموضل. فيمكن ان اكتب موضل موضل. نعم هكذا تعليق. واكتب لدي هنا. اكتب فيه ان اذا كانت لدينا اه اه اذا كانت موجودة فعليا. يعني تم النقر على هذا الزر. فاظهر هذه الدف التي لدينا. هذه الدف ستاخد موضل الذي انا اضافته بالشيط حتى يظهر بطريقة معينة. اه مبدأ ايا اريد اخفاء او لا اريد ان يظهر. وايضا اريد ان اظهره فقط في حالة ان كانت بداخله هنا ساضيف الخاص به لهذا الشكل. وسأضيف اه مثلا ترويسها كذا. اكتب مثلا او دليتين. دليتين. واكتب هنا مثلا هل انت متأكد تريد ان تحذف مثلا كذا. واضيف هنا اعفوا اضيف هنا اه بداخل اكتب فيها مثلا التايتل لهذه التي اسميتها انا اه التايتل له. فاذا لنراجع معا انا هنا قم بانشاء وضعتها واخفيت الموضل. الان عندما يتم النقر على زر دليت. ها هو زر دليت. الشيء الذي سيحدث انا حددت التي اريد حذفها. واظهرت الموضل. انا قلت له اظهر الموضل. الان هنا في هذا الكود. الشيء الذي كتبته. كتبته اظهر هذا الشيء اذا كان اه true. والان اريد ان اعرض اسم هذه لان الان هي نفسها التي انا قمت بالنقر الزر عندها. فسأضيف هنا اشارة استفهام فقط. وهنا سأضيف زر. هذا الزر سأعطيه اه دينجر لانه خطر. من خلاله سنحذف. وسأكتب yes delete this مثلا. وساقوم بانشاء زر اخر بكلاس عادي مثلا هكذا. واكتب cancel او الغاء يعني. وهنا عند النقر على الزر للغاء. فانا اريد فعليا الشيء الذي يحدث ان نجعل ال delete model يساوي false. نريد ان نغلقه. فاذا الان لنجرب فاذا تحديث. فاذا نرى اذا كان هنالك خطأ. فاذا الان delete. لاحظوا سيظهر لدينا هنا. انتم يمكنكم ترتيب ال style كما تريدون. هل تريد الحذف? اذا قمت بالنقر cancel. لاحظوا سيتم اغلاقه. اه شيء الذي انا اريد حذفه. لاحظوا هذا الشيء. هي نفسه المكتوب هنا. طبعا مثلا دعونا نرى شيء اخر. مثلا هذي هكذا اسمها. فاذا ادليت لاحظوا سياخذ ايضا اسمها. عندما يتم النقر على yes to delete this. فانا اريد فعليا ان اطبق function. فبالتالي هنا عند هذا الزب ساكتب او ات كليك عارفون اه ات كليك ساكتب دليت ايفنت التي سانشئها الان وساعطي ال ايفنت اي دي التي اريد حذفها. دوت اي دي. لاحظوا اعزائي ان في المك اي بي اي لدينا هنا بالنسبة للدليت هنا لك مثل دليت تحتاج ال ايفنت وال اي دي لها فقط. ففقط نحتاج ال اي دي التي نريد حذفها. فبالتالي لذلك انا مررت لهذا الفنكشن ال ايفنت اي دي. طيب. فاذا الان بداخل اه هنا بعد الابديت هكذا هنا او قبلها. نكر ان نكتب هكذا. دليت ايفنت. وبالتالي هنا سانشئ اسمه دليت ايفنت. واخذ من خلاله. اد دليت ايفنت اي دي. اه نفس الطريقة السابقة انا احتاج السنجل ايفنت اي دي. هذا. اه. والذي سيكون هنا بحالتنا الشيء الممرر. تو دليت ايفنت اي دي. واضح. ونفس الطريقة السابقة انا ساقوم باخذ آآ من الفيتش. جيد. والفيتش ستاخذ السنجل ايفنت اي بي اي. لكن لاحظوا الشيء الان الميثود ستتغير. نحن كتبنا ميثود بوست مرة. كتبنا بوت مرة. الان دليت. يجب ان تكون جيد. فالشيء الذي سيحدث هنا عنه سيأتي دليت. هنا دليت مع الايفنت ادي سيقوم بحد فيها. اه ممتاز. طيب الان نفس الموضوع السابق سنسأل اذا كانت او غير اوكي. اذا لم تكن اوكي كالعادة نفس الشيء سنرسل هنا كما بوقت السابق. ارسلنا نفسها ساكتبها هنا. لكن ساغير ان حتى اعرف انا حدث الخطأ. وهذا يجب ان يكون السنج. جيد. يجب ان يكون السنج. واذا كانت اوكي. ما الشيء الذي اريد ان افعله فعلا. افعله فعلا. ساقوم باخذ الريزولت. ما الشيء الذي سيعيده للسيربر. لغيات فضولي انا اريد ان اعرف ما الشيء الذي سيعيده عند الحدث. وبالتالي هنا ساكتب واريد ان اقوم برسيت للدليت اه تودليت اه اه افنت. لاحظوا اعزائي هنا تودليت افنت اه اين اه هنا اه هنا اه انا اقومت اضافة لها ابجكت اللتي اريد حد فيها. لكن بعد الانتياج من الحدف انا اريد بي اه ريسيت لهذه الامور. ساعيدها كما كانت. وبالتالي هنا سنكتب ريسيت تو ديليت افنت. وسنكتب هنا ديس تو ديليت افنت ستكون عبارة عن امتي سريك. ايضا سنحتاج ان نقوم بريفتش ديتا. لماذا؟ لان انا غيرنا على الديتا فسنعيد جلبها حتى اه تظهر لنا النسخة الجديدة من الـ لان انا حدفنا منها صحيح. فاذا الان سنرى النتيجة. اه فاذا ذهبت الى هنا تحديد. وقمت نقر على ديليت لاحظوا رقم خمسة. ديليت. اه مرة اخرى cancel لا شيء. يس ديليتت. ديليتت. لاحظوا ذهبت خمسة. ذهبت. وحتى لو ذهبت الى اه وقمت بالتحديد. يفترض التي لها ايدي خمسة غير موجودة. وفعلا غير موجودة. موجود اربعة ستة. فظا غير موجودة. فانا فعلا قمت بالحذف. وهذا اه شيء جيد فعليا. فالان نريد ان نقوم بالايدت هو بالاد. اه بخصوص الادت سهل جدا. اه نفس طريقة الاد. عفوا نفس طريقة الديليت هنا. نفس الفكرة. انا نحن سنكرر هذا. وسنكتب جيد. وبالنسبة للشو اه اه مودل سنكتب شو ايدت مودل. بهذه الطريقة. لكن الشيء الذي انا اريد ان اقوم به اليوم هو عادة نحن مثلا اذا اردنا ان نقوم بتعديل مثلا او تعديل مثلا يوزر. كل عنصر بالفورم نضيف له حالة. يعني مثلا اه في حالتنا الان. اه نريد مثلا ان نقوم بادة فعادة نقوم باستخدام اكس مودل لكل شيء. مثلا اضيف هنا اضيف للوكيشن. كلها اضيف لكل واحدة من هالشيء. لكن اليوم انا ساقوم بالشيء المختلف انا ساجعل هي عبارة عن اوبجيكت مباشرة. وساقوم بماب هذه الابجيكت بال اكس مودل. فبداية بالنسبة للتو ايدت ايفن ساجعل اي دي لها لا شيء. اه فارغة. كلها ساجعلها فارغة. اه وهنا الوكيشن. وهنا الوكيشن. والستارت دايت والاند اه دايت والكاباسيتي. جيد. بالنسبة لعدد المنتسبين لهذه الايفنت. الكون. هذا لا يفترض انه عدله اصلا. لان هذي اشخاص تنضم للموضوع ولا يمكن تعديل هذا. جيد. هذا الشيء يحدده المنتسبين لهذه الابنت. الان بالاندكس. هنا بالنسبة لزر اين هو? اين ذهب? ها هو? انتهينا منه. الان لزر الابنت. بالنسبة لزر الابنت سنقوم بنفس الشيء فعليا. اه عند النقر على هذا الزر. سنقوم بشيء التالي. سنحدد التي ستكون هي عبارة عن الابنت. وسنقول شو ايدت موضل. سيكون ترو. فهذا يفترض ان تكون موجودة لدينا ها هي. والشو ايدت ها هي. الان بالنهاية هنا في مكان نفس مكان وضعنا اه اه الديليت موضل هنا نفس المكان. هذا سانسخه بهذا الشكل. وضعه هنا. لكن ساكتب هنا ايدت موضل. وهنا ساكتب اه اذا كانت لدينا ايدت ايفنت هي فعليا موجودة لدينا. اه ستكون موجودة. فبتالي هذه دائما ساعتم تطبيقها. فبتالي يمكن ان نحذفها هذا. جيد. هنا سنضيف الموضل. والذي سيكون سنضيفه في حالة ان كانت الموضل موجودة بهذا الشكل. هو فقط نفس الاشياء. لكن التايتل هنا سيكون مختلف. سيكون ايدت اه ايدت ايفنت بهذا الشكل. وهذا لا نحتاجها فعليا جيد. وهذا كلها لا نحتاجها. هنا سنقوم ببناء فورن الذي فيه كل الاشياء التي موجودة بالايفنت. اه فبداية سيكون لدينا انبوت. هذا الانبوت لاحظه انا سا اه يكون ساضيف له هيدن. يكون مخفي. وساضع في الماذا? الماذا? التو ايدت ايفنت دوت اي دي. ساضع في هذا الآي دي الخاص بها لان انا احتاج الآي دي فعليا اه للحصول على ماذا احتاج الآي دي? للحصول على النقطة نقطة التعديل. بالاي بي اي. ويمكن ان نوضيف الان اخر بكلاس هكذا. اه الطائب له سيكون تكست. وسيكون للتايتل هذا. فسنكتب لاحظوا? هنا قمت بما بين ال اكس مودل لي وليس فقط لكلمة واحدة او واحد. هذا سأكررها. ولكن هذا فعليا سنحتاج التكست اريا. تكست اريا لاضافة التسكريبشن. فبتعلي هنا سأكتب تكست اريا وهذا يمكن ان احذفها. ونقلل الاسطر. ونضيف هنا اكس مودل لي ال تو تو ايدت ايفنت دوت ديسكريبشن. بعد عالي النام. واضفنا الديسكريبشن. ايضا سنضيف اللوكيشن. والتيب هنا سيكون تكست. والاكس مودل ستكون لي. الموضوع الثاني سيكون للديت فعليا. الستار ديت. والاند ديت. بخصوص الستار ديت سنعطي هذا تايب اه ديتايم لوكال. حتى يعطيها اه يعني يمكن اختيار التاريخ منها. والاند ديت نفس القصة. وبقي لدينا الاخير. الذي هو الكاباسيتي اعتقد الاخير. فاذا سيكون هو عبارة عن number. والمن له سيكون هو عبارة عن واحد. وسيكون الاكس مودل الخاص به هو الكاباسيتي. فاذا لدينا اذا جيد. اعتقد هذا الاخير. وبعد ذلك نريد ان نقوم باضافة الازرار. اذا هذا ساضيف زر الاضافة او التعديل. وسيكون اه سسميه سيكون لدينا زر اخر. اه زر عادي. سيكون اسمه كده. وعلى الكليك او عند الكليك. سنقوم بجعل نريد اخفائه. اذا الان اللي نرى النتيجة. اه لا يوجد اخطاء. نقوم بنقل على ادت للأول. لنرى. وايضا لا يوجد اخطاء. هذا شيء جيد. بعدا لاحظوا اه ساقول cancel للاغلاق. لاحظوا هذه الستة الكاباسيتي. وهذه الستي وهذه معلوماتها. بعدا لنرى هذه ستظهر معلوماتها. نعم ظهرت. ها هي. وهذه الستي وهذه الستة. جيد. جميل جدا. اه يعني الان بالنسبة لهذا الديت. فهذا انا ربما تقوموا به انتم لاحقا كيفية عرض الديت الموجود هنا. لان هنا لدينا ايزا سترينغ. الستار دايت. اه نحن قمنا بفورمات له او الان دايت وستار دايت قمنا بتنصيقه حتى يظهر بهذا الشكل. لكن بالاصل هو عبارة عن ايزا سترينغ. فانت تفكر كيف يمكن ان اعرض ايزا سترينغ هنا حتى يظهر به شكل جيد. لكن بشكل عام يمكن ان اعدل الان. هل يمكن ان اعدل? يمكن ان اعدل لكن لن يحفظ التغيير. اه لماذا؟ لان يجب ان اقوم باضافة هنا اه اه اد كليك للسيف تشينجز هنا. يجب ان اكتب اد كليك. التي ستكون هي عبارة عن اد افن. طبعا لنذهب الى هنا ونقوم بذهاب لان لدينا ديليت. ولدينا هذا. اد افن فعليا يشبه الابديت. وبالتالي انا ساخذه بهذا الشكل. واقوم بتكرار الابديت. وساكتب اد افن فقط. وهنا ساكتب اد افن. هو لا يأخذ اي شيء فعليا لهذا الشكل. لكن بالنسبة لنقطة الاي بي اي. الاي دي للادت. يأخذها من ال اد افن. اذا الان لا نحتاج هذا الموضوع بتعلي ساحرفه بهذا الشكل. اه فعليا لدينا نحن كل الابجيكت لدينا كلها فبتعلي هنا سنكتب نفسها. لكن طبعا. طيب اه وهكذا. طبعا بعد ان يتم التعديل. جيد. ما الشيء الذي يجب ان نقوم به كالدليت. فيجب فعليا ان نقوم بريسيت لان تو ايدت افن. فانا ريسيت تو ايدت افن. طالي هنا ساكتب دس. تو ايدت افنت. يساوي. وكذا. فنفس الاشياء السابقة. ساجعل الاي دي فارغ. وتايتن. ديسكريبشن. لوكيشن. تار دايت. وين دايت. والكبس. اعتقد هذا هو فقط. اه ولاحظوا الميثود. الميثود هي تعديل. وارسلنا الشيء المعدد. فدعونا نجلب الان. فدعونا نقنصل هكذا والتحديد. اه فانا ساعدل رقم ثمانية. لاحظوا هذه هي رقم ثمانية. اه فلنرى. ايدت. فضلا لاحظوا ساضيف لاحظوا ساضيف اشياء. مثلا ساضيف واحد اثنان ثلاثة هنا. وهنا ساضيف او سامسح هكذا. وابقي اربع خمسة ستة. والسيتي ساضيف عمان. وبالنسبة للديت هنا ساجعله ثلاثين من الشهر الحالي. ساعة الثامنة والنصف صباحا. وبالنسبة لهذا فساجعله مثلا اربعة عشر ديسمبر. والساعة ستكون سبعة ونصف مثلا. جيد. والكباسيتي هنا ساضيفها هي اه هي تسعة واربعين. ساجعلها تسعة 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 وتسعين. ما الشيء الذي حدث? قام بريسيت لدي. هكذا. وهو عدلة? هل عدلة? نعم عدلة فعليا. لكن لاحظوا كل شيء معدل. هذه ثلاثين نوفمبر اربعة عشر ستمبر. الكباسيتي تسعة تسعة. هذه العدد المنتسبين لا يمكن ان اعدلو. اه طيب لماذا ما الشيء الذي حصل فعليا? انه يجب مباشرة قبل ان اقوم بريسيت يجب ان اقوم بكلوز للمودل. والتالي هنا يجب ان اكتوب آآ شو ادت مودل يساوي يجب ان نغلقه مباشرة وثم اقوم بريسيت. فالتالي تحديق. فمثلا دعونا نحدث اي واحدة? نختار واحدة اخرى. مثلا هذا ثلاثة عشر. فدن نريد فقط تعديل مثلا السيتي هذا. نختار سيتي مثلا دريم سيتي. جيد. لاحظوا اغلقها واصبحت لدينا اه هل هذا? اه ها هي. جيد. فالتعديل الان ناجح. فاذا الشيء الذي تبقى لدينا هو القيام بالاضافة. فاذا الان نريد اضافة زر هنا بالاعلى. يكون فيه ان اضف للمدير يعني يمكن ان يضيف فهذا الشيء يمكن ان يكون اين? يمكن ان نضيفه. اين هي? ها هي? اه ها هي هنا. فيمكن ان نضيف الزر هنا. وهذا الزر فعليا لا نريد ان نظهره الا اذا كان الشخص المسجل لدخوله هو جيد. فنضيف لهذا الزر حتى نزينه. ونزينه بهذا الشكل. نكتب اه اه وعند النقر عليه فعليا الشيء الذي انا اريد ان اقوم به ايضا انا اقوم بفتح نافذة منبثقة. اه وتكون اسمها اه مودل. طيب الان اه هنا يمكن ان بالسكريبت الخاص بنا بالاعلى. نفس القصة التي قمنا بها بكل شيء اذا تودليت نقوم بها نفسها لالاد. والتالي هنا او او مضيف لا تدعي للآي دي لان الآي دي يتم اضافته اه بشكل اوتوماتيكي من وهنا سنكتب شو اه مودل. التي مبدئيا ستكون اه فوس. جيد. فاذا الان اذا اردنا ان نقوم باضافة هذا الشيء. اين هو الديليت? او الديليت? اه ليس هذا? نعم اتقل. اه هنا. هذا هو الديليت مودل. اه بوقه هنا قمنا باضافة الادت. هذا الادت اريد ان انسخه بهذا الشكل. ننسخه نفسه واضعه هنا. ساكتب اد. واريد اظهاره في حالة ان الاد مودل كان مكتوح او يعني. وفقط هكذا ساكتب اد هنا. وبالنسبة لهذا الانبوت الهيدن الخاص بالعادي ساحذفه لا احتاجه. اه بالنسبة لي الباقي هذا فانا فقط ساضيف اه بدلا من ساضيف ادد افن. فاذا هنا فقط اضيف ادد افن. هكذا. للكل. اذن هنا ادد افن وهنا ادد. لوكيشن. ايفن لوكيشن. الجديدة والستار ديت. والاند ديت. وايضا لالكباسيتي. بهذا الشكل. بالنسبة للزر هنا سنكتب ان اد ايفنت. اسمه اد ايفنت سيكون عند الكليف. وهنا ساكتب اد نيو. وعند الاغلاق فعليا ساجعل هنا الشو اد مودل فورس. هكذا. لا شيء اخر. هل يوجد شيء اخر? افقد هذا هو. ايضا اريد اضافة placeholder. حتى يكون الموضوع واضح. فضلا هنا placeholder سيكون event. وبالنسبة لهذه التكست اريا ساكتب event. اه description. وبالنسبة لل location. ساكتب location. وبالنسبة لل start date. يمكن ان اعطيه label بدلا من placeholder. فضلا ساكتب start date. وهنا ساكتب start date وهذا ساعطيها id. هذا ال id سيكون نفس اسم الذي اعطيته للفور التي هي start date. ونفس الشيء سيكون للend date. الغرض من هذا اللابل ان يكون واضح. طبعا يفترض ان ايضا اضافته ل لكن نوعا ما واضح. لكن هنا غير واضح. فبالتالي اه اضاف label لان البيانات تكون فارغة. وبالنسبة لل capacity نفس الشيء. يمكن ان اضيف لها placeholder او label افضل label. اه فيمكن انضيف لها ايدي هكذا. مسمي capacity. ومضيف لها label. وال label لcapacity. وهنا اكتب capacity. فاذا الان اه تحديد. اه اين هو الزر? الزر لا يظهر. لماذا? اذا مرة اخرى. نتأكد منه. اذا هذا هو الزر اكسو logged in user. انا اخطأت logged in user وليس logged in فقط. فاذا تحديد. اذا ها هو الزر. اذا قمت النقر عليه. لاحظوا ستظهر لي ال event. اذا هنا ال event title, event description, event location. هذا ال start date. هذا ال end date. وهذه ال capacity. فاذا واضح. ال cancel يفترض ان يغلق. بالفعل اغلق. وهذا ال add new انا لم اقم ببرمجتها. فلنقوم بذلك. فبالتالي هنا اه ال event. اه بعد يمكن ان نستخدم هنا. نفس هذا نستخدمها. لهذا الشكل. وقبل هكذا اكتب add event. اسميتها انا add new ام add event. ماذا اسميتي الزر? add click add event. صحيح. فاذا هذا اسمها. سنضيب هنا اه add event. add event لحتى نقوم بحتى يتم ال add. يجب ان نذهب لل post. لاحظوا هذه ال post. و events فقط. لا نحتاج اي دي او شيء. فبالتالي هنا. لن نحتاج هذا. وفقط سنحتاج ال events. اي بي اي. والمثود هنا ستكون بوست بهذا الشكل. اه بالنسبة لل new data او new event. ستكون هي عبارة عن التي قمت باخذ معلوماتها من خلال ال x model. وايضا اريد ان اضيف ال current attendees count. الذي هو ساجعله زيرو. يعني اول مرة انا انشئ ال event. عدد المنتسبين. زيرو. طيب. ال events اي بي اي بي اي. بالاس. وليس فقط هكذا. وهنا بال json string file. سنقوم بارسال ال new event. صحيح? اه عندما نقوم باخذ ال data. سنقوم بالطلب. فينا response. سنقوم بconsole لها. سنجعل ال add model false. سنغلق الموديل. الموديل الذي لدينا. وهنا بالنسبة لل added event. ماذا سنفعل بها? سنقوم بreset لها. لا داعي لل id. ان نقوم بreset. وفقط وسنعيد فتش لل data. واذا حدث خطأ سنقول error while adding event. اذا لنرى? هل سينفع ام لا? فذا التحديد. فاذا الان لو قمت انا بadd new ها هي. طيب ساكتب new stream by LWN. learn more مثلا. اللوكيشن عمان مثلا. التاريخ مثلا. نكتب مثلا خمسة ديسمبر. الساعة السابعة والنصف. اه سابعة والنصف. اه مساء. اه تاريخ النهاية مثلا. نكتب مثلا. بسنة ستة وعشرين. بيوم اربعة عشر. هكذا. والثمانية وخمسين دقيقة صباحا. وعدد الحضور مثلا مئتين. وadd new. فاذا الابن سيتم اضافتها في النهاية. فاذا لاحظوا. نيو ستريم. هذا هو الديسكريبشن. اه هذا هي البلاء الكونتري او الموقع يعني. هنا لدينا التاريخ. لاحظوا التاريخ خمسة ديسمبر. انا ادخلته خمسة ديسمبر. نعم. وهنا بالنسبة للسنة ستة وعشرين. الثامنة وخمسين دقيقة. هذا السابعة ونصف مساء. عدد الحضور زيرو والكباسيتي مئتين. واذا ذهبت هنا الى لاحظوا اعزائي نفسه. موجودة ها هي. جيد. ها هو والا اي دي ها هذا. طبعا هذا الاي دي يعطي اياه الاي بي اي. يعطي الاي دي بشكل اوتوماتيكي. وهذا هو التاريخ. وكل شيء تمام. طيب الان مثلا لو قمت بتسجيل الخروج. واريد الدخول كشخص غير ادمن. مثلا هذا. واريد الذهاب للي هنا. سأقوم بجوين. لاحظوا. اصبحت جوين. واصبح عدد الحضور واحد. اه الان لو قمت بالتحديث هنا بالاي بي اي البعيد. فيبطرر ان يصبح واحد واحد. جميل جدا. واذا قمت مثلا بالدخول باسم شخص اخر. نحن نجرب الان. اه مثلا طبعا يجب ان يكون ليس ادمن. مثلا هذا. مرة اخرى. وهذه كلمة المرور. اسمه لوج ان. ولوج ان ذهب الى هنا وقام بجوين لهذا. لاحظوا سيصبح اثنين. واذا قمت بالتحديث. لاحظوا. اصبح العدد هنا اثنين. امتاز. جميل جدا. واذا قمت بالغاء الحضور. لاحظوا سيصبح واحد. واذا قمت بالتحديث ايضا. طبعا هنا يمكن يمكن ان احصل انا على هذا من خلال والآي دي. افهم خطأ. اه ستة دسعة. اذا هنا لاحظوا. الان مشترك واحد. لانني حذفت اشتراك. اذا اعزائي هذا هو بالنسبة لهذا المشروع. اتمنى انكم استفدتم. هو مشروع فعلا جيد. ومختلف قليلا. وفيه الكثير من الاشياء التي يمكن اه تعلمها. اه بعض الاشياء قمنا بها فقط لغايات التعلم. مثل حفظ اللوغن. اه وحفظ مثلا المستخدمين الذين قاموا بالاندمام مثلا. قمنا بحفظ ذلك مرة بالساشن ومرة باللوكال ستوريج. هذا الشيء فقط لغايات التعليم. عادة نحفظ الاشياء بالمتصفح. الاشياء الغير اه فعلا حساسة من الناحية الامنية. فقط نحفظ الاشياء العادية. ممكن ان نحفظ مثلا الوان المفضلة لدى الشخص او طريقة عرض الشخص. عرض الطريقة عرض المفضلة لدى الزائر. لكن لا نحفظ كلمات مرور ولا نحفظ تسجيل دخول ولا نحفظ اشياء خاصة بالمعلومات المستخدمين. اه انه تعلمنا هذا الموضوع. اه بالنسبة لهذه المشاريع يمكن تطبيقها نفسها على ارض الواقع باختلاف بسيط ان الاشياء التي يجب ان تديرها من جهة السيرفر يجب ان تنقلها للسيرفر. يعني مثلا عندما قمنا نحن بتسجيل شخص للدخول فا اه قمنا بمعالج ذلك في كله في المتصفح. لكن هذا يجب ان يتم نقله لجهة السيرفر. وفقط نستفيد من الباين بالوسائل التي تتيحها لنا والطرق التي تتيحها لنا لادارة الامور بالمتصفح. اما امور السيرفر ننقلها للسيرفر وامور متصفح نديرها فقط من جهة المتصفح باستخدام الباين. وكان الهدف من عرض هذه الامور فقط ان يصبح لديكم خبرة اعلى باستخدام الباين واستخدامها به شكل حقيقي فعليا بوظائف حقيقية وكل هذه المشاريع يمكن ان تتحول لشيء حقيقي مع تعديلاتكم طبعا. فاتمنى انكم استفدتم. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة